موسيقى اول شيء الموضوعات التي تمت اناولها في المحاضرة السابقة اللي هي كده المحاضرة رقم 10 شرح كيفية عمل حساب كميات المتخرصات الشهرية ده كده ما بدأنا به لان المحاضرة اللي بلاكنا نتكلمنا على ازاي نحسب كميات بشكل عام من خلال ايه القطاعات وبعد كده الدرس المحاضرة اللي فايت بدأنا بكميات المستخلصات الشهرية وبعدين عملنا شرح كيفية اظهار جداول الكميات بجنب كل قطاع موضح فيها العناصر الطريق نفسها وبالكمياتها فقوية كل واحدة في جدول جنب القطاع نفسه وبعدين شرحنا الفكرة الاساسية اللي بيستخدمها بالنمج السابق لعمل اسطح كميات بحيث لو بيعمل سطح كميات اللي هي بقى سطح القطع تيب مسلا سطح لو عنا حساب كميات بنزوم من السطحين من بعض تمام؟ وبعدين شرحنا حساب كميات مجموعة اراضي بمناسية مختلفة بعيد الطرق سواء بالباوند ارية او ان احنا نعملها بشكل اللي احنا عملنا شوية افكار كانت افكار جديدة يعني ما كناش شرحناها قبل كده يعني وبعدين عملنا شرح كافية حساب كميات بين الاسطح بشكل سريع بدون عمل سطح كميات اللي هو كان اسمه اعتقد على ما اتتذكر اسمه كده. الاداة اللي موجودة في البرنامج بحيث احنا مجرد ما بنختار الاسطح بتاعتنا بشكل بيجيبنا على طول الكميات بدون عمل سطح كميات في الرسمة. وبعدين شرحنا كافية عمل حساب كميات حفر ورد من قطعة ارض من خلال القطاعات. آآ وبعدين شرحنا ازاي ندمج مجموعة اسطح مع بعض العمل سطح نهائي بعد انتهاء العمال. وردينا على مجموعة استفسارات كانت موجودة بالفعل ايه معانا في في الكورس ساعتها. من الشباب اللي كانوا موجودين معانا. وبعدين شرحنا تقسيم العراضي اللي هو البارسلز. وشرحنا كافية تحويل مخطط بس سامحوني كنت اجهات شوية في اخر اخر محاضرة فعن نرجع تاني لبارسلز من اول كان انا ايه ما حساب كان انا ما شرح نارش المحاضرة اللي فاتت نرجع لها ايه المحاضرات. وطبعا كان في شوية استفسارات بسيطة كده في الاخر ايه قضينا عليها. ده كده كان اخر حاجة اخدناها لي المرة اللي فاتت. اه في المحاضرة اللي فاتت. حلو? اه عنبتدي ان شاء الله النهاردة مع البارسلز. البارسلز بشكل عام هي عملية تقسيم الاراضي. ويقصد بتقسيم الاراضي هنا اللي هي عملية اه عمل المخططات. على سبيل المسال زي ما احنا شايفين مثل في اللوحة زي كده انا عندي اه مخطط. مخطط ساكني زي ما شايفين ومؤسسة من القطع وفي طرق حوالي منها. اه البرنامج نفسه عملية الطرق طبعا هي عملية تخطيط بشكل عام ده 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 ممكن تستخدمه في البرنامج ولكن هي الفكرة احنا من كانوا دلوقتي على تخطيط القطع نفسها. احنا عندنا اه من اتنين. اما تحوي المخطط زي اللي احنا شايفينه. ده كده ده عبارة عن مخطط اوتوكاد. ابتدي ممكن احوله بتكمل من اوتوكاد الى برنامج بحيس ان انا اتعامل مع القطع دي بشكل سهل وبسيط. اسهل بكتير من اللي احنا احنا شايفينه. او اه بحيس ان احنا نعمل اي انا او نقوم بقى اي متغيرات عايزين نعملها في المخطط بشكل عام. سواء من ادارته سواء من المتغيرات في شكله ما الى ذلك. مش بالاوتوكاد بقى زي زمان لا بالسفل ثري دي. او ان احنا بنعمل القطع عندنا زي كده مسلا على سبيل المسال ان الطريقة قطعة الارض متقسمة قطع زي ما احنا شايفينها قطع كبيرة وعايز بتجي اقسم القطع الكبيرة دي القطع الصغيرة. بنا انا على شوية معيير وشوية ايه وشوية مساحات معينة او معيير معينة انا عايز اطبعها فين? اطبعها في الواقع اللي موجود. تمام كده? فاحنا هناخد الاثنين مع بعضينا ونشوف ازاي نقدر نستخلص داتا وازاي نقدر نعمل نعمل شهر ان شاء الله يكون كويس. اول شي انا بتيجي ازاي نعمل بسم الله الرحمن الرحيم ازاي نبتدي نعمل من من بتاعتنا احنا نجينا على بتاعتنا في القسم بتاع نلاقي حاجة اسمها وعندنا تلاتة واوبشن الاولين هو واوبشن التاني واوبشن التالي اللي هو كريات اه بارسل اه كريات اوفوي. في الحالة دي انا هولا عايز بارسل كريشن توز تمام? وببتدي زي ما احنا شايفين بيزهر اللي العلوي ده لو الجزء اي دي مش ظهرة معنا بنضغط على بتاعتنا اللي هنا دي بنضغط عليها ببتدي يفتح لنا التفاصيل اللي احنا عملها. طبعا هنا دي بتاعتنا اول معطيات اللي انا هديها للبرنامج عشان يبتدي يقسم دي اللي موجود ايه? ولكن المعطيات دي بتشتغل في حالة لو في بارسل موجودة وهبتدي اقسمها. يبقى انا اول شيء لازم اعمل من العنصر اللي موجود قدام مني. ايا كان العنصر ده ايه. في الحالة دي يقول له بارسل. وبقول له بارسل تمام? وبختار له مسلا العنصر اللي انا عايز اعمله. عادة او القطعة الارض عشان البرنامج يبتدي يتعامل معها لازم تكون مقفولة. لازم تكون مقفولة. في الحالة دي انا هاتي نواز هناخد القطعة دي. تمام? واقول له انا عايز احاولها مجرد ببضغط عليها وبقول له انتر. زي ما انتم شايفين بيقول لي هنا في المربع بتاعنا بيقول اللي هو اول حاجة بيقول لي ايه هو بتاعها. سايد دي هنرجع له ان شاء الله نفس الوقت الكتابات بتاعة القطعة نفسها هتبقى عبارة عن ايه? ماشي. وهنا لو انا عايز اكتب كتابات على القطعة نفسها. ودي يعني نخش لها بالتفاصيل في الجزء التاني اللي هو ايه? عملية التحويل مخطط من كاد الى ايه? الى سيفل. فخلينا احنا ناخد اللي موجودة كما هي وبقول له اوكي. زي ما انتم شايفين هو كل ما هنالك حولي الخط ده من اللون الاساسي لو كان لون اخضر زي كده. ومنع عنصر كاد يعتبر الى عنصر سيفل مجرد ما بضغط عليه بيزهر لي ايه? يعني قطعة من قطعة من اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي القطعة الاراضي. ولكن زي ما احنا شايفين ما فيش اي تفاصيل ان في بارسل مقفولة. لان زي ما احنا شايفين عندنا ايه مفتوحة هنا. تمام كده? نفس الوقت انا عايز اقفيلها فابتجي ادخل على وبقول له انا عايز بارسل كرياشن تودز. وممكن بختار الاداي اللي هو اللي هو عبارة عن خط وبقول له الفيكسد لاين ده. طبعا بيقول لي بارسل اللي انا هو بيعتبر وقال انه بارسل هيتعامل. والله من النقطة الاند بوينت دي لنقطة الاند ايه? الاند بوينت اللي هنا. وبقول له انت. مجرد وضغط انتر زي ما انت شايفين عمل ايه? افل الشكل. وكتب لي حاجة اسمها واحد. اللي هي مين? بقت انا عندي كده زي ما انت شايفين هو احتعمل كده. بقى عندي قطعة دي عبارة عن قطعة بارسل مقفولة. مجرد ما تقفلت بيزهر على طول الكتابة. لما كانت مفتوحة ما كانتش ايه? ما كانتش موجودة. ليه? لان المجرد ما تقفلت بقت شكل مغلق. يقدر يجيب لك مساحته. يعني مسلا على سبيل المسال ادي مساحته. والبراميتر بتاع اللي هي ايه? المحيط بتاعه ايه? ويدي لك شوية تفاصيل عنها كمان. حلو? طيب. انا عايز اتدي اقسمها كما هي واقول له والله هنا عايز اقسمها بقطع في المنطقة دي هنا وقطع في المنطقة دي. اه الفكرة كلها ان البرنامج لما بيجي يقسم على سبيل المسال وبقول له في شوية معطيات بديه له هنا زي المنمم اقل مساحي يبتدي فيها اللي هو الخط بتاعي المسافات اللي عليه كام وما الى زلك. انا بتيجي نشوف حيث لو انا ما قسمتش الخط الداخلي ده المساحات ولو الشكل العام هيطلع عامل ازاي? هو المفروض فعليا قبل ما نبتدي نشتغل على سبيل المسال المفروض دول مجموعة الاراضي اللي انا عايز اشتغل عليها. ده وانا سوري بسم الله. من المقطة مسلا الاند بوينت دي لاند بوينت المقابلة لها. زي ما نشايفين المفروض القطعة متقسمة بالشكل التالي. لو احنا حبينا نتأكد من التقسيم مسلا على سبيل المسال هو عامل هنا الوجهة بتاعته عبارة عن تمانية متر او وتسعة متر تمام كده والجوة هنا اولا نشوف الاريا اللي قلنا البي او الاريا اللي ما موجودة. اللي هي دي كده. بقول لي ايه دي مئة وسبعين ايه مئة وسبعين متر. يبقى هو عايز قطع اراضي هنا مساحتها مئة وسبعين متر. والواجهة بتاعتها تقريبا كام حوالي تمانية متر ونص. نش. احنا ممكن نستخدم نفس المعايير لو احنا عايزين نطلع نفس الديتيلز او نستخدم معايير تاني. يعني احنا مش مرتبطين بنفس نفس المعايير. ولكن زي ما احنا شايفين هو عامل فاصل فاصل قطع يعني في قطع بص على الوجهة دي وفي قطع بص على الوجهة التانية. ففي حالة دي اه احنا عايزين قطع مساحتها كام مساحتها مية وكام مية وسبعين. فعلى سبيل المساة لو احنا اخدنا القطع نفسها وان له عايزين نقسمها فالبرنامج هيعتبر ان القطع ابتداء من اول هنا لحد جنب التاني الترف التاني مباشرة. هياخد المساحة كاملة من البداية لحد مين لحد النهاء. لان ما ما فيش فاصل في النص. فيفضل ساعتا اللي احنا نعمل الفاصل لو احنا شايفين ان المساحة بتاعتنا ليه? لان لو هو دلوقتي انا شفت الدبس بتاعي هنا. الدبس بتاعي هنا انا عندي. كله اجمالي عبارة عن اربعين متر. حلو كده. فلو هو اربعين متر. معنا زلك انا عايز مساحة مثلا. على سبيل مسلا انا هشتغل بمساحة متين. انا عايز مساحة متين. فعندي هنا الدبس اربعين متر. يبقى كده المتين على الاربعين يدي لك خمسة متر. معنا زي ان الوجهة بتاعتي هي تبقى عبارة عن خمسة متر فقط من هنا وخمسة متر فقط من هنا. ويديني قطعة ارض من هنا لحد هنا. وده مش المطلوب بتاعي. خمسة متر طبعا قطعة صويرة جدا لأنا عايز تبقى قطعة الارض الدبس بتاعها او الدخول بتاعها هنا عبارة عن عشرين متر. فبالتالي هجيب لي الوجهة كم? هجيب لي الوجهة عشرة متر. ليه? لان عشرة في عشرين هتديني كامعة هتديني ميتين متر ده اللي انا اطلوب. فبالتالي لازم الشكل اللي انا موجود ده مني ده لازم اقسمه بالخط اللي موجود هنا. ففي الحالة دي انا ممكن احاول الخط اللي موجود. هو اوصله بس ان هو يبقى عند النقطة دي كده. تمام? وهقول له ان عايز اعمل البارسل. تمام? وبختار له العنصر ده وبقول له اوكي اوكي. مجرد ما انا عملت كده هو اسام لي قطعتين. قطع اللي هنا دي اللي احنا شايفينها فوق. والقطع الصفلية اللي هي ايه? اللي هنا تحت. هبتدي بقى اشتغل على المعايير بتاعتي بقول له من هنا ببتدي احدد له المساح اللي انا عايزها. اقل مساح عايزها انا ميتين متر. تمام كده? الوجهة اقل لوجهة عندي تبقى عشرة متر. اصدوب الوجهة ايه? الخط الوجهة اللي على الشارع اللي موجودة هنا. حين? بيقول لي احنا احنا قلنا العرض دلوقتي المفروض هيبقى لو هو عشرين متر دبث هيبقى لعرض كام عشرة متر. حلو كده. ففي الحالة دي بقول له مثلا عشرة متر. تمام? المنمم دبس كام فبقول له عشرة متر. لان هو الفكرة دي يضيف عبارة على المنمم. المكسمم هو بيشتغل عليه. هو هنا بيقول لي انت عايز ماكسمم دبس كمان ففي الحالة دي بقول له نقعي الدبس اللي انت اعيزه بحيس اقل المساحة ايه اللي مطلوبة. تمام كده? وبيقولني هنا وانت عندك حلين في حالة لو اللي هي اللي هو ايه في حالة لو بيعمل حلول للشكل اللي عندك في عنده هنا طريقتين. ايه سوا بيقولني هنا او يعني هياخد اللي ايه اللي على الوجه اللي هنا وده المطلوب دلوقتي. وهنا في حاجة اسمها فالحلقة دي انا هنقول له بس بحيث انا عايزه هي يوريني كل قطعة وهي بتتعمل. حلو كده? تمام. دلوقتي هو هيبتدي يعمل القطعة بتاعتنا وفي الاخر خالص على سبيل المسال المفروض المنطقة دي كلها على سبيل المسال مسلا انا عايز اقسمها كل متين. ولو اتبقت اي حاجة زيادة يعني مسلا هيفضل هو ماشي متين 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 متين. وهتتبقى مسلا لو فرضنا اتبقى مع جزء في النهاية. جزء دي يعمل لك في ايه فهو بيأكد لك هنا عنده تلات اختيارات يقام هيعمل لك برس الجديدة من جزء المتبقي او يحط لك الجزء المتبقي دوت. في الاخر قطعة بحيث اخر قطعة تبقى اكبر من متين متر. او يوزع الجزء المتبقي ده على بقية القطعة كلها. فبدلا من هما هيكون متين هيبقى مسلا كلهم متين وتلاتة. مسلا على سبيل المسال. بحيث ان هو ايه ياخد الجزء المتبقي في الاخر خالص. ويوزعه على مين? وزعه الكل. ففي الحلقة دي بقول له لا. خلي هالي ايه برسل لوحدها. وهنا نشوف ازاي بعد كده نقدر نتنجها مع ايه مع برسل تاني. فبقول له خليها لي برسل لوحدها. تمام? ومجرد ما بقول له هنا وقت باجي هنا وبقول له انا عايز حاجة اسمها سلايد لاين كريت. سلايد لاين كريت. مجرد ما بضغط عليها هو بيسألني بيقول لي البرسل اللي اتعمل دي عايز بتاعها هيبقى شكله ايه? في الحالة دي مسلا هستاني. اخلي بتاعي مسلا اسمه رود. ده اللي يعني هنا هو الشكل بتاعي. وهنا الكتابة اللي جوه زي ما تشوفين هنا تزهر معي كتابة بيقول لي اسمها اتنين. يعني ايه ده اللي هو البرسل نين? ده الاسم بتاع البرسل نفسها. ففي الحالة دي انا مش عايز النيه انا عايز المساحة. اهي تمام? وبقول طبعا الكلام ده كله ممكن نغيره بعدين ما فيش اي مشكلة احنا بس نجيبه دلوقتي بحيس هو اي يبينهن لتوم ما احنا شغلته. مجرد ما بقول له اوكي. هو بيقول لي فين القطعة اللي انت عايز تقسمها ففي الحالة دي باختار له القطعة دي. تمام? بيقول لي فين خط الوجهة بدايته منين? تمام? فهبتدي اهد والله خط الوجهة بتاعتي ابتداء من النقطة دي. زي ما انت شايفين فيه خط اصفر. الخط الاصفر اللي زهر معي دي بيمثل اتجاه ايه التوزيع بتاع الوجهة بتاعتي. فمن هنا انا عايز اقول له والله هاوصل لحد هنا. تمام? زي ما اتن شايفين هو ايه اللي حد دي من هنا ونهايته هنا. والخط الاصفر ده اسمه جيججلاين. اسمه جيجلاين. تمام? عشان ده السؤال من اسئلت برضو ايه اللي انت حان بتاع او توزكي سعب ديجي. اه يبقى خط الواجهة هيبتدي من هنا وينتهي فين ينتهي معاين. مجرد بقول له ايه هو بيقول لي هنا هو يعني الزاوية اللي انت عايز تقسم بها هنا في الحالة دي لو انا اضطره تسعين انا عايز زاوية تسعين يبقى انا عايز عمودي على مين? على الخط بتاعي ده. مجرد بقول له انتر. زي ما انت شافين بدأ يقول لي ايه والله دي كده هتبقى شكل اول قطعة بتاعتك. شكلها بالشكل التاني. هل م功فع عليها ولا لا الواقل fellas result? بقول له mange организileyritis اوك اوكي. بعمل لي متى زي ما انت شافين. او القطعة هنا لادها الاسم اللي هو الرود. لأ بتاعها اللي هو الرود. والمساحة ميتين متر زي ما ايه زي ما قلت طبعا. حلو كده. بيقول لي دي القطعة التانية هيبقى شكلها كده ببقى اقول له يايس. طبعا هيعود يوقلي القطعة التالتة والرابعة وما الى زلك ده عشان انا عامل الايه? الاوتوماتيك مود عامله اوف. فالحالة دي بقول له لا اعمل هو اوتوماتيك زي من شايفين بدأ يعمل ايه? وزع التوزيع كله وفي الاخر خالص هيسيب لي اخر القطعة فين? في النهيان. مجرد ما بقول له اهو عمل لي كل القطعة واساب لي ايه? في سابل القطعة اللي ايه? القطعة الصغيرة اللي هنا دي. نفس الشي انا عايزه والله هيوزع دي. تمام? القطعة التانية. اللي هي دي. اه سيلكت برسل توزع ديفايد. اللي هي. ايه? سلايد لاين كاريد. باختار البرسل دي. بقول له والله الوجه هتبقي دي من اول هنا. وتوصل لحد. طبعا لازم ناخد ملل الخط الاصفر في انه الخط الوجهة. ماشي? يعني اولا انا اولا جيت جيت ناحية الخلف كده ممكن يجي من الطريقة من الخلف. انا عايز يجي مسلا لحد هنا. وبقول له انا عايز الزاوية تسعين. وانتر. تمام كده وبقول له اوكي. ماشي ونقول له ايه? انتر ونخرج برا الامر. انا دقيقة قرفت برا الامر. هبتدي اقول له والله انا عايز اصغر بس ايه كتابات شوية? واحد الى مية وخمسين زي ما انتم شايفين. طبعا هنا خلالي ايه? القطعة الاساسية اللي انا كنت بقسمها. بقت هنا الواحدة. ودي القطعة الاساسية اللي انا بقسمها. تمام كده? وبقيت القطعة نشوف كده بمساحات كام? هنا اعمال لي اول واحدة ميتين وواحد. لان انا تقيله عبارة عن كم? عبارة عن متين. فممكن يزوتها شوية او ممكن يقال لها شوية. هنا ميتين 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 تمام? حتى لو احنا اعملنا ماتش. ده هو ده. دي برضو متين. واخر القطع ازا مان شايفين بقت كام? متين وطمنتاشر. متين وكام? متين وطمنتاشر. اما هنا فاحنا عندي لها برضو ادي مشاوي ميتين ميتين ميتين. وعندي هنا دي شوية وبعدين هنا مية واحدة. فاحنا عايزين دلوقتي نعدل مسلا على سبيب ان انا عايز اعدل مين? عايز اعدل القطع دي اخليها دي كام عبارة عن قطع متين. لان هو عامل لي كله متين في معادة دي بوضها لي. حلو كده ما 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 طلعتش مزبوطة. فانا عايز اعمل القطعة دي متين والباقي ده ادمجه مع بعض. فكل ما هنالك انا هبتدي اقول له والله انا عايز بارسل اقول له بارسل كرياشن تولز. تمام? وفي نفس الويندو دي كده بعمل هنا وبقول له انا عايز مين? سلايد لاين ايدت. ايما انا عايز اعمل تعديل. سلايد لاين ايدت تمام كده? وبقول له اوكي. طبعا هو بياخد نفس المعايير اللي موجودة فبس بيسألني فين اللوت لاين فين الخط اللي انت عايز تعدله فبقول له الخط ده. تمام كده? بيقول لي فين البارسل اللي انت عايز تعدلها? فبقول له بارسل دي. بيقول لي فين الخط الوجهة بتاعتها بقول له والله من هنا ويمشي في الاتجاه ده تمام? وبيقول لي ايه الزاوية كان فبقول له تسعين وبضغط له انتر. اوكي. زي ما انا شايفين عدل القطع دي بقت متين. والباقي يجابه لي في انت جابه لي في القطع الاخيرة بقت متين وكانت متين اتنين وعشرين. هل كنت لنا اساسا ينفع لنا احرك الخط ده? بالفعل. انت مجرد ما بتضغط على هنا بيبتدي يتحرك معاك زي ما احنا شايفين الخط ده زي ما احنا شايفينه كده. ولكن انت عشان تزبطها وتجيبها متين بالزبط هتاخد معاك شوية وقت. فبالحالة دي لأ احنا بنرجع للتولز اللي متوفرة معنا. اللي هي مين? تمام كده? بحيس ان انا ايه بسهولة بتديه المعيار اللي انا عايزه وبالتالي بيقول لي فين الخط وفين الاريال اللي انت عايز ايه اللي انت عايز تعدلها. يبقى كده بشكل سهل وبسيط عمل لي تقسيم للاراضي كل متين متر. وسبلي القطع اللي في الاخر معاها ايه? ده مجري القطعتين مع بعض. وفي نفس الوقت من الجنب التاني عملي الايه الاريال بتاعتي. الاريال بتاعتي طبعا اخد زي ما شايفين اخد style معين. هو style عبارة عن اللون زائد الايه الكتابات ده style واللون ده عبارة عن style التاني. اه مجرد ما انا بتخطع مسلا على دي وبقول له بيجيب لك شوية تفاصيل لها بيقول لك المعلومات بتاعتها. ال style بتاعها زي ما انا شايفين مجرد ما انا بقول له مسلا open space وبيقول له apply. بيتغير زي ما انا شايفين دي الشكل على طول. وهنا بيقول لك ايه? يعني ايه بياخد بتاعنا ده في ال name بتاع نفسها. يعني ايه? ال name بتاع المفروض هو رقمها تلاتة. بس المسمة بتاعها اسمها ايه? هو سمها لك open space تلاتة. هو سمها كده. هل ينفع لنا غير المسمة ده? ينفع تغيير المسمة زي ما انت عاوز بعد كده ما فيش مشكلة. اهم شيء ان الموجودة في الملف الواحد في السيطر واحد ما ينفعش ان انت تكرر الاسم او تكرر الرقم. ينفعش تكرر الاسم او تكرر الرقم. تمام كده? فهو حاليا واخد اللي هو ده عبارة عن يعني نفسه هنا هو زي ما شايفينه وزايد الرقم زايد ايه? زايد الاسم بتاع مين بتاع البارسل نفسها. حلو? عرفنا منين الكلام ده ان هي موجودة ايه? موجودة بالفعل هنا. ولو انا دخلت حتى في ودخلت في الديزاين هنلاقي هنا هو بيقول لي والله البرسل نيم عبارة عن مين? البرسل ستايل زايد البرسل نمبر. ده اللي هو الاسم ايه? اسم القطع. ما لم انا اعمل لها اسم او مسمى جديد مختلف عن الاسم. تمام? طيب. نفس الشيء هو انا بقول لي الكتابة اللي ظاهرة دي هي عبارة عن برضو الاريا ستايل انت بتغيرها ممكن تخليها البرسل نيم مسلا على سبيل انسان بقول له هنا ده الرقم بتاعها. ممكن اسميها بتاعها بس. تمام كده? ممكن اغير داتا دي. طبعا دي ستايلات ممكن نعدل فيه زي ما احنا عايزين يعني مسلا هنا. هو ظهر لي المساحة بالاكرز دي الفدان تقريبا. والمساحة بالمتر المربع. طبعا انت بتدخل من هنا وبتعدل ستايل زي ما انت عاوز زي ما احنا عارفين بشكل عام. الاناليز دي العبارة عن مين? القطعة بتاعتك دي بيدي لك زي اللي هو الوصف الفعلي ودي والله انت بتبتدي النقطة بتاعتك النقطة الاساسية مسلا من الكورنة ده على حسب النقطة اللي هو مختارها وبعدين بتمشي عبارة عن خط سيجمنت لايم. الانحراف بتاعه كام? والطول بتاعه كام? والاحداسة بتاعه النورس والاست كام? يعني مسلا لو على سبيل المسألة وهو بدأ من النقطة دي. هيبتدي يقول لك والله الدلع ده اتجاهه ايه? والطول بتاعه ايه? والاست والنورس بتاعته ايه? وفي نفس الوقت الدلع التاني والتالت والربع. يبقى يوصف لك قطعة الارض عاملة ايه? عاملة ازاي? تمام? بعد كده في حاجة اسمها دي ممكن نبقى نرجع لها ايه? بعدين ده هو هنا بيقولي رقم بتاعها كام? وممكن احنا نضيف اه نضيف بعد كده نضيف حبة حاجات زي ما نشوف ايه? زي ما نشوف بعدين. حلو كده تمام? يبقى كده هو اعطاني مجموعة التفاصيل خاصة بمين? خاصة بالبرسل دي. طيب لو انا حبيت ان انا اعدل مجموعة ستايلات مرة واحدة. اه او اعيد ترقيم. احنا نشوف اعادة ترقيم او مجموعة ستايلات. مجرد ما بيختار اي واحدة فيهم. زي ما نشوفين بيظهر معي البر العلوي اللي فوق. هنا بيقول لي انت عايز تعدد الجيوميتر اللي بتاعها او بتاعيتها او ان انت عايز تعمل ايه? في مجموعة زي يعني هيعدل في مجموعة مع بعض. مجرد ما بضغط هنا. بيقول لي اختار زي ما انت عايزها. عملية الاختيار هنا زي ما شايفيني. اما بتديره مجموعة خطوط. لو انا عندي موجودة في الرسمة. بقدر اختار من خلالها. او اللي انا ممكن اقول له اه يعني كل القطع اللي موجودة. او بقول له على حسب السايت اللي موجود. في الحالة دي بقول له لا. يبقى انا هختار من هنا. وامشي بالترتيب ده عشان اخطوا باقي عشان الترتيب دايما بيبقى مهمة بالزياد في حالة الايه? في حالة بس في الحالة دي احنا بنغير ستايلات فما فيش مشكلة في الترتيب فهختار هنا واختار هنا واختار هنا. يبقى اي اي قطع او اي جزء هو عد عليه هيبتدي عدل لنا ايه بتاعه مجرد ما بقول له او كي زي ما انت شايفين هو ايه اختارهم كلهم اهو اعمل لهم هايلايت مجرد ما بقول له او كي بيتقطع لي الويندو دي. زي ما انت شايفين هنا هو دي وقت يوقف مين? اللي هي اول واحدة دي. اللي رقمها تلاتة. فلو انا عايز عدل بتاعها ممكن اعدل مسلا نخلي كمان كده هو بقول له اه اه بقول له او كي? مسلا على سبيل المسال هو وعدللي اول واحدة انا عايز اعدل المجموعة كلها معللش اختار كده كده и بقول له ايه انتر انتر. اي واحد عايز تعدلها بشكل فردي بنتبتدي تروح عليها بالسهم زي ما احنا شايفين. ولكن انا عايز اعدل المجموعة كلها مرة واحدة. المجموعة كلها عبارة لان انا حختار مسلا على سبيل المسال هختارهم كلهم يبقى هي zde node اغطى هنا على وفي مين? وفي السهم اللي نزل تحت. فبضغط عليه. فبيقول لي هل انت عايز تختار تمنتاشر بارسل. عايز تعمل فيهم تعمل فيهم كلهم بنفس الطريقة. فبقول له ياس. زي ما تشافين عدل لي الايه? عدل لي كل. نفس الشي انا عايز والله يزير لي بس ان البوينت البارسل نمبر بس. تمام كده? وبضغط له هنا بيبتدي ايه? يعدل في مين? يعدل في الكل. ومجرد انه بقول له اوكي. خلاص. يبقى كده عدل لي كل مرة واحدة محتاجتش لانا ايه? محتاجتش لانا اقاف على واحدة بشكل ايه? بشكل منفصل. لو حبيت اعيد ترقيم. نكبر شوية عشان نشوف بس الترقيم. حلو كده عايز اعيد ترقيم بحيس دي تبتدي رقم واحد ويبتدي ماشي كده. وبعدين يرجع ايه? يرجع هنا تاني. مجرد ما بضغط على اول واحدة مسلا. وبقول له تمام كده? فبيقول لي والله انت عايز تشغل انت صايت واحد بالفعل. عايز تبتدي من رقم كام وتمشي كل كام. ففي الحالة دي بقول له انا عايز ابتدي من رقم واحد وامشي كل واحد ومجرد ما بقول له اوكي. وباختار من هنا 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 وبرجع هنا تاني. فبياخد بنفس الترتيب الخط اللي انا مشيه ده دلوقتي. مجرد ما بقول له اوكي انتر انتر زي ما ان شافين بقت واحد اتنين تلاتة اربعة وما الى زلك لحد القطع رقم كام القطعة رقم تمنتاشرة. يبقى انا كده قدرت ان انا احول قطعة اه او جزئية. اه مرسومة طبعا هي من البداية كنا انت بس الفكرة كلها انت في العادي مسلا بيتم تخطيط المخطط وبيتعمل بتاعته وباعت بعدين بيتعمل الخط الواجهة بتاع كل صور بتاع مسلا كل مبنى. يبقى خلاص انت مسلا على سبيل المسال انت عندنا مسلا على سبيل المسال احنا عندنا قطعة الارض دي. من النقطة دي. للنقطة دي هوا كان كام ستة متر واربعين. مسلا فبنعمل من سنتر لاين ستة متر واربعين. من هنا ايجي هنا. تمام? بيبدا كده الخط الاساسي الاولاني. وعندنا مسلا. طبعا دي على حسب بقى معيير مين? معيير تورو نفسها بتاعت اللي ايه? بتاعت المخطط او الجهة اللي انت بتخطط طبعها مسلا الامانة او ما الى ذلك. تمام كده? بتجيب انت ما ايه? بتجيب من سنتر لاين تقول والله مفروض عرض الطريق ده على سبيل المنسال عرض الطريق يكون اه الاجمالي عرض الطريق من وجه المبنى دوت لوجه المبنى من وجه الصور ده. الوجه الصور ده مسلا اه عرضهم عشرين متر. فانت بتاخد من سنتر لاين عشرة متر وعشرة متر يبقى ده خط مين? خط البرسل الوجهة الاساسية بتاعك من هنا ومن هنا وفي نفس الوقت خط البرسل بناء على الخط اللي هنا بتاخد منه افسد. فبتعمل شكل عبارة عن مين? زي على سبيل المسال لو ايه? بيبقى خط الوجه اللي هو ده. بالزبط كده ببقى عبارة عن خط من هنا. وخط تاني. من هنا لكده. يبقى ده خط الايه? خط الاساس بتاعك اللي انت عتبتني عليه مين? عتبني عليه الوجهات بتاعتك. كما انت عندك تلت خطوط الخط ده. وده. وده. دول جم منين عبارة عن مسافة من بناء على عرض الطريق اللي ايه? اللي موجود. وبالتالي بترفل انت الشكل على حسب هنا بيبقى شنفر او بيبقى فلت زي كده. وبتبتدي تعمل ايه? تقسيم للاراضي اللي ايه? الداخل ايه? ده كده في حقيقة لو انا عايزة عمل انت مين? بعمل تقسيم المخطط بتاعي مناء على مين? على معيير. على سبيل المثال هاخد انا الخط الشكل ده كده. اقول له والله انا عايزة اعمل. اول شي بحول قطع من اللي يكونوا موجودين لبارسل نفسها. حلو كده. بقول له انا عايزة بارسل نمبر وبقول له اوكي. تمام? اتحول لتايزة ما شافين بقت القطع رقم تسعتاشر. هو مكمل طبعا العداد على اللي فات. ببتدي اقول له والله هنا عايزة اعمل بارسل كرياشن توز. وبتدينه المعطيات بتاعتي. في الحالة دي انا هتدي له مسلا نفس المعطيات. وبقول له سلايد لاين كريات. وبختار له مين? انا عايزة هنا البارسل نمبر مسلا. اه نمبر قدي بارسل نمبر وبقول له اوكي. وبختار القطعة. بيقول له فين خط الوجهة بتاعي. بقول له خط الوجهة ببتدي من هنا. ويفضل ماشي لحد ما يوصل. حد ما يوصل هنا. ومجرد طبعا هنا زي ما انت شايفين. انا هقول له هنا ضفلي الاخيرة دي على اخر قطعة. اللي هي جزء الاخر. وبقول له بحيس يعمل لي وانتظر لحظات. وبضغط انتر تاني. زي ما انت شايفين مباشرة راجعنا عمل لي عمل لي تقسيم لكل القطعة اللي موجودة. احيانا بقى انت ممكن بيجي تعدل في حتات مسلا زي كده. هتبتدي تعدل مسلا على سبيل المسال الخط ده. تبتدي تعدله بحيس يجي مسلا بشكل بشكل كده. او سوري انا هايزة عشان هو لحم مع بعضه. زي كده. مسلا الخط ده انا مش عايزه فممكن تلغيب تقول له تمام كده بحيس بقى انت قطعتين دول كبار. تمام? هنا بحيس لو انت عايزة بشكل مسلا عمودي او حاجة. هو في القطة معيش هناك. نحن عايزين اه اه او ما فيش او بش او بش او سناب. برضو نفس الشيء. طيب. انا ايه القطعة الكبيرة بتاعتنا. طبعا تغيير شكل القطعة مسلا من ضمن الحاجات انا ممكن عايز اعمل القطعة دي ببقى شكلها شوية. هديها مسلا تاني اللي هو مسلا على سبيل المسال اللي هو وببتدي ادخل على ده. في حاجة عزيزة احب اعملها دايما اللي هو الباترن. الباترن ده اللي انا بعمل لها عبارة عن اه تهشير. حلو كده. والتهشير ده ممكن اعمل تهشير لكامل القطع او تهشير بس للحواف فرماعة من تهشير للحواف مسلا على بعض مسلا متر ونص من الحواف. انا مباكي في قائمة هنا. في البلايين هو دائما بالتهشير مفهول لأ بفتحه وبعدل مسلا ايه شكل التهشير بتاعي بحيس اه خليه مسلا على سبيل المسال. بالشكل ده مسلا. حلو كده بقول له اوكي. بتاعه بقول له بوينتو فايف. واللوم بتاعه هغيره مسلا. ناخد لي اوكي اوكي اوكي. ده ما انتم شايفين عمال لي ايه? تهشيري ودي كده قطعة ايه? دي كده حدوث القطعة لانه هو بعمل التهشير لجوه والقطعة مش ايه? مش لبره. تمام? عاجب من التهشير ده انا عبيت مسلا اطبقه في كازا حاجة بقول له باختار القطعة اللي انا عايزيه اعدل فيها الشكل بيتعدل الشكل مباشرة لانه ادعو برا عن مين? عبارة عن ستايل نقدر ايه نشتغل بي. ده كده في حيات اللي انا حبيت اعمل بالسلايد لاين كرييت. اه دلوقتي يعني بتيدي نشوف نفس الملف اللي احنا كنا اختاره مرة اللي فاتة اللي واقف معانا كده وما رضيش ده. ازاي اخد مخطط انا مخطط عبارة عن مخطط كاد. واحوله من من اه شكل كاد زي ما احنا شايفينهم كده بالتفاصيل زي ما احنا شايفين لو احنا عملنا شوية زوم وشوفنا التفاصيل بتاعتنا. هنا هو عامل المخطط مقسم الراجل ما فيش مشكلة وكاتب الكتابات بتاعته ولكن كلها عبارة عن كتابات فقط. فتخيل على سبيل المثال اه جم قالو لك لا والله يا شام احنا عنا نبتدي نعدل الترقيم ده بالكامل من البداية لحد النهاية بدلا ما هو بدل من هنا مسلا ومشا كده ورجع هنا تاني لانا عايزة ابتدي من فوق هنا وارجع الف ترقيم كده حلو. وابتدي برقم تاني خالص مش الرقم ده اساسا. آآ زائد الاطوار اللي مكتوبة ده اشيل هالي وابتدي مكانها الاريات. طبعا الكلام ده كله هياخد وقت رهيب في الاوتوكاكت. احنا من الكلام ده مخطط يا عبر صغير الى حد ما انت ممكن تقعد يوم واحد في الكامل تعمله هنا. تعمل المخطط ده. احنا زي ما نشايفين المخطط ده احنا في لحظات هنعمله في في السبل سري دي. حد لي اي تفاصيل اه سوري اي اسئلة سريعة. المهم الصوت باين وكل حاجة باينة عشان اكمل انا على طول لسه في ايه? دايب الله يباريك لك يا رب. ناشي. دلوقتي انا هبتدي اخد المخطط اللي انتو شايفينه ده? هاخد منه جزء. طبعا هو المخطط ده موجود معاكم على اللينك. هاخد منه جزء اللي هي الجزء الخاص بالقطع. وابتدي او اديه في ملف تاني وبتدي اتعامل معاه. دايما لما يجي انا شخصيا يعني اما بكي اتعامل مع ملفات كاد لازم بنظف الملف تماما. وببقى شوف الغرض من ملف الكاد دقيق. الغرض منه اللي انا هطلع مسلا احداثيات او اعمل منه مثلا شغل زي كده يبقى لازم الغي اي مناسيم موجودة في الملف. لازم الغي اي مناسيم موجودة في الملف. زيت لازم الغي او انظف الملف نفسه. فالحالة دي هنبتدي نعمل مجموعة حاجات مسلا هتدي اقفل ليرات انا شايفة ان ايه ملهاش لازمة معي حاليا. زي مسلا اللير بتاع الطرق ده. واللير مسلا دي. طبعا هو هنا دي لير زيرو هبتدي ايه. اقف على لاير تاني انا مسلا كده. وبقول له ايه في اللير دي. تمام كده? اه برضو دي نفس الشي. بحيز اخلي بس اللير اللير اللي فاتح شير ده. وتقريبا اللير دي. تمام. يبقى انا كده ايه? حتى المجموعة دي. نظر موجودين على لاير التانية? او لا موجود على مين? اه طيب. انا عايز مين? انا عايز بس الجزء اللي فيه. اللي فيه الكتابات. واللي فيه القطع. فهبتدي اختار كده. وانهو في مجموعة الحاجات دي كده. طبعا على حسب بقى المفروض ايه? ان هو ما مش عاملين ها بتاع. مسلا وهشيط الدول كده سريعا. طبعا انتم مفروض ايه? انا كل ما هناك انا هاخد من اللي موجود هنا. بقول له المجموعة دي. كلها. طبعا. ايما دي المجموعة اللي انا ايه? هتدي اخدها معايا. هاخدها من كده. وما باشتغلش في نفس الملف عادة باختوه. وباجي في ملفي طبعا جديد. بقول له ايه? تمام كده? يبقى دا كده الملف بتاعي اللي هو الملف الكاد انا لسه معناتش فيه اي ايه? اي تفاصيل حتى الان. رقم واحد ككتابات انا هحتاجها بعد كده عشان بس ايه? ارقم على اساس. عشان ارقم على اساس. فهبدي ايه? اخد مسلا منهم اختار معاملهم. كده اختار هم لي كلهم. وبقول له موف. حرج هم لي الكامل. مسلا. تمام ببقى فاتح الارثو اشغل الارثو معي. ادي الارثو 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 ده. تمام كده. وبحركهم بكيما سابتة مسلا لمية الف مسلا. على سبيل المسال. بحس يبعدوا ايه? يبقوا جنب مني في نفس الرسمة ولكن على الشمال كده. لانا مش هحتاجهم في شيء الا لان ايه? هعمل اه الشغل شباهه. تمام? طيب. لو انا بصيت في الملف ده. الله يهديد اللي عمل الملف. زي ما انتم شايفين هو اعمل القطع مقفول ما فيش مشكلة ولكن عندي خطوط كتير هيتبقى فوق بعض. الخط اللي كان في القطع الهنا والخط اللي في القطع من فوق ومن هنا وما الى ذلك. طبعا لا يفضل ان انت تشتغل على الملف كما هو. المفروض اول شي بتاعلم عني مسلا تقول له بحيز يخلي لك كل القطع الوحدة. ونبتدي نعمل مجموعة حاجات. في حاجة اسمها امر اسمه ماب كلين. ماب كلين. ونرى ما بضغط انتر بتظهر لي الويندو دي. طبعا ما ممكن نشكله بس بيختلف من اصدرال التاني. في الحالة دي بقول له انا عايز اعمل كلين او تنضيف مين للمجموعة الحاجات اللي موجودة هنا. وبقول له اوكي. فهو اختار لمجموعة الحاجات دي. بقول له ايه الاكشن بتاعي? وقول له والله اه اه لو في حاجة متكررة لغيها. تمام كده? في حاجة لو في اجزاء متقاطعة انا عايز كل جزء ايه? يبقى ايه? يبقى جزء منفاصي. يعني مسلا لو عندي اكس او ورعا خطين مع بعض. فبقول له لا ايه? اكسر لي الايه? اكسر لي الاتنين. تمام كده? بحيس يبقى كل جزء ايه? لوحده. تمام? طبعا هو فيه اوبشنز كتيرة لكن انا هخبر مسلا الاتنين اوبشن دول وابتدي اخش على المرحلة اللي بعديها. هنا بيقول لي اللاين اه عندي لاين والارك والثري دي بولي لاين والسيرك اللي هو ملازل. انا بقول له لو لاين او او ارك او دي بولاين حولهم لي التلاتة اللي ايه? حولهم لي بولي لاين وبقول له اوكي. هو دلوقتي اعمال لي ايه? فصل لي كل خط زي ما ان شايفين. لو هو لو كان هو خط متصل لا فصله لي كده. حلو? ده رقم واحد ورقم اتنين ممكن لو احنا عملنا مثلا هنا زي ما ان شايفين لسه فيه خطوص وبعض يعني الخط ده لو انا عملت له هنلاقي خط تاني تحت منه. فعشان كده بنستخدم امر تاني اللي هو اسمه امر طبعا دي كلها اوامر تنضيف. او امرنا تنضيف لليه? للرسم هو جرد. وبختار الـ over كله وبختار المجموعة كلها وبقول له enter. هنا في العادي بتبقى الـ options دي مش مقفولة. ففي الحالة دي بقول له ignore object property لان هو دولتي هيشيل ايه? كل خطين فوق بعض ليهم نفس المواصفات. وليهم اه نفس المفوض في الحالة انا انا مخترتش هنا. لو هما ليهم نفس المواصفات وليهم نفس الطول وليهم نفس الـ layer ولفس الـ color. هيشيله واحد ويخلي واحد. ففي الحالة دي بقول له حتى تجاهل الـ layer وتجاهل مين الـ color? ليه? لان زي ما شفنا ان هنا فيه خطين بلونين مختلفين. فساعتها هيفضلوا زي ما هما موجودين. لأ انا عايز اشيل واحد وخلي واحد. فهو بيشيل واحد ويخلي واحد طول ما هما الايه الـ properties بتاعتهم او الخصائص بتاعتهم متطبقة تماما? فيما عادة color والايه والـ layer. بقول له اوكي تمام? هيبتجي نشيل مجموعة عناصر. حلو? يعني انا بصيت هنا هلاقي انو الخطة ده مسلا في منطقة فيها كيرف زي مسلا هنا كده. تمام? هو في كيرف وفي خط المصدقين باقي. فانت عايز تبقي ده ولا تبقي ده فبتحدده وتقول له ايه والله الباقي تشيله على طول. مسلا هشيل دي واشيل دي. حيزا انا عايزها بسا من شكل كيرف. ونفس الشيء كيرف ده انا مش عايزه. وايه? هخلي هشيل دي وهشيل دي. طبعا يبقى انت ايه? آآ ريين. طيب دي كده. نلحق نجبعين. تمام? يبقى كده ايه دي ايه حاجة سريعة لان ايه بنظف ايه اللوحة بتاعتي. وفي نفس الوقت ام جاي معلم عنهم زي الباشا كده. واحاول اخليهم كلهم لون واحد. على ليار ايه? على ليار واحد. محل? يبقى انا كده عملت تنظيف للوحة والشغل بتاعي تمام? ان شاء الله. اهم شيء برضو بعد كده ان انا بعمل ايه? بنيجي على قيمة اكس بريس تولز. بنيجي في الموضيفاي وبقول له في لاتين دي مهمتها ان هو بيخلي كل العناصر اللي انت هتختارها كلها على الليفل سفر. كلها على الليفل سفر. وده المطلوب لان انا بقى بشتغل بلان فالبلان ما بفوش ايه? ما بفوش يفضل انت بتشتغل عليه بدون ايه? بدون ايه مناسيب. حلو كده? لان ما فيش غرض من المناسيب فيه فبالتالي انا مش عايز منه ايه مناسيب. مجرد ما بضغط انتر وبقول له انتر. وانتصر عليه لأحزاثات هو بيشوف لو فيه خط ليه منسوب هيبتدي يخليه منسوبة ايه للصفر وما الى ذلك. طبعا ممكن بياخد شوية طوات على حسب بيه حجم مين? حجم الملف عندك. كده الملف بتاعي انا جاهز لمين? جاهز لعملية ايه? عملية الاخراج اللي ايه? النهائي. ده راجع عند الملف الاساسي ده. عم بس اللي ايه? بحيز ازهر كل حاجة فيه كل التفاصيل اللي فيه. تمام? ده اللي هو الملف مين? الملف الاساسي. حلو ده كده الملف الاساسي. زي ما انت شايفين? انا كده بالنسبة لي لو احنا بدأنا كبداية. لو انا جالي الملف مخطط عبارة عن بدون اي كتابات بدون اي شيء المطلوب مني اللي انا احط كتابة على كل قطع زي ما احنا شايفين. زايد اللي انا احط الايه? الاطور بتاعت كل ايه? بتاعت كل قطع. طبعا لو انا بدأت في الكاد. لو احنا على سبيل المسال نفس الملف ده واحد هتشتغل بيه على الكاد واحد هتشتغل بيه على السيفل والاتنين مطلوب منهم انهم يعملوا نفس الايه? نفس الكلام. حلو كده. طبعا في الكاد انت عدد بتاعت بقى كل قطعة وتكتدي تعمل بقى مسلا على سبيل المسال بدلا ما هو هنا لان هو مسلا هو عامله هنا. لا انت ممكن تعمل بس بدون الخطوط بتاعته. وحيس ايه? بتطلع الايه الكتابات. يبقى انت بتوفر على نفسك شوية وقت. حلو كده. نفس الشيء الكتابات دي انت ممكن تنزل صف الكتابات. احنا ممكن حتى على سبيل المسال هاخد دي. هاجي هنا. تمام? هاريكم حاجة سيعة برضو في ديه? في الكاد. تمام? لو احنا عددها مسلا كتابة زي كده وانا عايز اكررها اقول له كوبي. من النقطة دي. ماشي وانا عمل له مسلا خمستاشر وره. وانجيبهم بالشكل. مسلا يعني على سبيل الحاجة زي كده. تمام? ايه الشوما طبعا ايه عشان المسافات مش منتظمة. هتبقى ايه هتبقى عاملة كده. طيب. بنفس الوقت انا حبيت اللي انا اقدي كل واحدة ايه? اعمل لكل واحدة الكتابات بتاعتي اعدل الكتابات. ممكن سريعا بقول له. وبعمل هنا ايه حاجة اسمها اوتو نامفر. تمام? وبختار له المجموعة دي. وبقول له انتر. فهو بيقول لي على حسب الاردر اللي انت اخترته ولا على حسب الاكس ولا الواي. فهنا في الحالة انا ماشي على حسب الاكس فبقول له انت عتبتدي من رقم كم? هبتدي من رقم واحد. وعتمش كل كم? همشي كل واحد. مجرد بقول له واحد كما واحد. وبقول له انتر. فبيقول لي هل اعمل هلك الكتابة اللي انت عتزهر قبل الكتابة ولا بعدها فبقول له الكتابة اللي موجودة وحطيه الكتابة جديدة. فزا انت شايفين رقم هل سريعا قال لي واحد اتنين تلات اربعة اخمسة ومائل ازالي. ده كده شغل مين? شغل الكاد. شغل مين? شغل الكاد. طبعا احنا مش جايين هنا عشان الكادة. احنا جايين عشان مين? عشان السيفر. طيب المطلوب مني لان ازهر ايه? ازهر رقم القطعة. وازهر الابعاد بتاعتها زي ما احنا شايفين. يبقى كل ما هنالك لان انا هاجي في امر هوم. اقول له بارسل. واقول له بارسل فروم اوبجيكتز. تمام? وبختر له العناصر كلها مرة واحدة زي ما احنا شايفين كده. وبقول له انتر. فالرجل بقول لي انا هاتوم لك في السايت رقم واحد. وهاتوم لك بتاعتك هيبقى شكلها ايه? فمشو كده هقول له ايا كان الشكل. اهم شيء عندي هنا انا عايز البرسل نمبر. وفي نفس الوقت انا عايز اوتوماتيك اد سيجمنت ليبولز. اد سيجمنت ليبولز اللي هي القطع نفسها كل قطع كل سيجمنت فيها اكتب لي الكتابة بتاعيه. فهو بيقول لي انت عندك حالة اللي عندك في حالة لو هي فيك خط مستقيم وفيه كيرف. ففي الكيرف انت عايز تبين ايه? في الكيرف انا عايز ابين الديستنس بتاعتي حلو? وزي ما نشوفين في حاجة اسمها وفي حاجة اسمها الديستنس العادية. فانا بختار الديستنس دي وهغير بس لون هاستأذنكم كده سريعا. لانا يبقى لونها ازرق. انا عايز اخير لونها ادي الديستنس وهقول له والله الديستنس دي خليها لي باللون الابيض. وفي نفس الوقت يشل لي حرف الام اللي هايزها بينا. تمام? مش يبقى في حالة لو هيجي خط مستقيم هجيب لي وبرضو في حالة الكيرف يجيب لي وين? يجيب لي نفس الشيء. ومجرد ما بقول له. هو بيقول لي حتى اشلك الخطوط اللي موجودة فبقول له ماشي شلها لي. مجرد ما بقول له اوكي. وبنتظر لحظات كده زي البشوات. ونقول بسم الله. طبعا لو لو حد ناسي شغال على الكاد يعني زميل اللي شغال على الكاد بسم الله واشاء الله هو شغال لغاية دلوقتي. انا خلاص خلصت. يعني احنا لو بصينا هنا كده اه دي واحد اللي بتاني وخمسين. انا خلصت المخطط بالكادمل. كتبت عليه كل القطع زي ما انت شايفين. رقم القطعة والكتابات بتاعتها. انا المخطط بالكامل خلص. وصاحبي لسه شغال في اول ايه? في اول القطعتين لو حد دي هو شغال على ايه? على الواتوكات. حلو جدا. فدي شفتوا الباور بتاع السيبل تري دي دي نواف لحظات المخطط بالكامل كتبه لي. طبعا الترقيم هتقدر تعدله زي ما انت عاوز. تكتب على حسب الزونز. ولكن هو زي ما قلنا الترقيم ما بيتكررش. يعني هو هنا زي من شايفين هنا مسلا عامل ايه? عامل رقم واحد في موجودة هنا. في رقم واحد موجودة هنا. ولكن انت ممكن تتفادى كده. هو عامل زون او. وهنا مسلا زون ار. يبقى نسميه مسلا واحد ار اتنين ار اثنين ار ثلاث ار. وما الى ذلك. فحنا هناخد الزونز دي حتى عشان اقريكم. هادي. مطرول سي. وهاجي هنا. واقول له. تمام كده يبقى دي زون اسمها زون ار ودي زون مين زون او. وللعلم هو قدرا كده وطبعا انشان اللي عمل ملف ده ملف جايبه من موقع على امريكا الجنوبية. زي ما شايفين هنا القطع كلها كام ستتاشر متر وستة خمستاشر متر وستة في حين ان هو فعليا كتبها كامل شباب? هو فعليا كتبها كامل? ستتاشر متر. يعني هو نيسي يغير هنا فطبعا عشان يغير كلام ده كله عايز وقت. لكن هو فعليا لو احنا جينا اثناء ونرى ومن هنا لحد هنا زي ما نشايفين كامل خمستاشر متر وخمسة سنتي ونص. حين ان هو كامل كتبها ستتاشر متر انها اخدها كتابة ونسي يعدلها. طبعا دي من الحاجات اللي ايه? تودي في ايه? تودي في مصائب كبيرة. فهي احنا مش الحمد لله الامور ماشية تمام. كل القطع زي ما نشايفين. في غير كلها في ايه? ان انا هنا مش عملت بس القطع. لا انا هنا ممكن اطلع كل الداتا الخاصة بالقطع زي ما هنشوف اقدر اغير اي متغير انها عايزه على القطع في لحظات. يعني على سبيل المسال انا اغير الترقيم. ادي الترقيم بتاعنا المفهول يبتدي هنا مسلا من احنا ماشي من هنا. دي تاني تاني قسم اللي هو ده. حلو كده هو ماشي من هنا من واحد لتلاتاشر وراجع تاني. يعني ماشى ماشى كده من هنا لحد هنا. وبعدين من هنا لحد مين لحد هنا. تمام كده? هناخده زي ما هو. ومشيها رجعها الف وهو اقول له انتر. اهو. حلو كده? تمام? انا عايز اعدل الترقيم بناعا على هذا الاساس. ولكن لازم تاخد بالك عشان احنا محاولين من ملف كاد لملف سفل احيانا ملف الكاد اساسها ما بيقواش سليم. ازاي? زي ما انشوفين القطع ما فيش مشكلة لكن في حاجة هنا بسيطة او جابين. دي قطع هنا صغيرة. القطع دي كانت من اين? لان الخطين هنا مش راجبين على بعض. الخطين هنا في الكاد نفسه مش خطين ايه? مش راجبين مع بعض. فيه قط زيادة هنا. بالحالة هنا ممكن اشير الخط الزيادة دي هتطلاغ القطع اللي كانت ايه? اللي كانت موجودة ايه? الموجودة هنا. تمام كده? ماشي. يبقى انا حتدي اعدل الترقيم مسلا على سبيل المسال ولكن هنا هسامي ار لان زي ما قولنا الرقم واحد مش هيتكرر مع اي اتاني في الرسم. فهسمي المنطقة دي ابتداء من الاول هنا الحد هنا كده هساميه ار واحد ار اتنين ار تلاتة وما الى زيادة. فباختار اول واحدة. وبقولو انا عايز عندي ري نامبر. تمام كده? وهنا بدل ما بقولو ري نام لأ بقولو اه سوري ما بقولو ري نامبر بقولو ري نام وبحط الاسم بتاعي هنا دي مسلا زون على سبيل المسال انت ممكن تسميها ار على طول ادي ار داش وبقولو ايه يعني ايه الرقم التسلسلي اللي بعد مني هبتدي من رقم واحد وهمشي كل واحد. يبقى كده القطع تلات دي هيسمها ار واحد ار اتنين ار تلاتة وما الى زلك. وجرد ما هقولو اوكي وبقولو اوكي تمام? هو بيقولو انت عايز تمشي بقى اني ترتيب ممكن امشي اختار له على الرسمة او اقولو والله في بولي لاين اللي انا ايه اللي انا رسمته ده بالفعل اللي هو ده. مجرد ما بقولو انتر انتر وننتظر لحظات. طبعا زي ما ان شايفين انا بالنسبة لي ما حصلش شيء لان انا ازهرت هنا من رقم القطعة. هنا رقم القطعة. ولكن لو انا دخلت على القطعة دي مسلا قلت له في ساعتها زي ما ان شايفين اسمها ايه ار واحد وفي الوقت لو خطوه بالكو هنا ما بقاش اسمها واحد لا اسمها ار واحد. يعني لو انا غيرت مسلا القطعة دي وقلت له انا عايز ازهر بتاعتها زي ما شايفين اسمها ايه? بايزيك اتي سيكس. لان هي اسمها اساسا اتي سيكس ولكن انا هنا لأ انا حتدي اعدل المجموعة دي هقولو مالتيبل برو بيرت اللي هم المجموعة دي كده اختار من هنا لهنا لهنا لهنا. كل المجموعة دي انا عايز اعدل مين? اعدل بتاعها. بحيس هيبقى البوينت مين? البوينت نيم. وبضغط له هنا وبقول له ييس اوكي. زي ما ان شايفين تسمى هالي ار واحد ار اتنين ار تلاتة ار اربعة وما الازالت من البداية لحد لحد النهاية. تمام? يبقى انا كده في لحظات اغيرت المسمعات كلها. ازهرت الكتابات كلها ما فيش مشكلة معايا. بنفس الوقت انا عايز اطلع الجزئية دي ما هو ما شايفين احنا راجعنا للوحة بتاعته. مسلا منطقة الار اللي هو مختارها دي. لو عملنا شوية زوم عند لقى على اليمين هنا هو راجعنا عامل مين? عامل جدول في الاريات الاريا واحد الارياتها كام والاريا رقم اتنين كام وما الى زي. هنتدى برضو حنعمل جدول زيه هو مش حسن من هنا. هنتدى نقول له والله انا عايز اعمل آآ وبقول له تيبل. وتيبل دي عبارة عن بارسل. اللي هو اريا تيبل تمام كده? وبختار له من على رسمة مجموعة مين? مجموعة القطع دي وبقول له اوكي هو اختارهم لهم ستة عشرين قطعة. تمام? مجرد ما بقول له اوكي وبنزل الجدول بتاعي هنا بيقول لي والله الجدول بتاعك زي من شايفين هو بدأ بالقطع ماتين وخمستاشر لانه هنا واغلا ضيبين برسل نمبر مش البرسل نمبر. حلو? ولكن زي من شايفين هو مفروض الجدول ده يعني هو هنا مفصول انا مش عايز افصله انا عايز اخلي كله جدول واحد. هنا في ماتين وخمستاشر متين وستاشر متين وسبعتاشر وتحت هنا مية اتنين وسبعين. مية اتنين وستين ومية ازال. حلو كده. المفوض لو انت عايز تعدل ترتيب الجدول بتعدل الستايل تلك يمين عليه وبتقول له اديتبو استايل وبتعدل هنا بحيس يرتبهم لك بالارقام من البداية لحد مين لحد النهائية. ولكن انا مش عايز اظهر البرسل نمبر انا عايز اغازة برسل نيم بعمل تلك يمين وبقول له انا عايز اديتبو هوا هنا البرسل ايه البرسل النمبر فبضغط عليها وبقول له والله انا مش عايز النمبر انا عايز مين وبقول له اوكي اوكي زي من شايفين كتبها لي ار واحد ار اتنين ار تلاتة وقال لي كل واحدة كام? المحيط بتاعها كام? واطوال الاضلاع كام? وانحرافات الاضلاع كمان بتاعته كام? يعني اعطني مجموعات مش موجودة في مين? مش موجودة في ايه? في الابشنز التانية بتاعت مين? بتاعت الكاد? اوبشنز كتيرة. والجدول ده جدول ده اه ديناميك يعني لو انا غيرت اي حاجة في القطع على سبيل النساء انا هفصل مسلا البيو بتاعتنا كده. وعمل هنا شوية زوم والقطعة كان القطعة ار واحد او ار اتنين حتدي اعادل فيها. ادي التعديل بتاعي مسلا. طبعا هنا عشان التعديل ده انا عدلت في اي وقت لعمل هنا كده. زي ما انتم شايفين الاطوال اللي تعديلت هنا وهنا وهنا الاطوال اللي تعديلت وتعدلت مباشرة ونفس الشيء الطول هنا. كل ما هو تم تغييره تم تعديله وفي نفس الوقت الاطوال بتاعتي تعديلت هنا. يعني مسلا الار واحد انا كان عندي اه هنا هو اخد طول اجمالي. اه طيب ماشي خلو. انا زي ما شايفين هو اخد الطول الاجمالي بتاع القطعة اللي هي من البداية لحد النهائي. طبعا ده المفروض ايه? المفروض هو بياخد عند مين? عند الكسرات فقط. فدي احنا ممكن نعدل دي بتاعة الجدول. نشوف الجدول كده للسيجمنت لينز. اه لا هو هنا واخد القطعة بالكامل اه. لان هو الخط كامل فاخدها بالكامل. فاحنا ممكن نشيل حتى الجدول ده. ماشي نشيل ونشيل ده ونشيل ده. وبقول له اوكي. هيسيب ايه لالاتنين دول ولكن العاص دي كاريا. لو احنا عدلنا تاني مسلا عن صغر اريت واحد دي خالص انا اقول له نيرست ونصغر الاريا خالص زي ما نشوفين الاريات بدأت تتعدل ايه? معانا الاريا واحد هي اللي كبرت وفي اريا تالية اللي هي ربما وسبعين دي جات مينة. بسم الله. هنا اهي. اعدل دي. اصغرها شوية زي ما نشوفين مباشرة بتتعدل معي الاريا في الجدول. مفيش مشكلة انا هنعملو ايه ديناميك للتغيير. طيب. اه من ضمن الحاجات اللي طبعا مهمة جدا اللي احنا ممكن نعملها لانا عايز مين? انا عايز اه بس كده كده. بسم الله. طيب. انا عايز عمل تقرير بالتفاصيل دي كلها اطلحها مين? اطلحها برا. اه اه مسلا مجموعة الارقام اللي هنا ديه. طبعا هو هنا الارقام زي وانا الارقام ما بتتكررش. فلانا عايز اطلع بس المجموعة دي من المخطط بالكامل. ممكن اعمل اعادة ترقيم للمخطط الجزء ده. بحيث اعرف الحاجة بتاعته ايه او ان انا بطلع احداسياته بناءا على مين? عاملو بعد كي فلتر بناءا على النيم اللي ايه? النيم اللي موجود. اه بصور بارسل نيم اعتقد. طيب نشوف كده ممكن نطلع ايه? في هنا في الريبورت. مالو جيت انا عندي في البرسل. طبعا كده? وقلت له فيه كزا بقى فيه كزا فيه كزا الريبورت ممكن يطلع اهم واحد بالنسبة لحاجة اسمها البرسل ما بتشيك. لان ده الوحيد اللي هيطلع لي الاحداسيات ايه? بالكامل. في حاجة بيطلع لي ده زي اللي كان جوا. اه بطلو مسلا اوكي نبتدي نشوف ده. بيقول لك طول كام ويعني مسلا يقول لك القطع الفلانية. ايه مسلا على سبيل المسال. اه مسلا في القطع دي بدأت مسلا من النقطة دي ومشت باتجاه كام وبعدين بزاوية اه سوري الحرف كام وطول كام وما الى زلك. ده مهم مش معنا او الليجال ديسكريبشن. مهم معاملين المابي تشيك. بقول له اكسيكيوت. كده. زي ما شافين هنا في المابي تشيك. ممكن اطلع كل القطع مرة واحدة. او بختار له مجموعة قطع اللي ايه اللي انا عايزها. ففي الحالة دي مسلا اللي انا قلت له عايز اطلع كل القطع اللي في المشروع. واطلعها بشكل. اه اكسل. وبقول له. واني بتدني نشوفها. قبل ما نشوف شوية مية. طيب. طمام. هنا زي ما احنا شافين طلع لي. قال لي والله اللي عندك اللي اسمها البازيك واحد. والديسكريبشن بتاعها ايه. وبيبتدي الترقيم بتاعها او الشغل بتاع الطريق بتاعها سوري بتاع بتاع الشكل بتاعها بيبتدي من نقطة معينة وبيبشي حكس عارب الساعة. لان هو بيدي لك بعكية كل خط انحرفه ايه. والطول بتاعه كام والنشتين كام والاستينجشن. هي دي اجيب لك كل القطع من القطع بتاعتك زي ما شافينا فين كلها ظهرت معاني. طبعا هي الفكرة كلها ان هو جايب هنا بيقوله زي ما شافين في حاجة اسمها السايت واحد. والبيس كمية. يعني هو ممكن السايت دي. فكرة السايت ان هي اه كأنها زي ما نقول اللي هي شنطة. فانت بتحط كل القطع بتاعتك في شنطة واحدة. فبالتالي اي تغيير في اي قطعة بيأثر مباشرة في القطعة اللي جنبها. فانت ممكن مجموعة دي مثلا البرسل دي كده بدل ما هي في في السايت ده هي موجودة بالفعل في السايت ده. ولكن انت ممكن تعمل لها موب لسايت تاني بيحس اي تدخل ما بينها ما بين القطعة التانية انت مسلا لان اي تغيير دي وقت انا هعمله هنا هيأثر في اللي جنبها مباشرة. لكن انا ممكن القطعة دي لوحدها ابتدي انقلها في سايت تاني. لو دي تحركت دي مش هتتأثر مع اي مع بعض مش هيتأثر مع بعض بطول ما هم مش في نفس السايت. ولكن لو هم في نفس السايت بيتأثروا ايه بيتأثروا مع بعض. في الحالة دي انا عايز اخطط بس مجموعة معينة. هسمي المجموعة دي الده مسلا من واحد الى هنسمي بس كده. هقول له من واحد ويمشي لي كل واحد. هيبتدي من هنا. يمشي كده يمشي كده يمشي كده. يمشي كده وبقول له اوكي. اوكي. تمام? كده هو المفوض على الدلي الترقيم بتاعهم لو انا هوصيت حتى دي عن اللي هي رقم ار واحد لو انا قلت له بتاعتها هيقول لي النمبر بتاعها اهو. ورقمها كام? رقمها واحد. حتى انا ممكن المجموعة دي اظهر لها الرقم. يبقى من هنا 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 لحد هنا وفقول له انتر انتر طب هيكت الرسمة مسلا فيها رقم واحد دي في حتة تانية. هو خلاص عدل الرقم واحد بتاع بتاع الجزئية التانية وخلال لي دول الارقام بتاعتهم زي ما شايفين من واحد لحد كامل حد ستة عشرين. حيس لو انا جيت عملت بارس ما بتشيك ريبورت بقول له حلو? طبعا كل الكتابات تقول لي ايه? كل الحاجة بتاعتنا موجودة هنا مع عدمين لو ما الار اللي في الاخر خالص دول. فانت ممكن من البداية هتختار اول واحدة وتنزل تحت كده الحد ما تجيلك الار بتاعتك اللي انت عايزها. الحد هنا. هو هنا ما اخدت دي سيلكت اول وممكن تختار المجموعة بتاعتك ايه? بشارة من هنا كده. على سبيل مسال ما هختار هم سريعا. طبعا انت ممكن تعملها في الاكسل وتعمل فلتر او حاجة لكن احنا بس عشان ايه? الوقت بس حالين. تمام? ايه دي المجموعة اللي عايزها. بقول له انا عايزهم بشكل ريبورت. اكسل. وفضل ان انت تايفل تمام على الاكسل ده. ده. وقول له وننتظر عليه راحزات. طيب. هو ده عادي يزهر لين زي ما شايفين عندي اللي هي الواحد دي اسمها الار واحد. وبعدين ينزل بعدها بالشوية الار تين. وبعدين ما الى زالك. طبعا انا عايز يعني اخلص الداتة دي بحيس طلاحها بشكل سريم وسريع. ولما هنالك انا هدغط على المجموعة دي كده. وبقول له ديليت. تمام? وبديجي هنا زي ما شايفين انا فيه كلمة تكرر ما بين القطعة دي والقطعة دي اللي هي مين? اللي هي بارسل نيم سايت واحد. اللي هي بالزبط الجزئية دي كلها كده. دي من تكرر ما بين كل واحدة ومين? كل واحدة والتانية. حلو كده? انا عامل عليها كليك يمين. سري او ممكن اختار من اول هنا كده. حيث انا عايز الرقم فقط. فعمل كليك يمين وبقول له كوبي. وقف على العمود ده. اقول له كنترول و اتش. وباختار. اقول له كنترول في. يبقى انا عايز كل كل الكلام ده كله يتبدل بي. حيلاقيه لي اول حاجة. كنترول و اتش اللي هي ريبليز. يبقى حيلاقيه لي كل الجملة دي. ويتبدلها لي بما فيش. مش هحط له اي تفاصيل تانية. وبقول له ريبليز فغير لي الستة وعشرين قطعة. وبالتالي بقى المسامة عندي واحد عشرة زي ما نشايفين. تمام كده. حد واشر وما الا زالك لحد النهائي. دي كده اول خاطو. يعني خاطو بتوقف على اول عمود هنا. وبتقول له طبعا انا لازم ايه. انا عايز دلوقتي اول عمود وبقول له انا عايز اعمل فلتر. تمام كده. بيظهر معك المسامة الاول دراو داوان الليست دي. بتضغط هنا وتكتبله هنا حرف الاي. طبعا هي دي طبعا مع الممارسة اجيبت الاملات الفلتر دي. انت بتضغط بس كدمة حرف الاي. لان دلوقتي كل ما هناك قبل ما ابتدأي حرف الاي. انا بالنسبة لي مش عايز كل المسميات دي. كل الحاجات دي كده انا مش عايز. انا عايز بس النورسنج والإيستنج في الاخر. لكن ده مش عايزه وده مش عايزه والفادي ده مش عايزه. كل ما هناك تضغط هنا. طول له والله يده اولي على اي اي سطر في حرف ال اي. حرف مين تل اي. تمام كده? هو اوكي. ما زي ما شايفين فاضلي بس هنا مين كل اللي انا مش عايزه. يعني مش عايزه ولا نورسنج ولا في العمود ده. لانا دلوقتي هو اه عمل لهم ايه? عمل لهم زي كده. تمام? فبضغط على اول واحدة وبعمل كنترول والشفت والسهمل تحت. دي كده كل العناصر اللي انا مش عايزها في الكتابات بتاعتي. بعمل كليكي مين وبقول له. فبيلغيلي مين? الخطوط دي كلها. برجع في الفلتر هنا تاني. ونفس الوقت لو انا بصيت كده. انا عندي هنا مين البلانكس. حلو كده? بقول له. اوكي. بضغط عليها لان انا برضو مش عايز اللي ايه? الخطوط الفاضية. اقول له وبعدين باشير مين? باشير الفلتر. كده بيتبقى لي كل آآ دي في الفلتر في الخلص اهو. بيتبقى لي كل قطعة بتاعة كل دلع من الاضلاع بتاعتها. حلو كده تمام? ولكن بس زي ما شايفين هنا اول سطر. اول سطر. حلو كده يسيبه من الاستنج خليكو في الاستنج. هتلاقي ان اول سطر هو وهو نفسه اخر سطر. البرنامج بيعبين ايه? البرنامج لما بيجي يشوف القطعة. بيشوف القطعة زي ما احنا شايفين بالزبط كزي. بياخد اول نقطة هنا وبعدين نقطة هنا. تاني نقطة. تالت نقطة. رابع نقطة. ويرجع تاني يقفل على اول نقطة. يبقى اول نقطة اتكررت في الاول واتكررت في الاخر. فبالتالي هم مفوضة يقطع اربع نقاط. ولكن البرنامج بيطلع علي في الريبورد خمس نقاط. البرنامج بيطلع علي في الريبورد كام? خمس نقاط. ففي الحلقة دي انا بعمل بعمل حاجة بسيطة كده. بنعمل معادلة بقول له يوساوي. حلو كده. آآ بقول له اف. معادلة اف اللي ايه ايه? اف الشرطية. انا طبعا كله شرحتوا على فكرة في المحاضرة تانية هقول لكم برضو الفيديو بتاعها حبثتو تترجعو لها. بس انا رأيه بنرقب لكم. 화kay. الخلية اللي تحت مني هينا دي. الخلاية دي متوفي. مفيش اللي هو شفته حرف الطه مرتين. يعني لو الخلاية دي فاضية. حطي اللي في المكان اللي انا في دا. اعمل لما اكتب لي رقم واحد. يعني لو الخلاية Planet take income دي فاضية اللي انا ما شاول عليها دي فاضية اكتب لي هنا رقم واحد. لكن لو مليانة اللي هو العكس يعني يخليها فاضية. حيزي بقى خلي المنطقة اللي انا فيها براعا اي منطقة فاضية. وبقول له انتر. زي ما انتم شافين هو البرنامج كل ما هونالك شاف قاعدة اف وبينشوف هنا دي مليانة لو مليانة سوري لو فاضي انا بقول له الشرط لو دي فاضية اكتب لي هنا واحد. فهو شاف ان دي فاضية فكتب لي هنا واحد. طب في حالة لو هي مش فاضية لا. هتبتدي ايه لو انا سحبت كده. ده من شايفين. خليلي كل ده فاضي. ليه لانا اطلق في حالة لو هي الخلية دي فيها data. اللي هو عكس الشرط بتاعي خلي ايه? خلي القيمة اللي هنا مفيش. القيمة ايه? خلي ما مفيش. في الحالة دي هتبتدي انا اخد دي وبتدي اشدها لتحت كده. انا عملت الغرض من ده كده ايه? اللي انا احط اا رقم واحد قدام كل اخر رقم بالفعل معي. يعني انا عندي انا عايز واحد اتنين تلاتة اربعة. مش عايز الخمسة دي. مش عايز الخمسة دي. ولكن احيانا ممكن هنا القطع بتاعتنا كلها عبارة عن ايه? اربع نقاط. فانا كنت ممكن لنا ايجي وعمل تلك يمين على اخر سطر. واقول له ديليت. ولكن ممكن قطع تانية. ديليه مسلا قطع خمس اضلاع او ست اضلاع او سبع اضلاع. فمختلفة العدد الاضلاع. فبالتالي انا عايز دايما اخر نقطة اللي تدلغي. فبالتالي انا هاخد عامل الداتة بتاعتي دي كلها. وبقول له. كنترول سي. تمام? وباجي ايه? كليك يمين وبقول له فاليو. ايما لقيت المعادلة الموجودة. واعب اعمل الفلتر بسيط هنا. اقول له فلتر. والفلتر ده. شلي كله. خليلي بس رقم واحد. اللي هما اعتبروا مين? السطور المكررة. السطور المكررة. بقول له ايه? ايه? ديليت. وبقول له ايه? شيل الفلتر. يبقى كده. خلا ستبقى معي. كل كل نقطة. بقول له قطعة. الاست بتاعتها النورس كام والاست كام والاست كام. طيب. برضو سريعا كده. اه كده. سوري. اه. يعني ببتدي ان نشيل. الاست مطبع مينس اه. كلمة دي اقول له كوبي. كنترول ايش. كنترول في. واقول له بحيس بحيس يبقي لي بس الارقام. ونفس الشيء هنا. كنترول سي. كنترول في. العمود ده وبقول له. وبنفس الوقت حرف الام اللي موجود ده. بحيس نخليها في الاخر خلاص عبارة عن احداثيات فقط. وبقول له. كده خلاص تحولت لاحداثيات كل قطعة الاحداثي بتاع الاست كام والاست كام والاست كام تقدر طبعا ايه? على سبيل المسال اقول له انسرت واسحب العمود اللي هنا ده. استعزنكم. نسحب العمود. بسم الله. راح تفينا اللي هنا. ايوه. احدي هنا. ما اجيب الدهات بتاعتها هنا. يبقى انا كده عندي الايه? كل قطعة الاست ان كام والاست ان كام لو قلت له ايه كون كتنية للمعادلة الجميلة بتاعتنا. دي اول نقطة. ودي تانية نقطة بقول له اوكي. ولو انا خدت دول كده اعملت لهم كوبي وراح تفهم الملف بتاعي. ماشي دي لقطعة رقم واحد. وهقول له انا عايز اعمل قولي لاين. زي ما انتم شايفين. طبعا النقطة الاخيرة دي اللي انا اضفتها بس. اهي. رسملي القطع اللي نقطة واحد اتنين تلاتة اربعة. كده دي هده النقاب بتاعتي ابتدي اديها مسلا الجامعة في الموقع يبتدوا يقعها ايه? في الموقع مباشرة. حلو كده. دي بتكاهل كل القطع بالايه? الاحتساءات الاستو مورس بتاعتها. استخرجناها من ايه? من البرنامج. اه من الحاجات اللي برضو عايز اشرحها هنا قبل ما نمشي. فحالة لو احنا عايزين نضيف معلومات زيادة في القطع دي. بمعنى ايه? انا عايز والله هقول ان القطع دي. اه عايز اعمل زي منجمنت للقطع بالشكل عام. عايز اقول القطع في قطع اتباعت. والاتباعة دي اتباعت لمين? والاسم ايه? وما الى ذلك. ده سهل من خلال لانا باجي قائمة سيتنز. وباجي هنا في البارسلز. بسم الله الرحمن الرحيم. في السايت تريبا. البارسلز زراحتها. مين يا اولاد البارسلز? اه البارسلين? هتلاقي حاجة اسمها يوزر ديفايند بروبرتي كلاسيفيكيشن. عاملت لك يمين عليها وبتقول له اليوم. انا عايز عامل كلاسيفيكيشن اللي هو ال اونر. حلو كده? ده يبقى كده ده ال اونر وعبرة عن سترينج اللي هي الكتابة. وفي حالة لو ما فيش اونر اعمل لي شرطتين بس وقول لي اوكي. تمام? كده اي قطع انا بقوف عليها. ومجرد ان انا بقول له والله البارسل بروبرت بتاعتها. معانيكي في ال اه يوزر ديفايند هنا. من خالص عاملين فيه كتاب هنا ممكن اكتب والله ان ال اونر هنا اللي اسمه هشام. حلو كده ومقول له اوكي. يبقى القطعة دي بالنسبة لي. انا انا حتى عملت كنترول واحد. مش هايبين انت هايبين هنا. طيب القطعة دي اتبعت لواحد اسمه هشام. ممكن القطعة التانية اتبعت لواحد بمسمة تاني. ممكن تتعدلهم بشكل هنا بشكل يدوي او لو هشام بسم الله ما شاء الله ربنا كرمه واشترى كل القطعة. فانا عايز عندي الكل القطعة. اختر اول قطعة. وقول له انا عايز بارس ال اه بروبرتس عكل من اول هنا الهينا كده. اشترى الصف ده هشام ربنا يكريمه كده. حلو اهو. هشام هنا ايه? اول قطعة بتاعته ماشي. تبطاني قطعة مش بتاعت هشام. طب فانا حكتب هنا كلمة ايه? هشام اهو. تمام? واقول له ايه? طبقها لي عالك كل. فبقول لي هشام اشترى ترتاشر قطعة. فبقول له ايه ايه هشام اشترى ترتاشر قطعة. بقول له اوكي. يبقى كده كل القطع دي مين اشترى اخوكو هشام فاوزي. طيب هشام بعايزين نطلع نقول له والاي ان الداتة دي دي خاصة بهشام. طيب انا هعدل الجدول اللي موجود ده. حلو كده بحيس اعمل في الجدول عمود جديد. بحيس يبلي رقم القطع او اسمها على حسن ما انت عاوز. الاريا بتاعتها والمحيط بتاعها والاونر. هندي هنا انا تسميه ايه? اونر. كتبت اونر هنا غلط طريبا. ولا كتبتها صح ولا اونر. ماشي ايه كان مسمى يعني اونر صحا كده اونر طريبا. ماشي? لان اعمل ده بكليك هنا وبقول له والله ايه? ادي عندي بين كلمة اونر اللي انا ايه? مش عارف كلمة اونر كده صح ولا اه طريبا انا صح. اونر هنا تمام كده? اه ظهرت معي. اقول له انا عايز ايه? وبقول له اوكي خلاص اعني نزل لي الكتابة هنا حتى ممكن نعملها بالكتابة باللون الابين مسلا وبقول له اوكي خلاص يبقى كده انا عندي نفسها دول اللي اشتراهم هشام دول ما اشتراهمش حد ففضلوا زي ما ايه? زي ما هما. تمام كده? طيب الفكرة كلها ان البرنامج اه عندنا ممكن بيطلع علينا حلو كده. اه اونر صح كده. اونر صح طيب ماشي على البركة. اه او اعملت له هيتطلع لي بالاريات اللي موجودة في الشكل عندنا زي كده مسلا اهو. بيطلع لي الاريا وبرضو نفس الشيء بالسكويرميتر كام والبارامترز بتاعتها كام? بارامتر زوري بتاعتها كام? فالحالة دي انا عايز اطلع كمان الاونر. يعني انا عايز اطلع الجدول بالاونر لما تلاقيش. فالجدول الاونر ده مش هيطلع. بالحالة دي للاسبة انا بتقلمين. يعني انا ما كنت شرحتها ما كانش الليزبي ده موجود معايا فاننلجح للليزبي ده ده. يعني هم تلك الليزب بسيط كده يعجبكم ان شاء الله. لو انا عندي جدول زي كده والجدول ده. طبعا هو بفوض فيه في برامج ثانية او فيه تطلع لك الجداول. ولكن انا عامل تطالع ان احنا نعملها منين? هنعملها بال. بالاسبات. حلو كده. اخد الاسب معين. ده الوقت. انا جدول ده هو الاسب ده بيطلع اي جدول. شكله جدول ولكن هو مش جدول اساسا يعني اصلا جدول يقدر يدر يدر تعمل عليه كليك يمين وتقول له بيطلع ده جدول الكاد العادي. اما لو جدول زي كده زي بالزبط زي مسلا الشاب عاملو ده. ده عبر عن مجموعة خطوط. ومجموعة كتابات جواه. حلو كده فطبعا ده ما يطلعش. طبعا انا خطوط طلعته طريقة بداية شوية ولكن في الحالة انا لاينا نقدر نطلع ايه? نطلع من خلاله ايه مباشرة. الارية بس انا هشيل كلمة الامة كزا دي. الامة اتنين عشان ما تتطوطش مع هنا. المتر تربيع. هلو كده. ماشي. ولما هنالك انا هعمل للجدول ده. تمام? وهرجع تاني اعمل له وارجع اعلم يعنيهم كلهم وداني كل اللي قدر عليه. بحيث يتحول لي عبارة عن خطوط. وعن مين? وعن كتابات. خطوط وايه? وكتابات. حلو كده. وفي الاسبع هنزل هولك وتمام? اسمه اللي هو اسمه اللي هو ده. تمام كده? والاختصار بتاعه تي اي. اختصار بتاعه تي اي. وانا دابل كليك عليه وبقول له. اوكي? تمام? وباكتب له تي اي. وبقول له انتر. فبيقول لي اختار العناصر اللي انت عايز تخركها في الجدول. وباختار له والله هن العناصر دي كلها. وبقول له انتر وبنتزم معها لحظات. ومباشرة للباشرة هيفتح مين? هيفتح هنا ملف. زي ما انتم شايفين الملف اكسل ومباشرة جاب لي بيانات الجدول بت كامل موجودة. دي والاريا بتاعتها والبراميترز بتاعتها والانر بتاعها. يبقى انا في لحظات طلعتين البيانات من جدول كادع او مواصفات كادع دي اللي عبارة عن خطوط وارقام او كتابات سوري يطلعها لي فين تطلعها لي. بس اخد باكة لها عشان لو الجدول ده في زاوية ميل بسطيطة خالص. لو اسم فيه. فرضا على سبيل المثال انتم ميلينه سنة كده مش هيطلع مزووط ها? لازم يعمل الجدول برأسي تمام. حلو كده? كده يبقى احنا طلعنا. عملنا المخطط بتاعنا بالكامل. طلعنا الاحداثات بتاعته. طلعنا ايه? بسم الله الرحمن الرحيم. طلعنا الاحتزائيات وطلعنا الكتابات على الرسمة زي ما احنا شايفين. وطلعنا جدول هنا وحطينا كمان بيانات زيادة. طبعا لا اخفيكم سررا انا يعني اعملت شوية شغلة حلوين في البارسل. وانا برجع البارسل قلت اعمل شوية شغلة زي العينة ابو الله. فعتلاق شوية شغلة حلوين في الشرح التفاصيل البارسل اللي عندنا في عندي في القناة الرئيسية في الدورة الاساسية نعمل حوالي تسعة دروس او عشر دروس عن البارسل. شرحت فيها اغلب اللي موجود دلوقتي وفي حاجة طبعا ايه? زيادة عن كده بكتير موجودة هناك. لو حاببتوا تفاصيل اكتر ترجعوها ان شاء الله. آآ ولكن ده مبدعيا كده احنا هنطور غطينا بارسل هي بس حاجة اخيرة ناصة ما قدت شرحتها هناك. اللي هي حاجة اسمها البارسل فوليوم ريبورت. دي في حالة لو انا عندي آآ سطح كميات موجود. ومسلا على سبيل المسال انا هتدي اخد حدة كده مسلا كنترول سي هستغزمكم. وهفتح ملف قديم عندي في كميات. آآ بسم الله الرحمن الرحيم. من فوليومز. مسلا هناك كده. كنترول في. حاجة زي كده يا شباب. سوا هنا مش هي برضو. سوا اني ما نفتح ملف تاني كده ما عندنا. بسم الله. سوا اني استعز انكم بصي لحزار. افتح ملف تاني يكون. او بسم الله. اللعنitten في القطاعات. نقوم بإمكانك قطعات المسحن نقوم بإمكانك قطعات المسحن حلو كده لو انا عندي سطح كميات في الرسمة ودي مجموعة قطعة موجودة بالفعل فين في الرسمة عامل لها بس الري نمبر كده اول قطعة اقول له من واحد ومن الى ذلك هاخد كده 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 ويرجع تاني هنا هو ما اخدش ري نمبر لي خيرا غالبا عشان ناخدهم من هناك ممكن ما يردوش ممكن ما يردوش ممكن ما يردوش بس مابدايا انا عندي مجموعة القطع دي ممكن اعمل ويقول له اكسيكيوت ويقول لي اختار السطح اللي انت عايز تعمله وتعمل له ايه كريات ريبورت اول باش هعمل ايه هعمل لنا كل قطعة على سبيل المسال دي القطعة اللي رقمها مدينة 92 تسعين يقول لي كمية الفل اللي كان فيها كام وكمية العطع اللي كان فيها ايه اللي كان فيها كام نفس الشيء الريا التانية 29 كل قطعة اغلب المشروع كان هنا كت وكانش في فل كل قطعة هيجيب لي على طول مباشرة الكمية بتاعتين الكمية بتاعتها بشكل مين بشكل بدلا ما انا اعمل مسلا حاولين القطعة دي وقول الكمية بتاعتها كاملة هو البرنامج كل ما هناك يكون فيه سطح كميات بس موجود اه وعلى اساسه يبتدي يطلع عليه كمية كل القطعة بشكل ايه بشكل منفاصل طبعا الريبورت ده ممكن يطلع بشكل اكسل برضو لو انت عايزينه بشكل اكسل ان هو زي كده اكسل ريبورت اه بطلعنا على ريبورت زي كده طبعا دي كنت شرعتها برضو انا بالتفصيل في محاضرات الحساب كمية حفر ورد ما اخر مجموع دروس اللي بنفتح لكم في الاخر كده طبعا احنا ان شاء الله اتمنى ان احنا نكون اغطينا البرسل زياني بشكل كده انا كنت كتب مجموعة حاجات وغالبا عدين عليها في حاجة بس اخيرة ما بتشك لا خلاص طبعا في تفاصيل اكتر موجودة في الفيديوهات التفصيلية هناك دي احب ترجع ولا ما فيش اي مشكلة بس زي من شفته يعني زي من صاحبنا لسه للرسام على الاوتوكايد لسه ما خلصت طبعا المخطط احنا كده خلصنا وزي الكل المخطط وهو ايه وهو لسه شغال اه اتمنى قد كده نكون اغطينا البرسلز تمام لو حد عنده اسئلة ولا حاجة انا تحت امركم الله يا كرام مشانس مشانس اعتقد مش هستوار يتفضل في حالة وعليكم السلام وطلع بركاته حاجة احمد بشمانس ان شاء ازاي حضرتك بشمانس دلع السلام انا حاجيني الله يبارك بشمانس بس انا حبيت ادخل لنا بس يعني اشكر حضرتك الله انا وماري طبعا انا بشمانس من 해보겠습니다 اللي حب يشوتك في الخير والله العظيم يسمع انك كل خير. مشكور جدا يا بشوهندس وربنا يجعل عمل ده في ميزان حسناتك. امين يا رب. امين يا رب. مشكور جدا يا بشوهندس. ازاك الله خير. ما اشك. الله يزكرا. اه في حد يسأل اه عايزة ننزل بناجنا على بس في مشكلة عنده في الاميل. اه وبص اقول اه لان هما دلوقتي هي مش مشكلة ايميل على فكرة ودلوقتي طبعا حكاية ال الستودينت لازم تثبت ان تتا ستودينت. طبعا ده زي وزي اللوتوكات زي كل شي. تازم تثبت ان تتا ستودينت عشان تقدر تنزل آآ نسخ. زمان كانت العملية سهلة. دلوقتي لا. بس بص ابحث في اليوتيوب عدت لاني ناس من نزلها النسخ من غير ستودينت من غير حاجة. انا منزلهم يعني الواحد وعشرين انا منزلهم على اليوتيوب. من على القناة عربي كمان. فهنزلهم على اليوتيوب هيبقى حسن لك. في فيديوهات شغل الاكسل دي اسمها ايه بعد اذنك. بس كل ما هو خاص بالبارسل احنا عندنا انا شرحت البارسل في القناة عندي في مكانين مختلفين. هنسأسمكم بس نفتح القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما تتكلم بس زي دي عندك القناة ايما في الدورة الاساسية اللي هي دورة سيب 3 دي هتلاقيه بتدعم الدرس تريبا رقم 30. هتأكد لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هو تقسيم الاراضي. او تقسيم الاراضي بتدعم الدرس 32. ده تقسيم الاراضي بشكل عام. اللي هي بكلها. اما الجزء الخاص بقبل اكسل وهو شوية الشغل في الاخر دول هتلاقيهم في حساب كميات الحفر والرد. حلو كده. اخر اربع دروس. اخر اربع دروس. اه لو بضبطك. ده من الدرس رقم ستة عشرين. ستة عشرين. ستة عشرين. ست عشرين. سوعة عشرين. تمانية عشرين. ست عشرين. دول اربع دروس كده. هتلاقيهم نفس ايه? نفس الفكرة. اللي هو شغل الارسل كله ما الى ذلك. اه. اه. خط محور طريقة اوصل الواتوكاد. ازا يطلع المنسيب على اي مكان فيه. كنا كلمنا في الموضوع ده قبل كده احنا. بس اول مبدئيا دولتي عايزة اقسم خط محور طريق اصله اوتوكاد. انت هتحوله من كده لسيفل على سبيل المسال. دي مسلا كده خط. ده كده واعمل فلة رديوس خمسمية مسلا. ما بين هنا ما بين هنا. ده كده خط اهو. حلو. بتقوله الاول علايمنت. عايزه علايمنت كريشن تولز وبتختار. اه سوري. تمام? وبتختار الالايمنت بتاعك وبتقول له انتر. فبيقول لك الاتجاه كده فبتقول له اوكي. بيبتدي من محطة كام عشان ما بيبتداش من السفر. بتديره من هنا. والكتابات انت عايز الميجر والمينور. اللي هو الاساسي والسانوي تمام كده. وبتقول له اوكي. ويزهر لك الاساسي والسانوي هنا كل كام. عمال لك كل كام كل عشرين متر. فانت عايز تزهرها كل خمسة وعشرين متر. كل ما هناك بتختاره عنصر بتقول له اه. تقلقه I'd-Aline and labels. حلو كده. زي ما انتم شايف هنا نكتب لك كم. الكتابة تزهر لك كل كم على حسب بقى الكتابة. انت عايز تزهرها كل 25 بتقوله كل 25. عايزها كل 100. في العادي بنزهرها كل 100. والشرطة الصغيرة دي بتزهر كل 25. لو انت عايز كل 25 يكتب هنا كل 25. زي ما انتم شايف هون. دي 500 الكتابة اللي بعدها تبقى 600. وكل 25 عامل لك شرطة صغيرة. عملية ده ازهر المناسب دي احنا شرحناه بالفعل في المتاع ولكن لازم يكون المصار نفسه ليه منصوب. وده احنا عملنا فيها. عملنا في درس والله من الدوس اللي احنا عملنا في الكورس. هشوف لك درس ايه بالزبط اللي هو درس كان خاص بالعليمنت. تقريبا بقى انا محاضرة مش فاكرة. هبقى اقول لك المحاضرة رقم كيف. بس احنا عملناها اردين. احنا بنظهر الكتابات. كل ما هونالك اللي انت الكتابة نفسها اللي موجودة دي بتعدل بتاعها. حلو كده في الحالة دي انا هعدل بتاع الكتابة نفسها. وبتدي في حاجة اسمها ريفرنس تيكست. ريفرنس تيكست ده عبارة عن بروفايل. تمام كده? وبتقول له اوكي. ونفس الوقت اهو بيزهر معاك اوكي 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 بيزهر معاك علامات مين? علامات استفهام. حلو? انت مجرد ما تختار الكتابة دي وتعمل كنترول واحد. بيجي لك فوق هنا. اول اختيار بس عشان انا ما عنديش هنا بروفايل فبالتالي ما كابش مناسيف. لكن لو انت عندك بروفايل ده هتختار بتاعك مباشرة يزهر المنصوب معك هنا. ايه تاني معنا? انا اول محاضرة احضر فيها. سلامة يا اهلا وسهلا بيك. سلامة بسواتي اخر محاضرة وانفيش مشكلة انت بتحضر معانا والكورس نفسه موجود اريدي كله مسجل على اليوتيوب. بتتخن الخط ازاي? الخط العادي بتعمل لو هو حلو كده. حلو كده بتعمل عليه دابل كليك. في اختيارات بتظهر كتيرة هنا. هو حد بسألني ازاي بتتخن الخط يعني بتعمله صمت. فعندك هنا اللي هو العرض. تضغط عليه وتقول انا عايز العرض والله يكوني اتنين. فبيدخل بيبقى اتنين. بس. ده كده في حيات لو هو بولي لاين. اما فيه ممكن من اللاين. ده اللاين لو انت اخترت هنا. حلو كده. ده هنا اللاين ويت. ماشي لو انت عملت ادي خط كده. وخط تاني هنا. الاتنين نفس المواصفات. ولكن عادي عامل واحد في حاجة اسمها هنا. اللي هي دي. لو انت تخنطه كده شوية. اهو زي ما انت شايف. هو الخط هنا تخن. ولكن بيزهر بس شكلا كده في حاجة لو انت فاتح اللاين ويت اللي انت ده هنا. قفلتها اللي اتنين شوها بعد ما فيه مش تغيير. فتحتها كل واحد بياخد اللاين ويت بتاعه. زي ما انت شايفه. ولكن لو هو بولي لاين ممكن تديله صمك. مفيش مشكلة لين ده. مالوش دعو باللاين ويت. سواء قفلت او فتحت ما فيش مشكلة فيه لانه ده هو الخط نفسه اخد صمك. ما فيش مشاريع الرسومات نجرب ونتعلم عليها والله هي المشاريع كل اللي انا شرحته موجود هنا ولو انت عايز عندي هناك على القناة بتاعتي تحت اي فيديو عندي اعتلاقي الملفات اللي انا بشتغل عليها. لازم ارسم بروفايل يعني عشان اطلع على المناصيب اه طبعا لازم. لازم ترسم بروفايل وكتبنا عملنا في الفيديوهات بتاعتنا المناصيب ممكن نعمل ازاي نعمل بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي تحول مناسيب من الكاد الى السيفل مباشرة شرحناه دروس بتاعت جابة لدروس البروفايل. الالايمنت والبروفايل. بسم الله الرحمن الرحيم. في هنا لو سمحت ازاي موضوع اسقاط الكروكيات طيب ده موضوع كويس ممكن نشوفه. آآ سريعا. طب ما اخش في الشبكات. ما في حد مازل كتابات غريبة كده. طيب آآ عملية اسقاط الكروكيات بتاعتماد اعتماد كلي على ان المشروع بتاعك يكون في مكانه كلوكيشن مزبوط. دي بس احتاج اللي انا اجيب له وحف مزبوط. لحزة واحدة مانشة خليكم معي. الوينت. اه مثلا من الملف ده كده. اي اسقاط الكروكيات او اي رسومات ايا ان كانت انت لازل تبع عارف اللي اشتغلت بيه. ففي الحالة دي انا عندي كان هنعقل بس موضوع ناصر من هنا كده اللي هو الانصر ده والانصر ده والمجموعة دي كده. مش كتير عشان ما انت اقلش هنفسنا كنترول سي وهفتح ملف جديد زي ما وزوم. دلوقتي انا عايز انا نزل دي في مكانها زي ما كانت مرفوعة. كل ما هونالك انا كنت رافع دي بانهي 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 بقول له خش على اللي انا كنت رافع دي اللي هو العين العبد اه ثمانية وتلاتين يعني. لان دي موجودة في الرياض. فبدخل على وعلى اسم اللوحة هنا بنعمل تلك يمينه بقول له ايدت دروينج سيتنجز تمام كده. فيقول لي حاليا هو ما فيش ديتم اساسي فبقول له بتعمل هنا وتختار اللي انت ايه اللي انت عايزه. في الحالة دي انا شغال في السعودية فبدور على حرف الاس ادي سعودية تمام كده وبتختار بتاعك في الحالة دي انا شغال ثمانية وتلاتين مجرد ما هختار هنا نبص فوق هنا على اليمين كده ومجرد ما بقول له اوكي هتلاقي تاب جديد زهر لك اسمه ده اللي هو بتعمين بتاع التحديد بتعمين بتاع المكان. ممكن تفتح الصورة هنا مجرد ما بتقول له هو اعمالها في دلوقتي بتقول له بيبتدي يفتح لك الصورة تمام? وننتظر لحظات. هتبتدي تفتح لك الصورة هنا. نفس المكان اللي احنا وعفين فيه. دي كده صورة بنج. شركة بنج. تمام كده? طبعا هو كان شكل دوار زمان ولكن حاليا هو ايه اه المترو بتاعنا. ده في حالة لو انا عايز ازهرها هنا في الرسم. اما لو حبيت اللي انا ازهرها في جوجل. اه دي بتديد من اصدار الفين وخمستاشر بتدخل على قائمة. هتلاقي حاجة اسمها مسيلينيس طولز. هتلاقي حاجة اسمها اكسيبورت كي ام ايل. اعمل عليها كليك يمين وقول له اكسيكيوت. يقول لك عايز تسمي الملف دا ايه? انا نسمي اتش واحد. بنقول له نيكست. اه انا اخد بتاعنا نيكست. هو طبعا اريدي وااخد كوردينة سيستم فما فيش مشكلة. هنا بيقول لك بس الخطوط بتاعتك دي انت عايزها يعني شكلها من الارض الارض طبيعية فبقول له لأ يعني ايه نزلي كل العناصر دي على وش الارض اللي موجودة. وبقول له وبختار له مكان الملف اللي انا عايزه انا عايزه عادي اسكتوب هاسمي ايه? زير واحد وبقول له سيف وبقول له اكسيبورت وبقول له فيو بالمرة في حالة لو انت عندك جوجل هيبتدي ايه? يفتحها معاك. طبعا كده? بتدي نفتح كده ونشوف. زي ما نشافين بعدة المفروضة هي بتاعي هو وعملي زوم عالي مباشرة. نعمل عليه كليك يمين وتقول له بقيمة فيو زي ما نشاف الرينج هو عاطي الرينج عالي قوي. اغير الرينج بس احط تعلمة ايه? 637 بوينت. واخد بالك وقول له اوكي. هو مباشرة نجاب لك مين دولك المكان في اللوكيشن ولكن احنا نرجع بالتاريخ شوية. اللي ما قبل الفين واثناشر. اه دي بو. الفين واثناشر. شوية زباريك الدوار ده كان شكل عامي زي. الفين ترتاشر طيب. مرس شوية لننت تبع فيها شوية. المفوض هو انا كده هنازل في اللوكيشن بتاع مزبوط مصرها عشان الان التابعة فيها شباس واني نقفل طبع الحاجات اللي ملاهج لازمة دي. الدوار نازلت في المكان وما فيش اي ما فيش اي مشكلة. خدت لفة هنا وخندوار وما الى زلك. دي كده الطريقة ودي شغحتها هنا في الدورة الاساسية درس رقم ستين. آآ شهادات كوروس واخراج تقريبه 3D Max والله ما معرفش حد عمله بشكل كويس. تقريبا فوازن العنسي. تقريبا فوازن العنسي. ولكن اسم يدوت اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجة اتلاقي حاجة اسمها الانفراوركس بالعربي. انا جديد اسمها الانفراوركس بالعربي دي فيها الانفراوركس وفيها برضو شوية تقريبا 3D Max. فممكن تتبع هذي. شكرا عفوة نبتدي معي. خدش في الشبكات. حد عنده سبسار تاني. نبتدي في الشبكات يا شباب. عشان نلحق بس نعمل حاجة في الشبكات. طيب يعني نبتدي في الشبكات ان شاء الله. كور له معي اوكي يكتب واحد عشان نتأكد. واحد واحد. طيب ماشي على بركة الله ما عايش كنا طويننا شوية في الموضوع بس ايه. طبعا انتم طوينين معي ها. اللي عايز يعمل كوبابة شهر سريع يروح يعمل لو ايه. نيفل بس كده كل دول. بسم الله الرحمن الرحيم. هي اكتر موضوع انا تقريبا شرحته في الدورة الاساسية عندي هناك في القناة بتاعتي اللي هي الشبكات. شرحته في اربعتاشر درس مختلفين. طبعا هنا عشان ما نتقلش عليكم احنا هنشرحها لكم بشكل ايه? بشكل موجز. واللي عايز تفاصيل اكتر ان شاء الله ينلاقيها ايه هناك. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح. دي كمان. وكمان دي. وصلوا على فخر الاخر المحاضرة بسم الله الرحمن الرحيم. اللينك الشبكات على صفحة هي نفس الصفحة الاساسية. صفحة الاساسية هتلاقي دورة سيفل اللي هي واحدة وسبعين درس. ابتدأ فيها الدرس رقام اربعين. اد من الدرس الرقم اربعين نقول بس بالنها الرحمن الرحيم. اه الشبكات. اه شبكات المياه والصرف او شبكات المياه � consultants. وغرافتي اللي هي موجودة في البرنامج السيفل. آآ طابق دي بتشتغل بالبريشر او الضغط بتاع الماء. فدي دي بتعتبر شبكات زي شبكات مية او شبكات غاز او شبكات ممكن حريق. والتانية دي عبارة عن شبكات اه سيول او صرف ايه صرف اه صحي. تمام? فالبرنامج بيدينا مجموعة اما تحويل عناصر برضو نفس الشيء دايما هو بيدي لك دي اما انت بتعمل حاجة من جديدة اما بتحول عناصر موجودة او بتحول تصميم جاي لك بالفعل بتعمل له لان برنامج دي حلو جدا في عملية يعني انت تحول العنصر من او من ملفات لملفات تري دي 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 ده رتتتعامل معها وتخرج منها داتا وتشوفها بشكل ثلاثي ابعاد وما الى ذلك. البرنامج بيدينا الاتنين ولكن في الشبكات بنبتدي نشوف الاول ايه المتطلبات بتاعت الشبكات وازاي البرنامج بيتعامل معها بشكل عام. لما منيجي نعمل شبكة على سبيل المسال انا انا اقول له وباوب نتورك عشان نشوف هو طالب مني ايه. اول شي بيقول الاسم انت عايزه يبقى ايه? وعندي بعد كده حاجة اسمها البارتليست. ايه هي البارتليست? دلوقتي لو انا هبتدي اشتغل في مشروع الشبكات. بناء على مواصفات المشروع ده لو افترضنا يعني ان انا هبتدي اقول والله مواصفات المشروع ايلا لي ان انا المفروض يكون عندي المانهولز مسلا. عندي اقتار مسلا مية وعشرين مية وخمسين مية وسبعين ايه ان كان الاقتار اللي موجودة ايه? واندي برضو نوع البايبس بتاعتي يعني مثلا بايب كونكريت ولا بي في سي ده نوع تاني او ان انا الاقتار بتاعتها ايه? يعني انا مسلا مسلا الكونكريت ده فيما انا مسلا على سبيل المثال فيها تلاتين اربعين ان تلاتمية وربعمية وستمية مليمتر يعني. وفي مسلا الف ومتين وما الى زلك. هل كل ده انا بستخدمه في المشروع ولا لا? لا. هل انا مسلا عندي بي في سي ولا كونكريت? فلازم احدد للبرنامج من البداية انا ايه العناصر اللي موجودة عندي. اه في المشروع مسلا اللي انا حاس تخدمها على اساسه لما بيجي نعمل الشبكة باختار العناصر المزبوطة. يعني ما يكونش مسلا انا العناصر المفهودة انا مشروع فعليا على حسب التندر بتاعي او حسب المشروع الفعلي. البيبات كلها مسلا ايه? كونكريت. ماجيش اختار انا في البرنامج اقوله بي في سي. طبا. ليه? لان دي لها معيير ودي لها معيير ليها سمك ليها ليها شغلة تاني خالص دي غير دي. تمام كده? فلازم اول حاجة باعمل للبرنامج حاجة اسمها اللي هي عبارة عن القطع اللي انا ناوي استخدمها في المشروع بتاعي ايه? يبقى ده اول اختيار لازم نرجع ان نشوفه قبل ما نبتدي نشخطر من هنا. طبعا البرنامج او فيه طبعا مشان ده ملف قديم عندي فانا عجب ان تعملوا واحدة اسمها هشام. البرنامج بيدي لك التلاتة اللي هو وبيدي لك وبيدي لك وبيدي لك وبيدي لك تمام كده? بتختار منهم او بتعمل انت حاجة جديدة زي ما انا عامل اللي اسمها هشام وانا بتيدي نعمل واحدة جديدة ومشي مش مشكلة. طبعا بيدي لك بعد كده مش الشرط اللي نأتي بقى موجودة انت ده انت ممكن تستخدمه ممكن لا. اللي انت بتديله سطح بحيس لو انت هتعمل شبكة تصمم شبكة كمين جديد هنا. طبعا الشبكة عادة بتتعامل كمناسب بعد مين? بعد مناسب الطريق. يعني اللي بيصمم بيصمم الطرق الاول وبعدين بنشوف الشبكات بقى مرتبطة بالطرق. فعادة الشغل كالادي المخطط العاسيب المساعدة احنا بنعمل مخطط في المخطط ده هيقالي لي بنية تحتية بالكامل. فاول حاجة بيتعمل تقسيم المخطط نفسه. تاني حاجة بيتعمل الطرق. ويطلع على سطح الطب بتاع الطرق وبعد كده يتاخد سطح الطب دوت القسم الشبكات يبتدوا الشبكات يبتدوا ايه? يعملوا الشغل بتاعهم كله كتصميم. ولكن في تنفيز بتخلص الشبكات الاول بعدين بتخلص الطرق. طبعا كده? لكن في التصميم انت بتاخد مين? بتاخد الطب بتاع الطريق وبتدي الشبكة منه. فبالتالي انا عندي سطح طب ممكن ارتبط به عشان ياخد مني ايه الدبت بتاع مين بتاع الشبكة بتاعتي. فبالتالي انا ممكن احدد له سطح طب بيبتدي ايه? يتعامل معاها بيحدد هلو من هنا. هنا للسم بس. يعني هو مش مرتبط بيبش ايه? هو بس بيرتبط بالاسم بتاعه ليس الا. وبعدين هنا الكتابات اللي بتظهر على مين? على الشبكة. فطبعا قبل ما كنا نقول له لازم يتعمل لبقى انا لازم احدد له. ايه هي القطع اللي انا هستخدمها فين في المشروع. احدد هلو منين? باقي في قيمة سيتنجز. عندي هنا تلاتة تلات حاجات. اول حاجة وعندي الحاجة اسمها البايب وعندي حاجة اسمها استراكشن. او جيت في البايب انا نلاقي البارت لست موجودة موجودة هنا. وممكن تعمل تلاتة يمين وبتقول له كريات بارت لست. وعن نسميها بيم ربيا. وبقول له ايه? زي ما شايفين ده كده المسمى بتاعها عندي اللي انا اضيف له بايبس واضيف له استراكشور. هو البرنامج ويسمي البايب اللي هي المواسير بتاعتنا والاستراكشور ويقصد به كل ما هو خرص كل ما هو عنصر مش بايب زي مثلا بوكس كالفرت زي المانهولز. ده بيسميها استراكشورز. بيسميها استراكشورز. زي ما انتم شايفين. هنا هو في حاجة ما تم علامHN ازاي ازاي ديني موجودة. معنا زيالكني في حاجة. عorial نعل استراكشر نعل استراكشر نعل استراكشر يعني ما فيش ما بهش ما واحدة. بح remedies اللي انا هو انا هاربط بايب بايب مباشرة طوان بدون منهول هو الراجل قال لي هنا ايه? ما فيش مشكلة حاجة اسمها يعني ما فيش ما الاي اما موجود. اما هنا ما فيش اي حاجة في كل ما هون لازم تعمل تلك يمين وتبتدي تقول له انا عايز اضيف فعيلة جديدة وبتشوف بقى المعطيات اللي موجودة عندك في المشروع ايه. انا والله في المعطيات عندي عندي والله بوكس كالفرت. سويا عندي شرق ايه اه عندي بي في سي. اختار له بي في سي هنا. زي ما انت شابين ايه بي في سي وبتجيب لي الشكل بتاعها هنا. حلو كده ممكن لو انت عندك بتختار الكونكريت من هنا وبتزهر لك موجودة معاك. حلو كده تمام? ففي الحالة دي انا شغال بي في سي بس. على سبيل المسال تمام. اه في عندك هنا في حالة لو انت عندك بوكس كالفرت بتختار برضو ايه? البوكس كالفرت شكلها موجود هنا. طب الابعاد ايه والشكل ايه? ممكن تتحكم فيه انت م ما فيش اي مشكلة. ولكن الحالة دي انا هشغل مين? شغل بي في سي. وبقول له اوكي. زي ما انشافين زهرت معي ان فيه بي في سي. ولكن ما فيش ولا حاجة تحتها. ما فيش ولا قطر. انا عندي الاقتار ايه هي? ازاي اضيف له الاقتار? كل ما انا بتعمل يكليكي مين وتبتجي تقول له مقاس. تمام كده? وهو بيقول لك هنا هو الانر ديامتر. الديامتر بتاع الكامل اللي انت عايز تشغل به. لو انت دغطت هنا هتلاقي اللي موجودة. اللي موجودة. اللي جاية منين? دي جاية طب بناء على اللي احنا فتحينه. هم محملين زي هم زي الاستايلات. محملين آآ آآ كاتالوج. الكاتالوج ده خاص بالبي في سي. ممكن في كاتالوج تقاني خاص بالكونكريت. تمام كده? الكاتالوج ده وقت انت بيتجيب طبعا من المفوض لو انت بتعمل كاتالوج مخصوص. ممكن بتجيب كاتالوج من الشركة اللي عتقرد لك. طول لو انا عايز كاتالوج خاص بفرنامج السبل بيدي لك كاتالوج ده لهم مجهزين يعني. بيديه لك بحيز ان تضيفه وتختاره مباشرة من اللي اللي ايه اللي موجودة عندك. لو مش موجود انت ممكن تاخد اللي ستا موجودة وتبتدي تعدل فيها. بحيز يزبط معاك ايه المعايير اللي انت ايه حاجزها في الشركة بتاعتها. حلو? في الحالة دي انا هستخدم مسلا على سبيل المشروع بتاعي في اللي هو المية. طبعا كده? وبقول له اد زي ما نشاك فيه مباشرة بيضيف لي والله والله انت ضفت مصور اللي قطرها كام ميت ملي متر يعني عشرة سنتي. ممكن اضيف تاني. سوري انا عايز كليكي مين وبقول له اد بارتصائز وببتدي اضيف مجموعة كمين مجموعة الايه السايزات اللي انا عايز. طبعا هنا باضيف سايز سايز كل ما اسلي واحد. ولكن انا انا حبيت اضيف كل مرة واحدة كل ما Virtual卷. يضيف لي كل الصييزات الموجودة في الكاتالوج الخاص بالفي بي بي سي هل انا هستخدمهم في المشروع كلهم؟ لا في الحالة دي انا هلغي المجموعة دي انا مش هستخدمها انا هعمل كليك يمين وبقوله ايه اختر اخر واحدة واخر واحدة تمام؟ كتت موجودة زي ما اقول له دي ليت بتلغي الايه? اللي عناصر اللي ايه? انا زي ما كتت موجودة عشان بقلي فترة ما اشتغلتش عني معيش ما بقول له دي ليت وبتبدي تلغي العناصر اللي ايه? اللي مش موجودة معيك. حلو كده؟ طيب نفس الشيء بالنسبة لمن؟ بالنسبة لل انا عمي كليك يمين عني وبيقول له انا عايز الفاميلي الاول الفاميلي اللي هي ايه انا عندي مسلا ده هنا في حالة لو انا عندي آآ حلو ممكن انا بعملها هنا الكالفرد في عندنا حاجات تانية خاصة بالكالفرد عشان حد كنت سألني على الكالفرد تقريبا اهو الكالفرد هيدول موجودة هنا قد بحيث لو احنا نعمل مين اللي هي الهيدول بتاعت الكالفرد نفسها اللي هي بتبقى الوينجز دي بتبقى من هنا بس انضيفها وبنطبعا بنخرجها الانلت والاوتليت ولكن في الحالة دي انا عايز اللي هي مين اللي هي الجزء الخاص بالربط عندي هنا بقى الايه بتاعتنا حلو كده على حسب الايه الكون شكل الكون بتاعه ايه وما الى زلك فنه هاخد اللي هو ده وبقول له ايه طبعا في كزا حاجة تانية وفي برضو ممكن آآ اه 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 تختار طبعا الشكل او الفاميلي اللي ايه اللي تناسب معاك حلو كده اه بسم الله الرحمن الرحيم نختارها بردو نختارها بردو او ما فيش مشكلة بنقول له اوكي هو ينزل للفاميلي ولكن الفاميلي بتنزل فاضية تعمل تلك يمين و تيدي تقول له تمام كده وبتختار السيز اللي انت عايزه وانا انا اخترتها الى مين الوال سيكنس ديامتر ديامتر بسم الله الرحمن الرحيم او ده اللي هو القطر بتاع من القطر بتاع المنهول بتاعي هخليه 120 زي ما هو ده اللي نعايزه بقول له اوكي ونفس الحكاية في الحاجات التانية لو انت حبيت تضيف حاجة كامل كمين اتبرتزايزه بتيتدي تضيف الحاجات التانية ده كده انا ضفت البيب وضفت الستركشور لكن هنبص هنا اسواء في البيب او الستركشور فيه حاجة اسمها رولز ايه هي الروز دي حتى لا نحنا ما نعرفش ونقول اوكي دلوقتي في حاجة لو ان انا هصمم على سبيل المثال هصمم الشبكة هبتدي اقول له والله هنا هحط منهول منطقة دي ومنهول هنا ومنهول هنا طب بناء على دلوقتي لما انا ببديله على الرسمة هو بيعمل لي اللوكيشن بتاع المنهول نفسه واللوكيشن بتاع البايب طيب المنسوب هو جابه ازاي عادة المنسوب بيجيبه ازاي وازاي بعد كده انا اعرف مثلا الشبكة بتاعتي دي مطابقة للمواصفات ولا لا فدي ما تسمى عندنا هنا حاجة اسمها زية ما شاهدين هنا عم عندي لكن الرويل على حسب لها اعزرول بتاعبيحams اعزروة بتاع Türk لو دخلت هنا في اتلاق chauff اسمها اعمل عليها click in قول له تمام كده دي كده اليه ايه التفاة تمام كده وقول له احنا عندنا المواسير لله خمسة و ول이라 ليه تلاتة رولز. طعم كده لو انا قلته اد رولز. راجب بيقولي والله انت شغال في الكاتجوري بتاع وعندك خمسة رولز. طعم كده? وفي حالة لو انت عندك زي ما انا قلت فيه تلاتة رولز. ايه هي الروز دي? يعني في بس هنا. ونقول له كده. ونفتح الملف بتاع رولز. الروز دي زي اللي هي ايه? زي ما احنا قلنا القواعد او الاسس اللي هيشتغل عليها البرنامج. هو عنده في خمسة رولز حاجة اسمها كافر اند سلوك. يعني ايه? يعني انت احنا دولتي لما هي اعمل هقول له والله هنا على البلاين نفسها هقول له والله هنا مكان كافر ما سوري مكان منهول زي ما زي ما موجودة اللي موجودة هنا دي كده. هو هنا عبارة عن زي ما نشوفين ده كده منهول. وروح هنا هي انا بعمل هولو بحط مكان المنهول هنا وبعدين بعمل له تانية هنا بحطي لي منهول تاني هنا ووصل لي ما بينهم بمصور. تمام كده? ولكن هو الفترة كلها ان الروز بقى بتحكم عمليك مين بتاعة المواسير دي وبتاعة المنهولز دي. فبالتالي لازم انا احدد له الاول قبل ما ابتدي ارسم على الرسم نفسه. ليه? عشان هو بيرسم. يفضل طبعا انت ممكن على سبيل مسال انت ممكن ما تعملش وتعمل الشبكة كلها وبعدين تعمل وتقول له لأ طب بقلي الروز بتاعتي على الشبكة. انت ممكن تعمل سواء قبل او بعد ما فيش مشكلة. ولكن يفضل ان انت تحدد الروز بتاعتك قبل الشغل. الروز بتاعتك بناءة على المواصفات بتاعتك. انا مسلا هنا عندي حاجة اسمها يعني هو بيشيك هنا في نفس الوقت بيشيك بتاع مين? بتاع بتاع بتاعتي. حلو كده يعني بيديني اوشن النا انا ادي له مسلا مينمام وماكسيمام كافر وبادي له مينمام وماكسيمام سلوب. بحيس ايب انا كده بادي له معيارين هو يشتغل بناء على شكل السطح اللي هو اشغال معاه وبناء على مين المعطي ده? اللي هو مين الكافر اند سلوب. هنا في حاجة لما انا هقول له بناء على الكافر اونلي. انا يهمني الكافر بس ما يهمنيش السلوب كام. ممكن السلوب يزيد ولكن الكافر يبقى لي مينمام معين وماكسيمام معين. ما يزيدش عنهم ولا يقل عنهم. تمام كده? يبقى دي كده رول تانية ممكن اضيفة معايا. الرول التالتة حاجة اسمها يعني المسافة ما بين مجرد ما انا هنغزله مع الرسمة على سبيل المسال انا بعمل على الرسمة والله يجيت مسافة المفروض التصميم بيقول لي مسلا المسافة ما بين اكبر مسلا ما بين معنهم والتاني او التاني. بتبقى مسلا فرضا على سبيل المسال على حسب المواصفة مسلا يقول لك خمسين. لكن وانت بترسم جمب ستين متر. مين اللي يقول لك بقى انت صح ولا البرنامج هيقول لك ويتلع لك خد لك يعني هيبقى في جزء كده ان التور هنا اه مش مش زي المواصفة. فانت ساعتها لازم ايه? لازم تعدله. طبعا هو البرنامج مش هيجبه لك اللي انت هتعدله هو البرنامج ما بيجبركش عادتها انت تعدل حاجة. ولكن بيقول لك خد بالك هنا ده برا المواصفة لو انت عايز تعدله وممكن انت عادله مش عايز تعدله تساعة طيو. بيدي لك برضو يعني بيدي لك المسافة ما بين ايه المنهل والتاني بحيس يجيب لك طول المواصفة مظبوط ولا لأ. هنا في حالة لو انا بربط مصورة مع مصورة بدون منهل. هو في العادي مفروض المنهل بياخد مصورة ان ومصورة اوت يعني. في بعض حالات انت بتربط مصورة على مصورة مباشرة هو بيدي لك بحيس لو المصورتين دول مش نفس مسلا في واحدة بتاعها كبير وواحدة بتاعها صغير. عملية الربط ما بين السايز ده والسايز ده. تربطها منين? هل تربطهم مع الطب مع بعض كده? مسلا? حيس انت هترجع في المسلا الجزء اللي تحت دي. باي اه اي وسيلتهم ما. او انت هتربط الامفرت مع الامفرت وفضل طبعا تربط الامفرت مع الامفرت. تمام كده? وهي سيفل هنا او تربط السنتر مع السنتر. البرنامج بيدي لك ايه? التلاتة اوبشن دول. والبايب الاخيرة او سوري باي برو للاخيرة هي عبارة عن بتاع البايب بتاعتك. البايب بتاعتك بتوقف فين? لما بتروح عند المنهول. هل بتوقف في المنهول زي ما احنا شايفين كده? ولا بتوقف يعني بتوقف مع مع الخط الدخلي للمنهول او بتوقف مع الخط الخارجي للمنهول. يبقى دي مجموعة ممكن انا اطبقها او سوري بعملها للبرنامج بحيس البرنامج مباشرة واحنا شغالين هو اوتوماتيك بيشوف الروز دي وبيطبقها لي وبيعمل لي الشبكة بونايا على اساسها. كلام ده كله بيتم في حالة لو انا بعمل الشبكة او بصمم الشبكة في البرنامج. اما لو الشبكة مو صممة ده الوضع مختلف تماما على الموضوع ده. اي دي الروز الخاصة بمين? الخاصة بالبيبز. اما هنا في دي الروز الخاصة بال اه المنهول او بيقول لك معنى ايه? ما يكونش انت مسلا على سبيل مساء انا عندي هنا ديامتر بتاعه اه يعني متر حلو كده. والبيب اللي دخل عليه خمس ومية فما فيش مشكلة. ماشي? ولكن هنا مسلا نفس اللي هو الف ولكن البيب اللي دخل عليه الف ومتين. هل هي صح? طبعا مش هي صح. لان المصورة دي اكبر اكبر من المنهول بتاعي فما ينفعش. بالتالي هو بيشيك لك عجوز ايه دي? لان انت الخط بتاع المواسير بتاعتك او خط بتاعك ممكن تحط في مواسير بقى اكتر مختلفة ممكن تحط في بقى اكتر مختلفة. فبالتالي هو البرنامج دايما بيشيك لك هل المصورة اللي دخل على ده السايز بتاعها مزبوط معاك ولا لا عشان ما ايه ما تعملش حاجة ما تركبش على بعض. تاني حاجة عندنا هناك حاجة اسمها يعني لو انت عندك المنهول بتاعك او بتاعك في مصورة داخلة وفي مصورة خارجة فبيدي لك مين? بيدي لك المسافة البجنية منهم كم? عشان يعتبر بتعمل بتاع المنهول كده نفسه بيكبر وبيصغر بناء على مين? على القيمة دي. تمام كده? يعني هو بيدي لك بتعمل بتاع الجزء دي. اخر حاجة خالص حاجة اسمها اللي هي القاع الداخلي للمنهول. هل انت عايز تعمل قاع داخلي للمنهول ولا لا? ان احيانا لو هو مسلا اه خط صرف صحي غالبا ما بيكونش فيه قاع بتبقى مباشرة. تمام كده? ولكن هنا في خط تقريب انسيول هو بيبقى في ايه? في جزئة قاع هنا بحيث اي ترصبات تتراب وماء لذلك تترصب هنا هي بس المية تبتلك ايه? تكمل معنا هنا. تمام? طبعا لا اختيكم سرا ان انا مشتغلتش في الشباكات اه فعليا في المواقع قبل كده على حاجات بسيطة جدا يعني. وكان من سنين لسنين. اه حتى المشروع الحالية انا مش مش مدرك قوي. الشغل بتاعنا بجي طبعا لو احنا متصميمة جاهزة احنا بس بننفذ في الموقع. اما عمالية التصميم ونزلك طبعا هي معايير كتيرة ولكن احنا هنا بنوضح لكم البرنامج اللي موجودة فيه. وهو طبعا اغلب الناس يعلم بالشيء يعني اغلب الناس بتصمم في برامج تانية زي الووتر جيمس والووتر كاد وما الى الزلك العيلة بتاعة اللي دي بشكل عام تقريبا. اه وفي الاقت خالص بيطلع بتاعهم حاجة شيء زي لوح كاد او كده. بتيجي على عايز يتعمل لها الموديلينج. فاحنا الاغلب الشغل عادة بيتعمل موديلينج للداتا اللي طالع منين? من الشبكة من برامج تانية. حلو. لكن البرنامج بيدي لك اوشن اللي انت تعمل ايه? تعمل فيه الكلام ده كله. طبعا الدرس ده لسه كان في موعد شرح بقى ازاي الروز دي بتشتغل ولكن ده طبعا ترجع له فيه في درس الشبكات ان شاء الله عطلين يتغطي بشكل كويس جدا جدا ان شاء الله. انه ده اكبر موضوع اللي اتكلمت فيه في البرنامج. فبالتالي لو احنا حبينا نعمل مسلا على سبيل المثال. هنعمل في نفسها نعمل بايب رول. حلو اللي احنا عملناها بايب آآ بايب رول سوري. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ما شوفين الشبكة دي. اه ما شوفين شبكة دانية. اه دي البايب وعملنا بايب رول اللي هي الاتش بايب دي. ونقول له ايدت. وبنختار مسلا الرول بتاعتنا اللي هي مين? هو راجل هنا بيدي نيور دي والله انت عندك مينما سلوب ماكسما سلوب وعندك مينما كافر وماكسما مكاور. تيجي تغير هنا ما بيغيرش شيء. انت مجرد ما بتقول له اوكي. تظهر معك هنا تقدر تغيره انت هنا. بحيس يبقى عندك سلوب اقل سلوب تقدر تستخدمه في الشبكة كام? واقل سلوب تستخدمه في الشبكة كام? واقل كافر وماكسما مكافر. بحيس دي معايير تشتغل بها طول ما انت شغل. معايير تشتغل بها مسلا هنا واحد ونص اقل حاجة واقصى حاجة خمسة متر. تمام كده? بحيس البرنامج ايه طول الوقت يبقى تشغل معك بالمعايير وتاعتك. تمام? دي البيب مين? البيب رول. نفس الشيء لو حابيته تعمله. اه مجموعة الاستراكشور مسلا انا هعمل الواحدة بس استراكشور كده. على سبيل المسال برضو اتش. ادي اتش داش استراكشور رولز. وهاخد رول واحدة اللي هي السم ديبث. حلو كده واقول له اوكي. وانا عايز سم ديبث عبارة عن تلاتين سنتي مسلا وبقول له ايه? ابلاي وبقول له اوكي. تمام. لكن انا عملت شبكة. اصري عملت البيب رولز والاستراكشور رولز. كل ما هنالك ان الشبكة اللي انا عملتها اللي هي. في البيب نتورك نفسها. البيب نتورك بتاعتي. تمام كده? اللي احنا سمناها. بقول له ايدت. لازم بنقول له ايه? ادي بتيجي في البايبز. بقول له لايق البايب. عندك هنا رولز. اختار مين? اختار الاتش بايب. وقول له اوكي. بكده هياخد الروز بتاعت الاتش بايب. وفي الستراكشور. حلو كده. كلهم هاتلي مين? الروز. بختار له هنا بقول له استراكشور رولز. وبقول له اوكي بحيس يفعلهم على مين? فعلهم على كل. تمام كده? وبقول له اوكي. وببتدي ارسم الشبكة بتاعتي. بيجي هنا بايب نتورك وبقول له بايب كريشن تولز. دلوقتي انا عندي رولزات جديدة اللي اسمها بيم اربيا. تمام كده? السطح اللي انا هرتبط به اللي هو سطح الطب بتاع الطريق اللي اسم ورود. اه الكتابات انا مش عايز اخذر الكتابات وفي نفس الوقت الشبكة عايز تسميها ايه? انا هسميها مثلا نتورك الف واحد. ما سميها كده نتورك الف واحد وبقول له اوكي. بيزهر لي بقى الويندو دي. دي الويندو اللي هي ايه? نتورك اللي او التولز. نفس فكرة مين? الالايمنت والبروفايل وما قال لزلك دي برضو ايه بار ظاهر معي? هو بيقول لي انت اللي انت شغل بيها تمام كده? والسرفس السطح اللي انت المرتبط بيه اللي هو ورود واحد. وهنا بتختار نوع المنهول اللي انت هتشتغل بيه. حلو كده? طبعا المنهول كل عنصر من العرص بتاع الرسمة بتاع السوري الشبكات ممكن تعدله في اي وقت بعد كده ما فيش اي مشكلة. فانا هنا بختار مسلا انا عايز والله. طبعا عندك كزا حاجة بيختار لك منهم. حلو دي اخترت هنا. والبايب بتاعتي انا هشتغل بايب مسلا ستمية. حلو كده? هشتغل بايب ستمية. تمام? طيب. الفكهة كلها في عندنا هنا اوبشن بيقول لك تجول اوبستريم داونستريم. هل انت هتبتدي من اول الشبكة يبقى انت بدأ من العالي ورايح ناحية الواطي? ولا هتبتدي من الواطي ورايح للعالي? ففي الحالة دي انت بدأ من العالي ورايح للواطي. زي ما تشايفين السهم يازل لتحت. لو عكسته يبقى السهم طلع ايه? السهم طلع لفوق. حلو كده. فالعالي دي انا ببتدي من اعلى نقطة في الشبكة. وببتدي اروح لعالي نقطة موجودة معايا في الشبكة. طيب. هنا انا هرسم. آآ بسم الله الرحمن الرحيم. هو هنا عشان طريبا احنا عاملين بتاعمل. فما تجيبوش مع بعض تقريبا. طيب نتورك. البرتلس طيب نضيف معلش. انا نضيف هنا تاني اللي هي الكونكريت بايب. هلو كده ونحط فيها ستمية. بسم الله ستمية وبقول له اوكي اوكي. تمام? وباجي هنا في الشبكة اللي انا عملتها هدي. بالفعل عملت شبكة سميتها الفمية. اللي هي الفمية بقول له سلم. اللي هي الفمية. تمام? ايدت سوري ايدت. وبختار له من هنا اقول له انا عايز. اختار مين? اختار الكونكريت اللي هو ده. وده. هو اقفلها ليه مهتمة متناشا نحتاج نحفظ الملف او حاجة. نحفظه. ونعفره. ونرجع نفتح تاني. كله هو ده. بسم الله. اه كده تفعل. تمام? يبقى انا هاختار الكونكريت سيلندر بتاعي. وهاختار من هنا بتاعتي. على حسب الستمية سواء. هنا تدي ستمية بي في سي او ممكن تعمل ستمية مين ستمية كونكريت اللي موجودة هنا. فانا اخد ستمية بي في سي مسلا. تمام كده? وهنا بيقول لي هل انت عايز ترسم يعني ايه يعني انا دراتي هتدي له مسلا تلاتة تلاتة كليكس على الرسمة هيبتدي الاول وبعدين عند كل هتدي له هيحط ويوصل ما بينهم اول انا عايز ارسم بس او ارسم بس. في الحالة دي انا هرسم تمام? مجرد ما بضغط هنا اول نقطة على سبيل مثال في النقطة. هنا كده زي ما انت شايفين هو رسم لي اللوان هو البتاعي بشكل الدايرة دي. ومعي الايه? شكل المصورة بيبتد معي هنا. حل? فانا حمل مسلا مسافة طويلة كده في الاول. احط مسلا هنا. تمام? طبعا انت بلحط هنا على طبعا ايه? انت شبكة بتاعتك كامل السنتر لاين او كامل اتج الطريق وما الى زلك. على حسب المواصفات ايه المواصفات بتاعتك. حل? فانا هبارضو هعمل بايب تانية هنا. ماشي وهعمل واحدة اخيرة في الحدة دي كده وبقول له. يبقى كده هو عملي شبكة الشبكة بتاعتي دي. حلو عبارة عن ايه? اه حاجة هنا في في القائمة البروسبكتور هتلاقي اللي هي واحد ديرو ديرو واحد. يضغط عليه هنا بيقول لك والله انت عندك وعندك هنا بيبتد بيقول لك هل عندك انت حاجة ولا لأ? انا جينا في السهم جدا وجينا على الشمال. اقول لك والله لا انت علامة علامة صحي دي معناها ان الامور عندك تمام في البايب ليه? البايب رولز اللي انت عملها جاية زي الفل تمام ما فيش اي مشكلة. نفس الشي في لو انا جيت على الشمال هنا. زي ما شايفين علامات الصحي دي كلها اوكي. طيب دلوقتي المسورة دي كده. اي اي مسورة اي بايب انت بتختارها بيجيب لك بتاعي موجودة في وفي نفس الوقت عندك البايب بتضغط عليها بيجيب لك بقى تفاصيل البايب دي عبارة عن ايه? حل? اه انت المفروض اقول له المنمام السلوب والماكسيموم السلوب اقول له والله من واحدة تمانية. فقال لك والله انت السلوب بتاعك ما عملش هنا. نفس الشي لو انا جدنا في التفاصيل بتاعت نفسها نلاقي هنا بيقول لك كام? تمام كده? يعني المنصوب في البداية كام والنهاية كام? والاحداثات في النهاية كام والبداية كام? تمام كده? والستارت آآ سنتر لاين لدي نقطة سنتر لاين بتاعها. احنا عايزين في البداية والنهاية ومجموعة تفاصيل كثيرة وما الى ذلك. طيب لو احنا حبينا على سبيل المسال انا هغير بتاع حاجم ده الموجودين هنا. مجرد ما انت بتغير هنا بتغير في الشبكة بشكل عام. يعني هنا من ستمائة واربعين اخلي ستمائة وتلاتين وبقول له ابلاي وبقول له اوكي. كده غير لي في منسوب مين البايب. ولكن لو بص هنا هنا زي ما انتم شايفين زارت معي علامة حمرة هنا. علامة حمرة معل زلك ان في ايه? ان في حاجة هنا. لو انا وقفت عليها حتى كده. بيقول لي والله هنا المكسيموم مسلوب دي بقى. اقصى في المصورة بتاعتك تم انتهاك ويعني زي ما بيسموها. فلو اعنا بص هنا في الروز اهو زي ما شايفين. انت عندك هنا المفروض اقصى حاجة تمانية. بس الفعلي دلوقتي تمانية بوينت زيرو اتنين. فانت كده ايه? الرول بتاعتك ايه بص. ونفس الوقت برضو المكسيموم كفر. انت المفروض اقصى حاجة خمسة دلوقتي لا اقصى حاجة بقى عندك كام ستة متر وكام وسبعة سنتي. فانت اما تعدى اليدوي اما بترجع ايه? مسلا احنا هناك تسلاتمائة واربعين مسلا على سبيل ستسلاتمائة تلاتين وبقول له ابلا بني في الروز يعني الامور ماشية تمام اوكي خلاص بالنسبة لي الامور ايه الامور تمام. حلو. دي كده اللي انا عملت مين عملت الشبكة? ونفس الشي برضو مجرد من انت بتضغط عليه بيجيب لك هنا بتاعتك. وبيجيب لك والله يقول لك بتتفاصيله ايه? نفس الوقت بتاعته. يعني بيبقى ليه اتنين بارت. في المصورة دخل عليه ومصورة خارجة ايه? ومصورة خارجة منه. هو بيجدي لك المفروض اين وقود? ارقمهم كم? اه. بقول لك والله انت عندك اللي هي البايب تمانية. طبعا دي عشان فيه مصورة بس انا اخترت اول مصورة واحدة بس اللي ايه? اللي مرتبطة بي. لكن لو انا اخترت مسلا المنهل ده. مفروض المنهل ده فيه مصورة اين ومصورة اوت. مصورة يعني بايب اوت. غير ما بضغط عليها اوه. قال لي والله البايب بتاعتك اللي داخل عليك دي. بتاعها كام? اه دي. فيه واحدة مفروضة اعلى والتاني. اه نزلت عشان شكرا نزلتها بشكل يدوي. فما مزبطش دولاتي. مفروض نعمل رولز التاني. طيب. البيب اين المفروض? المفروض يكون اعلى من البيب اوت. يعني البيب اللي داخل اعلى من البيب اللي طالع. ولكن عشان انا دخلت بواحدة بشكل يدوي. الدانية ما تزبطيتش. فلازم بعمل هنا اختار الشبكة اللي انا عايزة بقول له موديفاي وبقول له ابلاي رولز. تمام كده? مجرد ما بشوف برضو تفاصيل بتاعته تعدل اتولى لسه. المفروض نتخطر الشبكة بتاعته. دي الشبكة بتاعتي بقول له سيليكت. موديفاي بقول له ابلاي رولز اول واحد لحد اخر واحد اللي هو ده. هو اختار الشبكة بتاعته بقول له اوكي. نبتدي نشوف المنهول ده. عدلي المنسيب بتاعته ولا لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. او زي ما انتم شايفين عدل ايه? الرقم من انا قد تغيرته ستمية اربعة وتلاتين اللي عدلته الادوية هو اغيره لي خلاقوا دي ستمية اربعة وتلاتين سبعة وخمسين. هو عمال لي المنسوب الداخل هو نفس منسوب ايه? المنسوب الخارج. لان انا مش عامله درو موديد ما بين الان والاوت ممكن تعمل انت ادرو ما بين الان والاوت لو انا على سبيل المسال اعدلنا بالسيتنزز هنرجع بقى في الستركشور وبنرجع في الستركشور رول سيت اللي هي بتاعتي الشام دي. وبقول له هنا في حاجة اللي هو الايه؟ دروب اكروس استركشور وبقول له اوكي. انا عايز دروب فاليو كام عايز عشرين سنتي هلو كده وبقول له ابلاي وبقول له اوكي وبارجع تاني في البرو في وبقول له select للنتوارك بتاعتي بقول له سيليكت وبقول له من البداية وحتى النهاية وبقول له انتر. نرجع هنشوف المنهول اللي في النص ده. تمام? هو ده كده. هنلاقي او ما عامل ديش هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عملش الدروب. ما عملش الدروب. دي اسناء العمل. او دروب في حول فرق منسوب يبقى من الى مينم وماكسيمم. برضو ما بطلع هنا نفس المنسوب. ما مفيش مشكلة. طيب. اندي ايه الرول زي ما ممكن ان نرجع لها تاني. ما فيش اي مشكلة يعني. في بدلوقتي دي كده ما احنا عملنا الشوكة بتاعدنا. الشوكة بتاعدين دي طبعا ممكن نستخرجها بشكل كامل. او الطول بوكس. او الطول بايب نتورك. طريبا هنا في بايب نتورك. تمام كده. في عندي البايبس لو هتطلع البايبس الوحدة بايب 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 باي كل الشبكات في البيب نتوارك انا عايز البيب بس ايه ببيب نتوارك اللي انا عايزة دي او قالي والله اندي عندك بايف برقم 8 وبرقم 9 وبرقم 10 والبيب دي الانفرت اللي هو الابستريم والدونستريم يعني بدايتها ونهيت كل بايف بدايتها كام ونهيتها كام والسلوب اللي فيها كام تمام كده والطول السنييي الابعاد كام وسلسي الابعاد ازر يتى الشر السني لاجي لابطي بالنفس البيب نفسه بدينا الاسط و الن Bus بتاعته ويدي لك منصوب term توقعك وهو منصوب داخلي بداية يعني لو رجعنا كده للمناهل. مثلا شكل هنا كده. اللي هو منصوب الغطا. حلو كده. والدق والآآ والآآ سم اللي هو منصوب القاع بتاع مين? بتاع المنهول بتاعك. حلو كده? يبقى عندك منصوب التوب ومنصوب مين? ومنصوب البوتوم. بيدوه لك فين في التقرير بتاعك? تمام? والاستينج ونورسينج بتاعك. ونفس الوقت يقول لك البايب اللي داخل ايه والخارج ايه? تمانية وبايب تسعة وبايب تسعة وبايب عشرة وهكاسة. يبقى ادي لك البايبز ويدي لك مين التفاصيل. يبقى اطلع لك تفاصيل الشبكة بشكل عام. للايه? للشغل بتاعك. آآ طبعا الشبكة نفسها ممكن بدلت ضفها لآآ باسم الله رحمة الرحيم. لو عايز تضفها زي ما حاملنا كده احنا مسلا هنا ضيفينها من السطح المين السطح البروفايل اللي موجود. انا هنالغي هيها مسلا الشبكة اللي موجودة دي. هقفل. هقفل الشبكة دي باسم رحمة البروفايل انا فعلت الشبكة اللي موجودة دي وحبتدي ادخل الشبكة بتاعتي دي في الرسم. كل ما هناك اللي انت بتختار الشبكة بتاعتك اللي هي بتقول له تمام? اخترها لي بيديتي لك هنا بيقول لك يعني في انا عايز ارسم في الشبكة بتاعتي مجرد ما بتختار بتزهر معك الشبكة على مين? على البروفايل بيو مباشرة. حلو كده. طبعا انا هتلاقي هنا الشبكة مش متصلة بمين بسطح الطب مباشرة هنا. ليه? لان السطح الطب ده على في حين ان انا المنهول بتاعي ده مش على زي ما تشافين المنهول بتاعي بعيدة على فبالتالي في نسبة ميل يمين ونسبة ملشمال. فممكن يكون على هنا الشكل ان هي مش ملاصق ولكن هو فعليا ملاصق بقناة على السطح الطب بتاعك. فلو لو الشبكة على السنتر لاين بالزبط اعتلاقي الامور ماشية تماما ولكن مش على السنتر لاين اعتلاقيها بعيدة كده شوية. طبعا كل الشبكة اه الشكل بتاعها ده ممكن ان تغيره زي ما انت عاوز الكتابات الزهرة زي ما انت عاوزه وعملية الكتابات هنا سهلة جدا انت بيضغط على البروفايل سوري للشبكة نفسها وتقول له فبيقول لك ان انت عايز يعني يجيب لك الشبكة بالكامل على الرسمة او انتير بروفايل فالانتير بروفايل دي يعني هزهر لك كل الكتابات لكل البيانات اللي موجودة دي على الرسمة. على سؤال على البروفايل فانا اقول له والله هنا عايزة انتير البروفايل زي ما انت شايفين ازهر لي تفاصيل بتاعي هنا ايه اقالي رقم مكام. طبعا ستيشن اوفست هنا اعمال هاي العلامة استفاهم لانا انا مش رابطه بايه مش رابطه بمصار موجود معاين في الرسمة. وهنا اللي هو نصوب الغطاء اللي هو نصوب القاع والنورسينج والنورسينج كام? هنا المنهوم اللي بعته والتفاصيل بتاعته ونفس الشتاء البايب نفسها طولها كام? التفاصيل بتاعتها ايه? السلوب بتاعها كام? وطبعا كنت في دروس التفاصيل حاسب كميات بتاعتها المبدئية بتطلع كام? حلو كده طبعا ان شاء الله ترجعه دروس التفاصيل على القناة بتداء من الدرس الاربعين لحد الدرس تلاتة وخمسين. تلاتاشر درس نفيهم تفاصيل كدير جدا تنفعكم ان شاء الله. يبقى كده احنا عملنا شبكة وعملنا الشغل بتاع زي ما احنا شايفين كده. وعملنا ايه? وعملنا الكتابات بتاعتها واظهرناها هنا. اخر حاجة نحب من نذكرها في حيث لو انا عندي كزا شبكة وعايز اعمل تداخل ما بينهم. طبعا هو السفل حلو ان هو بيعمل تداخل وبيجيب لك التفاصيل بتاعت التداخل وكل شيء. ولكن مشكلة السفل ان هو بيجيب لك التداخل في الشبكات ما بين شبكتين بس. يعني بيقارن لك ما بين شبكتين. حالة لو انت عندك اكثر من شبكة على سبيل المسال خمس شبكات ما ينفعش يجيب لك الخمس شبكات مع بعض. بيجيب لك كل شبكتين فقط مع بعض. والتفاصيل التقاطع بينهم ايه? اما طبعا في النافس بيجيب لك تقرير بكل الشبكات ولكن انا خلينا احنا في السفل دلوقتي فانا عايزة اعمل تقرير ما بين مسلا على سبيل المسال انا عندي الشبكة اللي هي اللي هي احمر دي والشبكة اللي هي بتاعتي الاساسية اللي انا عملها دلوقتي. فالشبكة اللي هي احمر دي وانت ضغطت عليها اسمها اتنين. فبنيجي نعمل هنا حاجة اسمها الانترفيرنس تشيك. انترفيرنس تشيك. قولو كريات ترفيرنس تشيك. فبيقول لي اختار عنصر من الشبكة الاولى. الشبكة بتاعتي دي. وعنصر من الشبكة التانية اللي هي الشبكة دي. لو نزيت انت ممكن ترجع تانية تختارهم من هنا ما فيش مشكلة. البرنامج بيقول لك خلاص انا عاملك وهاسميه لك بالمسمة بتاعه مثلا هسميه واحد او الواحد تمام كده. ما بين الشبكة بتاعتي اللي هي الفمية والشبكة اللي اسمها اتنين اللي هي الشبكة الحمراء دي. تمام? وفي حاجة اسمها سري دي في حالة لو انت مثلا على سبيل المثال هو في عادي هشوف التدخل المباشر. انت ممكن بتعمل طول والله كمان مش 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 البيب نفسها لو انا عايز كمان نتطاق او محيط حوالين البيب نفسها ما يكونش فيه تدخل. يعني ايه? انا مسلا على سبيل المثال لو انا شتنا من cancel هنا. لو انا عندي البيب بتاعتي قطرها 0.6 اللي هو 60 سنتي حلو. ولكن انا عايز حوالين البيب بتاعتي دي. لو انا السنتر كده بقطر اه اه اتنين متر حوالين منها كده ما يكونش فيه اي تدخل شبكات تانية. يعني لو لو فيه شبكة معدية كده مسلا يقول ان فيه تداخل رغم ان المصورتين بعيدة عن بعض يعني دي كده المصورة بتاعت مين? المصورة التانية اللي فوق مني. مالش يا كده. دي المصورة اللي فوق مني. هي بعيدة مباشرة تماما عن بتاعتي. ولكن في النطاق او في الحيز بتاعي. والحيز ده مسلا حيز حماية. فبالتالي هي بلاك تقول لك الله فيه هنا تداخل. تمام كده? في بداية اسمه ايه? ايه? اللي احنا ايه? اللي احنا بصينا عليه اللي هو دلوقتي ده. بسم الله الرحمن الرحيم نجيب الشبكة الاولى. هادي الشبكة الاولى. وهادي الشبكة ايه? الشبكة التانية. اللي هو تفاصيل بتاعته هنا بيقول لك على حسب الديستنس كام حوالين منك. مسلا في الحالة دي بتقول له مسلا متر او نص متر وبيجيب لك ايه المعايير بتاعته. مجرد ما بقول له اوكي. او برنامج بوس راح اقل لك او والله انت عندك ايه عندك تداخل واحد موجود فين? في الشبكة بتاعتك ما بتقول له اوكي? تمام? مجرد ما انت بتعلم عليه ادي الشكل بتاعك بتقول له سيليكت. حلو? وبتقول له ورهولي بشكل مين? بسم الله الرحمن الرحيم. ما راح فين التداخل بسم الله الرحمن الرحيم. هو التداخل اللي احنا بصينا على الشبكتين حتى نفسهم. انا هعمل الشبكة دي وقول له والسلكت والشبكة دي. زي ما انا شاFC انا عندي ايه? عندي ده الداخل في الشبكتين. لو انا بست كده ايه. عندي بتاعتي دي. دي دخلت في في الكيفر بتاع من? اصري monte بتاع بالداخل بتاع الايه? بتاع الشبكة التانية. عندي تداخل في المنطقة ايه? في المنطقة دي. حلو? اللي هو التداخل اللي ايه هنا زي ما ما تشافين? اللي هو ده. ده كده شكل التتاكل يا انا بصياتي عليه. بشكل ثلاثي ابعاد اهو. ده كده جزء المتداخل ما بين مين ما بين الشبكتين. انا خدت حتى المنصورة دي. اخد المنصورة دي والشكل ده. اهو. هي المنطقة دي. حتى هو عملها لي جوه ايه. ايه. زي ما شايفين كده ادي ايه الشكل بتاعي المتداخل هي المنطقة دي بس. المتداخلة مع بعضها. ففي الحالة دي انت بتعدل بقى بناء سواء انت بتحرك المنهور بتاعك ده شوية او بتعدل التجاه المنصورة بتاعتك لان ده هنا تدخل فطبعا لازم مين? لازم تعدل ايه? تعدل التفاصيل بتاعت البايب بتاعتك. اما لو بايب في بايب على سبيل المسال. لو انا حبيت اعمل تاني. هلوة كده. ما بين الشبكة الحمرة دي والشبكة الزلقة دي. تمام? وبقول له اوكي. هو هنا شايف تدخلين. تمام? ادي دخلت بقى ايه? المجموعة دي كده. والمجموعة دي كده وبقول له زي ما انت شايفين انا عندي تداخلين مصورتين ايه? مصورتين مختلفتين. حلو كده? فساعة انت ممكن تعالي المصورة دي او تغطي المصورة دي ايا كان الحل الفعلي او التصميمي بتاعك ايه? بحيس انت داخل بتاعك ايه يروح. مجرد ما انت بتعمل التغيير بتاعك. يعني على اسم المسال انا هغير المنهول ده. وبتدي مسلا نجيبه النحة التانية هنا كده. ماشي. وباجي ايه? زي ما انت شايفين على طول جهر تعامل الصفر. معنا زيك ان هو عايز تعمل له افديت. يعني نكليب يمين عليها وبتقول له ايه? ريران. تشيك. قال لك والله خلاص الامور بالنسبة للشبكة اللي هو سوري الانترفيز الشكلة اولين اللي كان ما بين الشبكة الاساسية بتاع ايدنا والشبكة الحمراء. بقى زيرو فوند. خلاص ما فيش مشكلة. اما التاني بقول له ريران. قال لي لا لسه عندك تداخل لازم تصلحه. فساعدها مثلا فرضا على سبيل المسال. فابتدي اعدل مين? اعدل المنهول بتاعي وبعمل تاني. رن. بيقول لي اوكي انت تمام زي الفول وهنا. ناسف بقول له رن. بيقول لي اوكي بك انا خلاص انا عندي الاتنين اوكي ما فيش ايه. ما فيش ايه مشكلة فيه. انا كده خلصت مين? خلصت التداخل اللي كان ما بينيه? ما بين الشبكات. انا عارف لو الشبكات موضوع علاية كبير جدا. مسلا سمحوني انا ما عرفتش اخطيه في الدورة هنا ولكن هو موجود بالكامل. هستغذركم نفتح بس اليوتيوب. اليوتيوب بسم الله. لو استغذركم تدخلوا على دورة برنامج سيب 3D. اللي هو السباح واحدة سبعين دارسة حتى لان هما. انت عندك. ايه الشبكات بدعم الدرس رقم اربعين ولحد الدرس رقم. تلاتة وخمسين. درس اخمسين ده لو ازاي تعمل البرشور نتورك. لان البرشور نتورك في شوية عن عن ايه? عن ايه? اه هو الجرافتي نتورك. اعتبر اغطينا بشكل سريع بس كده البيبات وعملنا عملنا كده ديمو بسيط عنها. سمحون اننا ما طورناش فيها ولكن عشان بس اللي ايه? اللي حابب بيسأل في حاجة تانية في برنامج السيفل بشكل عام لان دي اخر محاضرة اللي عايز يسأل في حاجة. طبعا كنتو قالين ان انتو على الاسمو ايه ده? كنتو سألين عليها الكنتري كت. دي ممكن نبدأ بيها على السنة ايه? كسؤال لاعتبر اول سؤال. نستاذي نفسي في الشبكات. لان غالبا احنا نقفل برنامج خالص. تسمعوا عن الكنتري كت ولا لا? اللي يعرف عنها حاجة يقول لنا واحد اللي ما عرفش يقول زيرو. زيرو 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 بسم الله ما شاء الله. طيب. قلت لك يا معدواتي الكنتري كت دي اه هي كل ما هنالك عبارة عن اه اه مواصفات بتبقى خاصة بدولة معينة او 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 جهة معينة وبتتعمل المواصفات دي بشكل ملف جاهز بدل ما احنا نعملها بمعنى اه مسلا في او كي. دايما دايما انا بتكلم فيها وببعثها يعني. اه عندهم هناك مسلا اه ما عندهمش الاشت وعندهم سيستم تاني. يبقى عندهم كده كود تصميم مختلف. عندهم شكل معين للقطاعات. عندهم شكل معين للآآ للبروفيلات. شكل معين للآلايمنت وما الى زلك. فبدل ما هما كل واحد يفتح برنامج السيفل ويبتدي يعمل الاشكال دي بحيس يماثل الشكل اللي هما عايزينه. لا هما الناس جهزوا عليهم. ادي ملف سيفل جاهز. اشتغل عليه. والداتا بتاعتك كل الشغل بتاعك هيطلع مباشرة زي ما احنا عايزينه بدون اي تعب من ساعتك. حلو كده. اذا كده ابسط شي. زائد ان هما عاملين ايه? مسلا هما عندهم في وزارة النقل بتاعتهم مسلا يعني عندهم قطاع بشكل معين. حرد بشكل معين او بمواصفات معينة وما الى زلك. برضو بدل ما الناس تبتدي تعملها من جديد. لا هما مجهزينه مباشرة فين? في الكانتري كت دي. الكانتري كت دي دايما بتقوله الشنطة بتاعت مين بتاعت الدولة دي. فاحنا هنشوف الاول بنجيبهم ازاي? انت بتدخل هنا وتقوله انا عايز ايه? اه سيفل سري دي كانتري كت. تمام كده? ها دي كت. تمام. هو طبعا كل 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 مختلفة عن التاني. حلو كده. ولكن انت بتختار الفيرجن من اين? من هنا. اه سريد هنا اختار لنا سريد المتاع. كانتري كت. اه هنا بتختار الدولة. سريد احنا شغالي ده قاطع اصدار الفين وواحد وعشرين. ابتقول انا عايزها الفين وواحد وعشرين. انه هي تالي بان دي. اه هو. زي ما شايفين هنا في عندك اصدارات من الفين وانتوناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر هما الى ذلك. لحد الفين وواحد وعشرين. طبعا هوا تطوروا حديثا شوية كان الاول بيجيب لك بس ملف ويقول لك ايه المحتوى بتاع الملف اللي انت هتنزله ده. ولكن دلوقتي فاخد سنتين منزلينها بشكل كمان فيديو. يعني مسلا على سبيل مسلا نفتح الملف اللي هو موجود هنا ده. هو عبارة عن ملف بي دي اف. هو هنا مش بقى مش شرح في البي دي اف نفسه ولكن عامل حاجة حلوة. منزل فيديو هين مختلفين بيشرح ايه جديد في الكونتري كت اللي موجود. يعني فيه شكل فيديو بشكل فيديو كامل تعرف ايه التفاصيل اللي موجودة مين اللي موجودة جوة الكونتري كت. ولكن احنا هنزلها هو عبارة عن ملف زي ما انتشاك فيينه كده بتنزله بيزهر في الاخر خالص عندك بالشكل كنترول جي اللي هو ايه ملف آآ بتعمل له سيتاب عادي اما حاجة بس تقافل البرنامج بتاعك زي ما نقفلت دلوقتي وهبتدي اعمل له مع بعض كده. تمام كده اه دي الملف هو بيشوف المساحة الكافية ولا لا بقول له ايه وانستول. تمام وزي ما شايفين هستغزينكم تبصوا على الشاشة هنا كده. اللي هيزهر في الحتة دي بالضبط ومكان الماوس. يوكي طبعا اهي. ونقول له فينش. زي ما انتش عارفين زي هادت لي ايكونة جديدة تابعة السيفل هو بيقول لي سيفل تري دي الفين واحد وعشرين. يوكي اي اي اي. لو يناني تلكينجدوم عند ايرلندا اللي هي ايرلندا. تمام كده. طبعا في دول تانية غير غير دول. لو انت كد في نشوف كده مجموعة الدول اللي اللي عامل الكلام ده والله انت عندك استراليا واستيريا اللي هي النمسا وبلجيكا وبرازيل وشينا كل الدول دي عامل عين؟ عامل هم منزلها هم جاهزات. طبعا مش كلهم بنفس الجودة زي بعض. هم كلهم طبعا بتفاصيل ايه بتفاصيل مختلفة. تمام? ولكن الا اكبرهم بتاعت امريكا بتاعت امريكا كبيرة جدا يعني مش مش صغيرة وفيها تفاصيل كتيرة ايوي فيها شغل كتير. تمام كده هتبصت لها اه تلطمية وعشرين. تمام? بتاعت اوها ايو دي. طبعا منزلك ملف في ايه في التفاصيل بتاعتها. في منهم كمان بيبقى في قيمة هلبة خاصة بيهم. يعني دي مسلا بتاعتها برعا عن كم صفحة. اه ولا مش عارفة اه ولا مش عارفة كم صفحة دراتي. بسم الله. احبتي الروس. اه هنا بتاعت. اخو مش كتبين كم صفحة انهم. انا مش كتبين. انا ممكن نفتحه في المتاع عسل. عايز افتحه اسمه ايه سيدي. والله مش عايز افتحه من هنا انا. ده متين خمسة وعا خمسين صفحة. بيشرحه في متين خمسة وعا خمسين ايه? متين خمسة وعا خمسين صفحة. طبعا هو عامل وعمل شور كتير جدا صراحة تفاصيل كتير جدا. ممكن تستخدمها طبعا في حاجات تانية. دراتي نشوف احنا اللي احنا لزلناها دي موقفها ايه? بنبتدي ممكن تفتح من هنا ده بنعمل دابل كليك. يبقى هيفتح لي كل ما هنالك ان دي زي دي زي دي ولكن هو هيفتح ليه مباشرة التمبليت بتاع اليو كي. ونشوف ايه الفرق التمبليت بتاع اليو كي من التمبليت الايه التمبليت العادي. بسم الله الرحمن الرحيم هو القاشته موجود في السيفل اساسي يعني اللي بيسأل بدعة امريكا فيها القاشته هو القاشته موجود في السيفل. اه في السيفل الاساسي. ولكن دي زي ما نشوفين اول شيء زي عرف معي هنا طول بالت مش موجودة قبل كده. تمام? اه الطول بالت دي فيه برضو ايه? مجموعة بيقول لك في حاجات جاهزة موجودة هنا. والبريتش تمام? ولو دخلت هنا هتلاقي قطعات زي ما شايفين هي عبارة عن ايه جاهزين. تمام? في عندك حاجات تانية برضو هنا يعني في مجموعة حاجات خاصة مين خاصة الحارات مسلا بشكل معين. هنا نفس الشيء والايربن. تمام كده والسليب روتز وما الى زلك يبا هم عندهم شوال تفاصيل خاصة مين خاصة بيو كي نفسها. دي كده اول حاجة. دي كده هنا دي خاصة بايرلندا ودي هنا خاصة بايه? اه حتى العالم موجودة اهو ده وبريتش وده ايه ايرلندا. طيب دي اول شيء. ده اول تغيير. تاني تغيير لو احنا حبينا نبص في هاتف البوينت وحتى البوينت ستايل عتلاقي اني في بوينت ستايلز هنا موجودة مش موجودة قبل كده. يعني هنا في حاجة اسمها دي موجودة قبل كده. برضو مش موجودة. لو جينا مسلا بصينا في السيرفز. السيرفز ستايل عتلاقي سيرفز ستايل كتير موجودة. تمام كده? يعني هما مجهزين مجموعة ستايلز وعن لما بتكيب انت اشغال في الدولة بتبقى عارف المعايير المطلوبة في كل واحدة. حلو كده تمام? وعن الكلام ده الستايلز كتير. طيب لو انا حبيت اشوف اه هعمل حلو كده طب ايه هو الكود اللي شغل هنا? لقولت له ديزاين كارتيريا وقولت له والله انا عايز اشتغل بالدزاين كارتيريا وبتضغط هنا بيقول لك والله ايه بص. عندك الاشتو اللي موجود تماما بتاع امريكا والردي موجود. ولكن انت عندك اهو. اليو كي ستاندرد. اليو كي اي اي ستاندرد. حلو كده? اللي هو بتاع الفين وخمستاشر. وعندك اه المترك بتاع راون دباوت تاع اليو كي اي اي. يبقى تدي لك بتاعتهم موجودة برضو هنا بحيس انت تستخدمها مباشرة. حلو كده تمام? يبقى انت شغال بتشتغل بيا. والسوبر الفيشن الحسابات بتاعت بتاعت يو كي نفسها مش بتاعت الاشتو. يبقى كده انت بتغير كل ايه كل المعاملات بحيس يبقى انت لليو كي. طيب انا عايز اعمل ايه? انا عايز اجيب سطح اعمل سطح سريع كده. وانتدي نشوف اناعمل سطح ونعمل طريق ونعمل قطاعات ونشوف الشكل كله بيشتغل ولا لا. يبقى نعمل سطح سريع سطح سريع سطح سريع. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل اخراج القطاعات دي اللي انا كنت شرحتوا على الفكرة بتاعها. ده الحقيقة الجهزة اللي كانت موجودة. سواني بس ايه? نعمل بس ملف نقات سريع كده. اللي هو بيستخدمه طريق دي الجريد بريك. انا كنت شرحتها بالتفصيل الممل. ولكن هم هنا مجهزين على طول. هنجبها من الاول الاخر بس اعزمكم. سريعا كده هم مش هناخده من الوقت لكم كثير. ما عرف انتو زهيتوا مني. طيب. اه نيجي نعمل هنا ونقول له نعايز اعمل insert point from file. ملف الخارجي اللي هو رقم ونجيل تريد وطفع. وبقول له اوكي. نشوف ايه التغيرات اللي بتاعز. زي ما انتم شافين اول شيء في العادي احنا بيجيب لنا الكروس الحمرة في الملف بتاعها لكن انا لقى اجيب لكروس كده وجايب لكده بتاعيتها بالشكل ده. تمام? دي البوينت جروب اللي في الاول. قبل الحلقة دي انا اقول له والله البوينت جروب دي انا عايزة ان انا مش عايزة شوف البوينت جروب. تمام? عايزة شوف يعني ايه التفاصيل بتاعتها. نشوف البوينت جروب. تمام? دي كده اول حاجة. تاني حاجة انا عايز مين? عايزة عامل سطح. بابتدي اعمل له سطح. هنا. هو حتى عامل هنا ايه مطبوعة فولدرات في الاكزيستنج سيرفزز اعمل له مين? هبقى له مسلا بابقول له اوكي. تمام? هو بتاعي بوينت جروب اللي هي اللي هو البوينت بابقول له اوكي. ادي شكل السطح اللي ايه اللي موجود. طبعا الاستايلات مش نفس الاستايلات اللي موجودة ايه? موجودة معنا قبل كده. لان لو بصينا في حاجات تانية مسلا كده ده واحد لنص. نحن لقى واحد لخمسة. قبل ايهم طبعا مجاهزين شوية استايلات ايه? حيس تشتغل عليه. طيب. انا هتدي اعمل طريق اصمم طريق سريعا كده. بنقول له اللي انا عايز اعمل طريق. المواصفات بتاعته او بنخيل المواصفات مش هتفل لان المهم عندي ايه? انت طلع بس بتاعتنا وهاخد هنا وبعدين هاخد هنا وبعدين هاخد هنا وبعدين هاخد هنا وبعدين بسطايل. سري سرفس بروفايل. تمام? واقول له كريد بروفايل فيو. الستاندار زي ما انت? واقول له اوكي. هاي ده كده شكل القطاع بتاعهم. زي ما شافيين هو نازلة بالبندات نازلة بالكل شيء يعني كل حاجة بتاخرج زي ما هي. انا ما بعملش ايه تغييرات. هو بيجي. ينزلي كل حاجة بتاعتي. الهو الستيشن يعني تسمى تشينج برضو. والهو الهوريزنت الجيومتري موجودة فين? موجودة عندنا. وده شكل الاخراج اللي هو ايه? اللي مطلوب عنده. هلو كده? ده شكل ايه? الاخراج اللي مطلوب عنده. طبعا ده غير اللي موجود بتاع الايه? بتاع السيفل العادي. طيب انا عايز اعمل ايه? اعمل نزل كده اسيمبلي سريع برضو. كده اسيمبلي. ممكن نزل اسيمبلي جاهز من عندهم كنترول ثلاثة. انا عايز انزل بسم الله الرحمن الرحيم. او كده عندهم اسيمبلي جاهز من شوية. مش كده نزل اسيمبلي جاهز احنا شوفنا. اختاري بنده. بس. انا اصابي النساء. او ده فول سيكشن. تمام. ده كده اسيمبلي اسيمبلي جاهز زي ما نشافينه. ده شكل ايه? بالشكل الاسيمبلي بتاعهم. هل? برضو هم مجهزين اتعرفين الكيربستون هم مجهزينها والطبعات بتاعتهم بدخلينها في الكيربستون يعني عاملين الشغل بتاعهم كله. طيب نعمل كوريدور سريعا برضو. هدي كوريدور هاخد هنا. هنعمل سطح تصميمي هنعمل سطح تصميمي هنعمل سطح تصميمي هنقوله هنا مع هنا كده. مع هنا. مع اخر مقطة اللي هي ايه? مقطة دي وبقوله انتر. ماشي? ده كده ده شكل كده الاخراج ايه? الاخراج بتاعهم. نبتدي نعمل كوريدور سريع. هدي alignment. اف جي. هدي كيربستون وبقوله اوكي. اوكي بدي لحد النهاية. ماشي. اعمل يهو. ده شكل الكوريدور برضو زي ما شابين انه مش مبينين في اي تفاصيل يعني حاجة بس خلص. يا بس الخطوط اللي اتجات اللي باينا معنا. طيب هنعمل قطاعات بقى سريعا عشان نطالب قطاعات. سيكشن. سامبل لاين الاول. للايمنت بتاعنا. بقيني التفاصيل زي ما هي. ما فيش هي تغيير لو سمحتني. من البداية حتى النهاية. حلو كده عرضة خمسة عشر متر بمية خمسة عشر متر شمال كل عشرين متر اوكي. ماشي. اعدي كده شكل السامبل لايم بتاعهم. حلو كده. نضغط على اي واحد اقول له كريد ماضي بالفيو. واقول له ترافت. وكل حاجة زي ما هي. ما اضغير شي حاجة. وامل شوية السيكشن دول هنا كده. ونبتل نشوف السيكشن شاكلها هعمل ايه? تمام كده. ادي السيكشن بتاعتهم. يا شباب. السيكشن بتاعتهم زي ما شايفين اللي هي الجريد بريك. اللي انا كنت شرحتها قبل كده. اللي ايه? طبعا هنا هو عشان اواخد على الارض الطبيعية. عدل بس حياة وسيطة فيها. نافل خط البفر ده مش هيزينه ده رقم واحد. وعن اربطها بالارض الطبيعية بصير ان نربطها بالتصميم. وعن اربطها بالتصميم والا ايه؟ اه اه ايه اه 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 بشكل الخطاع بالطريقة. صاحبنا ده نقول له اوكي. واقولوا نعايز هنا طوب. وهنا عشان جده هو مراج. سيف اوكي. ندعم لسطح طوب ونضيفه للسامبل لاينز اللي عندنا. عشان يزهر معنا معلش هدي. اضيف سطح الطوب. اقول له اوكي. اوكي اوكي. هنلا يشكل ايه. انقطع تعدل شوية. اوه. ده كده شكل مين? شكل ايه القطعات بتاعتهم بناء على مين? على التفاصيل بتاعتهم. ده كده شكل البروفيل وده شكل بتاعهم والقطعات بتاعتهم وما يلا زالي. دي مجموعة زي ما شايفين مجموعة موجودة كتير فيه بيقول لك افضل من حيز الاخراض والله ما اشتغلتش على وراءة راحت في يوم انا بحب بعمل كل حاجة بنفسي. اوه اشوف العميل عايز ايه وبعمل هره. اه ما المخصوص بالقاشته? القاشته هو كود التصميم بتاع الطرق. بتاع طبعا هو مش هو الطرق بس كزا حاجة يعني بس هو في البرنامج كود التصميم بتاع الطرق نفسه. اه في حيات لو انت بتصمم طريق لازم بيبقى حسب الكود طبعا كل دولة اللي هي كود مختلف. مصر اللي هي كود سعودية اللي هي كود. بس اغلبهم بيباني على الاشتو بيشتغل منه. هو البرنامج بيجي محمد بالكود الاشتو الانبيكي. هو البرنامج بيجي كده برنامج السفر. اه اما الفكرة كلها انت بقى بتعمل الكود اللي انت عايزه وهذا كده وبتقدر تعدل تاخد الكود من اللي الموجود وبتقدر تعدل عليه. كان في حاجة ورده موجودة هنا. هدوتي فتحت من الايكونة بتاعت الجديدة. حلو كده. طب لو انا فتحت من اي ايكونة تانية مفيش مشكلة انت كل ما تيجي بتعمل هنا بتقول له انا عايز اه نيو بتقول له عتلاقي جديدة زهرت عندك. اهي. كل ما هو يعني مكتوب كامل كلمة يوكي يوكي يوكي. تمام كده? ويوكي. اما الاول بيجيلك بس اتنين فقط. لكن نزل لك من اربعة تانيين. واكيد في برضو. اكيد ملزلين حاجة. لا مش ملزلين حاجة. في يوكي. تمام كده? يبقى دول هم خاصين بمين? تمام كده? ممكن افتح المترك العادي. يرجع لي زي ما ايه? زي العادي مفيش مشكلة. اه ايه تاني موجود معنا بسم الله الرحمن الرحيم. لو سمحت سيفل سري دي بالكراك والله يدور عليه على اليوتيوب عتلاقيه. انا ما عنديش والله مش مطلع عمد. اه محمد عاطف ممكن سؤال ممكن يا محمد اكيد. هندسة ملف الشرح للدورات الاساسية على حضرتك مش بتحمل. لا احضرتك ممكن تفتح. انا لسا امال له حتى اوضوط من فترة صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح كده الدورة الاساسية. ادي روابط التحميل. ملف مستخدمة بتلي ميجا هو ملف الميجا ده اكيد حتى انشغلت. ادي ملفات كلها لانا باستخدمها في كل الدورات موجودة اي كلها. كل دورة موجود بالاسم بتاعها. فالملف موجود يا صبري تاريب. ماشي. ديتها شرط بس لأسف مش هاني الحال نشرحها دلوقتي. انا بعمل لكم حاجة مخصوصة وبقى نزال لكم قناة عندي. احسن يكون القياسات فيها بواحدات مختلفة بمشكلة. والله لا انت بتشوف بقى الاسطاندر بتاع الحاجة دي جاي لك باي يعني هنا. حتى بص لو انت تتعزل ملف لو انت بصدقى ملف جديد حتى تلاقي مفتوح لانه عامل للوحة. ده في كده. قريدي عامل للوحة في الوحة بالمتر. فانت ممكن تشتغل بها. ولكن انت لو عجبك اسطايل شوف شكله ايه اتعب عليه شوية واعمله. يعني الاسطايل اللي موجود هنا دوت اللي انت شايفته هو ده الاسطايل اللي اخرج بتاعهم. فعتلاقي انا عندي درس على القناة عندي اللي هو بتاع الجريد بريك. كنت عملت الموضوع ده في اللي هي مجموعة اسهل هشام. اه اسهل هشام اهو. تمام? في الدروس انه في الاواخر دي كده. آآ درس رقم لحظة واحدة كده. درس رقم تلاتة وعشرين. درس رقم تلاتة وعشرين. يعني اخدنا نفس الفكرة تعبنا شوية عملنا يعني انا انا اشرحته في تاتة واربعين دقيقة. آآ وعملناه ولو مو بشي تمام. اهو زي ما انت شايفت الشكل كدس. خلاص انت عنده اصلي حاجة الفكرة كلها انت بتعمل مرة واحدة وهتسايفه عندك وخلاص وتقدر تنقله ما بين حاجة والتانية ما فيش اي مشكلة. قولي يا محمل عندك ايه? ايه جزاك الله خير اولا انداز الله يكرمه. اتسلم يا رب. اتسلم الله اعزك. الوقت اندازها بصمم رنب فانا عمله مسلا على سرعة خمسين. فقاله نص قطر في البرنامج اعطوه لي اللي هو مسلا تسعين. بس انا عندي رابط بنت رقين فنص قطر جايلي تلاتين. آآ في الكيرف يعني. فانا الوقت بصمم على مكسوم صدر الافيشون اربعة في المية. هل ده هينفع ولا ولا هيبقى مسلا في غلط في التنفيذ او في خطر. بص هيا الفكرة كلها يعني سواء بص الفكرة كلها على حسب الاشياء هيرضل منك في الاخر او لا? آآ. هو مفيش استشارة هي او مفيش حاجة. هو بس تصميم. فهو مفيش قدامي لان رابط على طريقين. خلاص. في حاجات انت محكم بها فمنفعش تغير فيها فبتضطر تستخدم لك كده. زي كده. ولكن لو انت عندك الامور السماحية شوية لحاول توصل للا اكبر نسبة او اكبر نص قدرة تقدر التعامل معي واخبالك. لكن لو انت مذهلو خلاص مفيش مشكلة. حتى اول برنامج لما بيجي بيعمل لك ما بيجي بركش تغير. وبيقول لك خبالك النوتيفكيشن ان انت مش 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 في الوضع السليم واخبالك. طيب عندس لما اجي اعمل الكردور لحارة التهديئة. وبعدين ادخل على الرام. الوقت بعمل او صاب اسمبل لحارة التهديئة الوحدة. وبعدين صاب اسمبل للرام. ولكن حارة التهديئة اربعة متر وبعدين الرام بتمانية متر. فلما باجي اعمل الكردور بعمل لتنين ريجون. لما باجي اعمل الريجون باب بتاع الرام بيبقى مطلع رفرافة كده ودخل على الطريق اللي هو القائم. انا احتاج اشوف موقفها ايه اصلا. ايه الفكرة انت انت عامل الفكرة كلها انت لازم اعمل التارجب. ما هو ده دي. هو الكمانية متر ما بقاش اربعة متر على طول. لازم في منطقة ترانزيشن. او هو ربط على حاجة تانية جنبه. صحي كده او انا غلطان. ما هو اندسة في طريق قائم. فطريق القائم ده اربع حارات. ماشي. فانا خدت منه حارة التهديئة. حلو مفيش مشكلة. الفكرة كلها ان انت الحارة التهديئة دي انت طريق الاساسي ماشي زي ما هو. وانت عندك الفكرة كلها هيبقى عندك شكل مسلس. انت جايب بطريقة تمانية متر. وهيبقى اربعة متر لانه في احارة تانية. فانت عندك منطقة ربط ما بين الاتنين. اخبالك. اه اه. فانت تربط على يعني هتستخرج خط من الطريق الرئيسي اللي هو السابت اللي هو مفيش مشكلة فيه. ادخد خط منه اللي هو سري دي بولي لان الحد بتاعه. وتخلي ده تارجيت عليه. بدل ما هو هياخد تمانية متر كلها. لا هياخد اربعة متر بس بغية الاتج دي. ده في الاول. انما بقى لما ادخل الرامب التارجيت بيبقى خلاصة على التمانية متر كلها صح? خلاص بان انت بقى تسعيتها خلاص. انت عامل في المنطقة دي تاخد التارجيت هنا. دخلت في الرامب لا اوصر بقى بتاعك عرضه كامل خلاص. بس المفهول انت المنطقة دي بتبقى انت نوز فيها جزيرة يعني او فيها حك. اه طب معلاش يا اندسة السوبر إليفيشن بس المكسموم في الصفOO فلما يبقى عندي حرطين ويجمع اربعة في المائة من الليف تلين اربعة في المائة. وبعدين سلب اربعة في المائة الري تلين. هل ده معنى انه هو اربع في المائة مسلا لحد السنتر وبعدين بينزل سلب اربعة في المائة ولا من القد جي الرف تلين اجي الري تلين اربعة فيلمائة complement انت هو انت بطول رامب. رامب يعني مفین للغرام كله. بلونر concern يعني يعني على الشمال عاليpf للمن وقت Dilانه كله عبارة عظيم المدني في كانك مسك مصطرة بتنقلها كلها يمين مع شمال في المصطرة حد واحد مش كراون كراون يمين وشمال عكس بعض لكن يمين وشمال زي بعض ناقص واحد ونص ناقص واحد ونص لكن البلانر يبقى عكس بعض لو قالك اليمين أربعة والتاني ناقص أربعة يعني اليمين بيأعلى والتاني بيأتق أنا بس عندي مشوش في حيثة أربعة وناقص أربعة أنا أصد مثلا لو الطريق كله تمانية متر يبقى الاتج بتاع الليفت يعني هننزل بأربعة في المية لحد اتج الريت ولا هو بيوصل أربعة وبعدين لحد السنتر مثلا أربعة متر وبعدين بينزل صلة بأربعة يعني أندسة مثلا الثمانية متر ديت دلوقتي انت عندك الخط بتاعك في السنتر ولا في الاتج هو بس خط السنتر ده اللي يحكمك الميل بيبتدي من عنده لا السنتر في الاتج معلش عنده سهوة بس لو أنا مثلا عندي في الاتج الريت المنصوبة عشرة وفي الاتج مدام خط السنتر في الاتج يبقى انت بتتكلم بس كده ما ملاكش دعو بالريت لين والليفت لين انت بتكلم في حراء واحدة يا ليفت يا ريت آه يعني اعتبر حراء واحدة لان خلاص انت ما عندكش جنب تاني انت السنتر بتاعك في الاتج ما ما فيش مفيش 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 باي يبقى تلقي نص الـ 4 متر اليمين هاياخدوا الميل بتاع اليمين و الـ 4 متر الشمال هياخدوا الشمال ولكن لو انت عندك في الـ edge خلاص انت هابقى عندكش يمين يمين يمشaval على حسب انتجاه الخط بتاعك. Across وغالبا هتبقى شمال مش هتبقى يمين. انت هتحط الـ center في ال edge على اليمين وانت باتجاه حركة السيارة هتحطوه على اليمين يبقى كده كل الكتور باليهم هيبقى شمال. عندما يبقى فيي ريفيرس كيرف learnedassa الله هو الكيرف الاولاني بيبقى عالي مسلا من ناحية اليمين وبعدين الكيرف اللي بعده على طلع عزل من ناحية الشمال ما نقول لحبادك انسى بقى انسى فكرة يمين انت معندكش يمين انت بسس على الشمال بس اه تمام تمام انت معندكش يمين اساسا فهو الشمال هو اللي بيتغير معاك يمين مافيش عندت معانش يمين اساسا انت طريقك موفوش يمين انت طريقك شمال بس تمامين pas 마지막 شكرا اذا نارف دي يا بش اكتب بس على اليوتيوب. بص دايما خلي جوجل هو صديقك الاول. اكتب على اليوتيوب تحميل 2021 هنجيب لك كراج بكل شيء. انا والله كذبت كده على اليوتيوب وظهر لي على طول. اي تاني معنا ان شاء الله هيسريع للداتا شرطة كاد بشكل عام هي زيها زي الاكس رف بتاعت الايه بتاعت الاوتو كاد ولكن. انا مش عايزة كروتها لان هي حلوة فمش عايزة كروتها. بس هم ابدايا على سبيل المثال. اول شي انت بتحدد ملف على الجهاز يكون هو ده الملف بتاعك وغالبا بيكون اللي هو الملف ملف هم ما بينزلوه حتى اللي هو سيفل تري دي. حلو كده. هو مش نزل عندي هنا كده. طيب بص. اول حاجة بتحدد ملف عن سبيل المثال ملف اللي هنا ده. انا عمل في السي. ملف جديد اسمه اول شي انت بتحدد بتقول له انا عايزة اعمل داتا شورت كاد. اللي هي في قيمة مانيج. هقول له انا عايزة اعمل سيت ووركينج فولدر. تمام كده. بتختار الفولدر بتاعك اللي هو فيه مشروع بتاعك الاساسي اللي هو مسلا في السي. اللي هو هشام بي. تمام كده. تمام كده. حلو. وبعدين بتعمل اه انا عايزة اعمل نيو شورت كاد فولدر. المشروع بتاعي مسلا ده المشروع اسمه. بروشيكت زيرو وان. تمام كده هو بتقول له اوكي. بكده هو حدد لي مين بروشيكت زيرو وان دوت اللي هو هشام بي. بروشيكت زيرو وان عايزة اعمل لك ملف اسمه شورت كاد. وجوه الملف ده في حاجة اسمها وكوريدور وما الى ذلك. فالداتا شورت كاد كل ما هونالك ان انت بتاخد نسخة من الملف الاساسي بتاعك ايا كان الملف ده ايه وبيدفها لك هو هنا عبارة عن ملف اكس ام ايل. على سبيل المسال انا هستعدعي اه هفتح مسلا ملف تاني انا اسمه من ملفات اللي احنا اشتغلنا عليها حتى. في الدورة. بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو الكورسة هوا مسلا في الحاجة في الحاجة عايزين حاجة اكون في الحاجة مباشر. تقريبا هنا. حلوة كده وبقول له اوپن. ماشي انا عايز اخلي السطح ده والخط بتاع دول اخدهم في ملف تاني وتعامل بيهم. بحيس ايه ما اخدش يعني هنا السطح نفسه لو انا بسيت على السطح اقال لي والله ان السطح ده معمول مسلا من ايه من البوينت جروب تمام كده? فنا مش عايز اخد دي في ملف بتاعي اللي هناك. عايزة ملفة اللي هو الاساسي اللي هو دوت. حلو كده. عايزة خليه ملفة خفيفة. فبعمل ايه? بفتح اللي انا عايزها. زي ما انت شايف هوا هنمسمي مين او واقف فين هوا في هشام اول شيء بعمل ايه? بقول له انا عايز آآ آآ شورت كات. حلو كده اللي هو ده. اللي هو وزير واحد وبقول له اوكي. يبقى كده الملف بتاعي شايف مين? موجود معي في نفس ايه? في نفس الفولدر. وبعمل ايه? وباجي اقول له انا عايز اعمل داتا كريات داتا شورت كات. بيقول لي عايز تاخد ايه داتا من المشروع بتاعك هنا? بقول له انا عايز اتخد سطح الاني جي ال وعايز اخد الالايمنت. فبيقول له اهو مش عايز الار طبعية ولكن عايز مين? البروفيل التصميمي فقط. حلو كده. وبقول له اوكي. هتلاقيهم زهروا معك هنا. بص. اهو. هنا سطح الاني جي ال وهنا الالايمنت بالبروفيل بتاعه. طيب. هاجي هنا حتى الان انا ما عنديش حاجة في اللوحة. بتيجي تقول له والله انا عايز اعمل لي استدعاء لملف الاني جي ال ده من هناك حاجة اسمها كريات ريفرانس. تضغط عليها. وبتقول له والله ملف اللي هو الاسم هو اني جي ال وبتقول له اوكي. تمام? نعمل زي ما نشايف جالك هنا وبتعرف تغير فيه مجموعة التفاصيل ولكن لو بصنا في خائمة السيرفس. هنا اولا ما عنديش حاجة في البوينتز. يعني انا ما عنديش بوينتز هنا رغم من السطح ده معمول من بوينتز ولكن مش عندي. الملف السطح ده معمول في البوينت في الملف الاساسي بتاعه. حلو كده انا اواخد بس زي نسخة منه. نسخة كربونية منه هنا. تمام? نفس شيء هتلاقي هنا فيه علامة ايه? علامة الشورت كات الصغيرة وفي نفس الوقت ما عنديش تفاصيل اللي انا اعمل له حدود واعمل له ليه? لان انا اواخد نسخة منه. اول اصل بتاعه في مكان داني. فهي الفكرة كلها ان هنا بيعتمد ان العملية بقت اخف بكتير. هنا الملف هيبقى اخف بكتير مع الشغل. تمام? نفس الشيء هنا تعمل له استدعاء. ابسط شيء استدعي الاف جي بتاعه. تمام? كده هو بيقول لك هيبقى اسمه ايه وما الى زلك. قول له اوكي. هيجي لك بتاعك برضه. نفس الشيء هنا هو. تمام? تقدر تعدل شكل وتقدر تعدل الكتابات اللي عليه. ما فيش اي مشكلة. ولكن كعنصر نفسه. بص ما فيش جريبس اللي انت تتحاول تغير. انا عايز اغير الريديس ده. لا ما تلاقيش. حتى في الايدت جيومتري ما تلاقيش. كله هيبقى مقفولة. تتفرج بس عليه. يعني هنا تتفرج عالتفاصيل بتاعته. طب انا عايز اغير اي حاجة ما تلاقيش. ما ينفعش تغير هنا. تغير فين? في الملف الاساسي بتاعك. تغير في الملف الاساسي بتاعك. طبعا الديات الشرط دي احنا بنستخدمها في حاجة لما بنشتغل بقى ملفة اين? رقم واحد مسلا بتعمل الارض الطبيعية في ملف. بتعمل الالليمنس بتاعتك في ملف تاني. بتعمل كوريدور في ملف تاني. لان هنا ممكن اعمل كوريدور. سهل جدا. هابتجا هنا اقول له الله هنا عايز اعمل اسيملي. اسيملي. كده. اللي هو ده كده. عبارة عن تلاتة عبارة عن حارتين كده. حارة حارة. تمام? هاجي اقول له كوريدور. اقول له والله يرس هو شايف مين شايف الخط اللي هابنت بتاعك وشايف بتاعك ودي الاسيملي بتاعي وقول له اوكي اوكي. اعمل لي مين? اعمل لي كوريدور. موجود معايا فين? زي ما تشايف موجود معايا فين? في الرسم. حلو. طب لو انا غيرت حاجة على سبيل المسال انا هغير تغير جزري عندي هاخدك كده ونجي ينقل وجايبه هنا كده. زي ما انت شايف تغير تماما هنا. مجرد ما اعمل حفظ الملف. هقول له مثلا تسيب. تمام? تيجي تفتح هنا الملف الاساسي بتاعك يقول لك خد بالك حصل مشكلة او حصل تغيير في مين? في الداتا شرط جد. تقول له ساعمل سينجرونيز. زي ما انت شايف موباشرطا هتلاقي بتاعك تحول. وهيقول لك مين? انت محتاج تعمل ايه? ري بيلد للكوريدور بتاعك. هتقول له ري بيلد. انت عمل لك مباشرة ري بيلد للكوريدور ما فيش اي مشكلة. ولكن في نفس الوقت اني ما افبقى هنا خفيف جدا 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 فما تتخيل. انت ممكن تعمل كل الشغل بتاعك هنا كاللايمينتس وبروفيلز وما الى ذلك. وتاخده من داتا شرط كات. اي تغيير بيحصل هناك يسمع معك هنا. اي تغيير بيخلص هنا. يعني مسلا دولاتي انا عملت هنا ايه? عملت الكوريدور بتاعي هنا. حلو كده? ممكن اخد سطح الطب بتاع هنا واوديه هناك. كل ما هونالك انا هعمل من الكوريدور هعمل سطح طب مسلا على سبيل المثال. سطح طب. هدي سطح طب. طب لينك. اقول له هنا. اقول له اوكي اوكي. خلاص عملت سطح طب هنا ما فيش اي مشكلة. هبتدي اعمل له مين? اقول له انا عايز اعمله وقول له اعمل لاتا بشورت كات. لازم اتسايف اللوحة الاول معليش هالدسك طب مسلا. اهو. هيقول لي عايز تخرج من هنا يا اقول له عايز السطح الطب بتاع الكوريدور. اللي هو ده. افريها اقول له اوكي. وممكن اروح هناك اسطدعي سطح الطب هنا. هذه السطح. عندي سطح الطب بتاع الكوريدور. وبقول له اوكي هذا كده السطح الطب بتاع الكوريدور اللي هناك. انا ممكن ايه ب editedee هنا تشغل هنا وانتشغل في نفس الوقت هناك. ومن واحد للتاني. اي تغيير هيحصل في الكوريدور هنا هيفتسمى مجردhe معك هنا. اي تغيير بيحصل هنا بيسمى معك هناك. وـ عندي يفتق احلو. فحيط لو تبعت تظهر القطاعات لأن انت في ساعتها هتعمل خليها بالبعدين أرغب لكم في التفاصيل أكتر في ال Data Short Cut ولكن مبدئيا دي كده فكرة ال Data Short Cut بشكل سريع زي ما طلبتوه التوكورو مهتمين بالشهادة يعني طب المحتوى يا جماعة المحتوى يا جماعة كله عايز الشهادة أنا عايز الشهادة أنا كمان أهندسة طيب هي من ضمن بقى المفاجئات انتو مشاهد انتو مستانيين ونحنش سانع مفاجئات ليه انتو مشايزين مفاجئات ولا ايه طيب المفاجئات ان شاء الله وطبعا الكورس زي ما انتو عارفين مرفوع بالكامل على موقع بيم أريبيا صوري قناة بيم أريبيا بيم أريبيا تمام كده عند أخونا الكامير وعندسو عمر تمام موجود وريدي في البلايليست لو ضغطوا بلايليست هتلاقوا ايه سيفل سيفل دي كورس حشان فوزي ان شاء الله المحاضر الأخير هتترفع معي بهم عشر محاضرات يتقفلوا عشر محاضرات مع بعض بإذن الله وبإذن الله نفس الكورس ده هيكون مرفوع عندي على الموقع نفس اللينك هجمعها كلها نفس الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب عتيكي الموقع عندي ولكن الفكر كلها نحن هنعمل بقى ايه هنعمل حتة زيادة كده دي المفاجئة هنعمل لكم امتحان لانشان هنتاخذوا الشهادة دوقتي هو الكورس هيكون موجود عندي إن شاء الله هرفعه خلال الزبوع اللي جاي بإذن الله والكورس نفس المحتوى اللي فات عشان اللي ما حضرش المحتوى ممكن يحضروا على اليوتيوب أو يحضروا من خلال الموقع عندي كده كده هايبين له عن اليوتيوب تمام الموقع بتاعنا اللي هو فانجر بريند فيديوز تمام وفي نفس اللوقت هتأخد شهادة حضور من على الكورس عندي حلو يعني الكورس مجرد ما انت بتخلص الكورس يكون فيه امتحان خمسة واربعين ديئة هجهزه لكم على الحاجات اللي احنا ايه اللي احنا عملناها طبعا اللينكات وكل شيء اعتبقى جوه الكورس نفسه مجرد ما تبتخلص الكورس وبتخلص الامتحان بتعدي بنسبة سبعين في المية على طول بتاخد شهادة حضور الكورس من الموقع عندي طبعا بخلاف الشهادة امتحان مع الكورس هو الفكرة انا المفروض ان كان فيه محاضرة انا عايز اتكلمكم على الامتحان بتاع اوتو ديسك زي بيجي وما الى زلك وكده ده ممكن بقى نخليها محاضرة بعدين كده ما مننا ومن بعضينا او يعني نبقى نزبط لكم محاضرة تانية مع بم اريبيا ولا حاجة حيث الناس تستفيد منه المتاحان بتاعي ان شاء الله لما الكورس ينزل هيبقى الكورس على الموقع عندي هعلن عندي في الجروب وفي الجروب برضو بتاعة الكورس بتاعنا ده هنيعلن في الجروب وان ايه وان اقول لكم الكورس مجرد ما بينزل بتخش وتتفرجوا على الكورس اللي تفرجوا الريدي وحضر معانا اهلا وسلام بيه يخش بس يمتحن وياخد الشهادة ان شاء الله على طول حد عنده تؤال قبل ما نقفل يا ولاد ان شاء الله السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله وبركاته ربنا جزيكم خير ويزادكم من فضله وعلمه ان شاء الله كان دايما في الدزاين بتبدأوا السطح الوريجنال الوريجنال سيرفس وبتبدأ تعمل الطريق طب انا لو عندي الطريق وعندي السيرفس بتاع الطريق ومطلوب مني اللي انا بعد ما عمل أعمل بقى الكوردور بتاعي وعمل السوبر السيمبل بتاعي وطلع لمشروع اصلا خلص ده بيتم ازاي يعني انا عندي السيرفس النهائي للمشروع وعندي طرق بتاعتي خلصة مطلوب انا اعمل كل الطبقات بتاعتي بتاع المشروع بتاعتي مع اختلاف الطرق يعني انا عندي طرق طرق فرعية وطرق رئيسية بتختلف الليارز بتاعتها بتختلف كل يعني انت عندك حاجة قائمة ولا عندك تصميم كاد خالص مسلا يعني في العادي احنا عندي عندي مشروع خلص وبعمل الاسبال بتاعه يعني انت بتعمل على سبيل المسال عندك مخطط وبتعمل رفع الاسفال اللي موجود موجود صح كده تمام بقى عندي السطح بتاع المشروع يعني السطح اللي هو طرق فقط تمام مزبوط تمام فأنت عايز تعمل لها بالزبط كده يعني اعكس اللي احنا كنا بنعمله طيب بروسيا سيجي هي دي كنا تكلمنا في وسط المحاضرات بس ما بدأ كل ما هونالك انت هتعمل سنتر حلو كده هتعمل سنتر والسنتر ده انت اقول رجل عملت سطح الطب السنتر ده عجيب منه تعمله اللي هو يعني مسلا عسيبين المسال الطريق بتاعك اللي هو تعمل سطح اللي هو من من سطح الطب اللي موجود عندك حلو كده يبقى كده ده السطح التصميمي اللي هيكون عندك هتعمل طريقة عبارة عن حرطين زي ما انا عامل دلوقتي كده في الكردور ده عاملها ايه حرطين يمين وشمال حلو هي بس الفكرة بقى كلها فيه ان انت بتاع الطريق يمين وشمال هتعملهم ثري دي بولي لين حلو كده هتعمل ثري دي بولي على الرسم حتى انت ممكن تعمل الآتي انت ممكن ترسم على سبيل المسال لو انه دي حدود الطريق بتاعتك على سبيل المسال عاملها كده حلو ماشي هتقول له والله انا عايز احاول الخط ده ممكن عندك كزا طريقة ابسط طريقة اللي انت بتيجي في قيمة موضيفاي اعتبر ان ده كده خط الاج بتاع الاسفل اليمين وده كده خط الاج بتاع الاسفل الشمال حلو كده ماشي واخوهم من سي على سبيل المسال سي كده ده كده الاسفل الاسفل اعتبر ان دور ده الاسفل الاسفل وده اليمين وده الشمال وانا اعتبر ان السطح اللي موجود ده سطح الطب فانت هيهم مين السنتر يبقى على سطح الطب تمام فانا يبتقي نقول له انا عايز اعمل الالايمنت طبع ان تكون انت منجهز الالايمنت فهبتدي اقول له surface profile اللي موجود ده وبقول له اوكي بكده اعمل لسطح مين سطح طب للسنتر يعني معايا دلوقتي الطب بتاعه حلو هبتدي اخد الاج الاج السمال برضو من السطح اللي موجود عدي قيمة modify تقول له design واتلاقي حاجة اسمها convert 2D to 3D يحوال لك من 2D line ل3D line بحيس يعمل لك 3D line تمام وتيجي هنا من القيمة دي اعتقال اللي يو elevation from surface تمام وتقول له انا عايز اجيبه من سطح الطب في حالتك هتبقى سطح الطب وتزود شوية تنقاط عليه وتقول له اوكي بقى عندك مين بيطلب هنا الاج ده و الاج ده وبقول له enter enter خلاص يبقى عندي الاج اجيبه و الاج اجيبه في الحالة دي هتعمل corridor يبقى عندي center وعندي و اج شمال و بقول له corridor جديد حلو كده سمني واحد مسلا على سبيل المثال اللي هو الجديد اللي هو ده التصميم بتاعه اللي هو الاعتبر اللي انت كيف تراجبته من شوية والاسميل بتاع اللي هو نفس الموجود اللي هي عبارة عامل عامل حرا يمين وحرا شمال تمام كده الفكرة بقى كلها فين في التارجت احنا طبعا التارجت بتاع مين تارجت بتاع التوسعة وتارجت بتاع المنسوب في كلا الحالتين هتبص على مين هتبص على الخط التعجت مسلا عندي تقريب بدين من هنا ومشي كده عندي الخط ده هيبقى تارجت توسعة وفي نفس الوقت تارجت مين تارجت منسوب تارجت توسعة وتارجت منسوب بيبقى هو هيتتابعه نفس الشيء بالنسبة للشمال اهو توسعة وتارجت مين وتارجت منسوب اوكي 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 هو بس عايتها شوية ايرر عشان ممكن مكون شلقين الخط جايبة مع بعض ده سليم نبصينا كده حتى هو كده هيتتبع شكل الارض كما هي بدون اي تفاصيل من عنده يعني هو اخذ نفس الشكل يعني بس عمل من طبعا شكل الارض الطبيعية بتاعتنا احنا مختلفة شوية شايف عمل زي اتبع نفس الشكل بتاع الطريق بتاعك ولو انت عملت قطاعات انت عندك عندك القطاعات بتاعتك عمل لك موديل لطريق بناء على مناسب الارض ومناسب الريت ومناسب الريفت اللهم إلا لو عندك انت مناسب متغيرة في النص عدي خط زيادة ويبقى انت عندك الحارة تبص هنا وترجع تبص عن ناحية تانية لكن لو انت رفع في الطبيعة رفع الارض ورافع يمين ورافع الشمال يبقى تعمل خط على يمين وخط على الشمال وخط في السنتر ياخد من الطب وليمين والشمال برضو ياخده من الطب ولكن انت بتقوله الخلاص ياخده من البروفايل اللي انت اخدته واليمين والشمال بناء على اللي انت جبته من السطح والله الخط ده واسع وده ما فيش مشكلة هيوسع ويدين معاك ونفس الشيء لو عندك الطريق بتاعك بتطلع ونزل زي ما انت شايف هو بيطلع وينزل معاك يبقى كده عملت اللي موجود عندك كما هو تمام كده طبعا الكريدور للسطح النهائي كده الكريدور للسطح النهائي وطبعا خلاص الكريدور ده ممكن تتعلم على سطح طب وسطح وتجيب بالرابط طبعا هي بقى المشكلة انت بتعيد بتعمل شغل كله من جديد طب بتعمل ده كله من جديد طيب السؤال التاني في الشبكات دايما في الشبكات اخترنا الموديل او اخترنا من الموجود فلو احتاج اللي انا اعمل من درب بتاع يعني انا ما اعملتش في البرت بيلدر ولكن البرت بيلدر بنتجالها في الشبكات اللي هي البرشور لكن شبكات الشبكات غالبا مثلا الستورم والتاع التانية غالبا بيبقوا نفس الستندرد بس بتغير مقاسات بس المنهول ما بيبقاش في لما بيبقى عندي رايزر الريزر ما بيبقاش جاي بسلوب الريزر بيبقى السلندر بيتغير يعني هنا مثلا كان عندي في السيفل سير دي عاطيني دايما السلندر اللي فوق والتاحت كون اصدك اللي فوق يعني كون اللي فوق اه لو عندي المنهول فيه عندي فيه ترانزيشن لل ترانزيشن سلاب في النص دايما عامللي السلندر اللي فوق اللي تحت ليهم سنترلين واحد بيبقى دايما السلندر اللي فوق متشفت عن السلندر اللي تحت بيبقى خير عشان السلم النزول والخروج والسيانة بالزبط كده بص هو مبدأيا صلاحنا ما دخلتش في تفاصيله قوي لانا كنت بس تذكرت تقريبا ايام المحاضرات بتاعتي وشفتله بعد كده فيديو هين او تلاتة ولكن اللي كان بيكلم ده وبعدين بتحدد له نقطة بتاعته وبعدين بتعرفها للبرنامج في خلال بيشوفها واخد بالك انت لو دورت على بيشوفها بس كان بيشرح لفالو واخد بالك هو رازم الراجل في الاتوكاد الثلاثي ابعاد العادي وبعدين عرفه للبرنامج وحضد له نقطة وبالتالي دخله في الشبكة بتاعته وتقابل عادي ما فيش مشكلة بس كده بيعتبر ما بالزبط كده بصوا والله انا يعني مش متذكر صراحة لان هو عامله كبلوك كوحدة واحدة هل بقى في ممكن تحط فيها ولا والله ما قدر شفتي للأسف بس اسعة في الموضوع ده ممكن تلاقي محاضرة ولا حاجة عن الموضوع ده بس حقي انا عشان والله انت عارف كبير ولكن طول ما بتشتغل في مجال معين بتلاقي نفسك بتدوس فيه اكتر فانا سراحة الشبكات كنت اضيف عندهم يعني ما زل فسمحني كنت ايه اثرت معاك كو زي لا مفيش حاجة يا ربنا جزيق خير والله ربنا يعني واحد بيستفيد منكم كتير جدا يعني بس انت ايه بحس عنها اكيد ممكن تلاقي الفكرة كما � George انت عايز تعمل بوس انت ممكن بس شبكات مش بتاع ما هي هي تبقى المنهول مربوط بتبقى عندي دايما مربوط عندي بال وبيبقى وسطح ما飯 عندي وسطح والشبكة بتبقى سوال علمي شوية معليش دلوقتي في نفسها هتفرم معك ايه ان هو يبقى الفكرة اللي انت بتعمل الحاجة دي سولة سيئة بعد عشان طلع الداتة بتاعتها والتفاصيل بتاعتها ولكن الحاجة دي ممكن بتعمل لها زي ما بتقول ايه بعد كده كاد مسلا او حاجة وخلاص وعلى كده مش شرط الضالة من موديلينج واخد بالك عشان بتفرق معي لما اجي لما تبقى الطرق صغيرة وبيقى في عندي كلاش لما اجي عمل كلاش لاننا في منهولات عندي مسلا في الديب ترانك مسلا تحت تلاتة متر السيلنبر تلاتة متر بيطلع فوق متر عشرين عشان بيبقى فيه شبكات فيه كوريدور للشبكات التانية جميع بيلم اه بيلم العرض شوية فعشان كده بتلازم تحكمه مين او شمال او ما الازالك يا سيدي ادي نفسك تلورنس بره وخلاص ما بيحترفوش نازم تلورنس بره بس او الله بس اسعى لان اكيد اكيد مثلا ليه حالة ولكن انا للأسف والله ما عددش علي او ما اخدتش في تفاصيلها ولكن اما شفت قبل كالتر في البارت بيلدر واحد كان رسم حاجة وكان فالفغ على التذكر وموجود على اليوتيوب تلات دروس اجنابي هما والراجل شرحوه ورسمو ثلاثة بعاد وحضروا نوت اتاتش من بتاعته وعرفو للبرنامج ودخله في الشبكة كانش فيه اي مشكلة تمام تمام بس انت ممكن تعمل اربعة موديل على سبيل المثال يعني وبما مجاهزهم ملفو فين بقى او ثلاثة موديل وملفو فين يعني تلفوا واحد شرق واحد غرب واحد شمال واحد جنوب بحيس ايه تنزل اللي انت عايزه وتلفه زي ما انت عايزه او هو واحد بيلف على فكرة انت نزل واحد وبيلفه زي ما انت عايز هيه بس الاقتر اللي عا تفرق معك بما مجاهز ملف الكاد عدل ورفع يعني ايه حاول تاخد واحد واخد بالك زبط واحد وتخلي كاد بتاعك بحيس حصل المشكلة تعالي وتوطي جيبه مين واشمال وما الاسلك وتدخله تاني وهكذا يعني انت حاول في واحد جرب في واحد شغاله تمام زبط معك تمام يبقى خلاص اتعرفت الفكرة ايه بتيجي عدلة بعد كده عادي او شوف اللي انت بتستخدمه اصلا ايه واشتغل عادي همي تمام تسلم تسلم شوان الله يبيرك لك رابو تسلم يبين معيش تسلم تحت عبرك عليكم السلامة وبركاته فتحي ايفون تمام عليكم عليكم السلامة وبركاته كيف تسلم تسلم الله يبيرك لك بيه الحمد لله والله تمام الله خليك عندي سلم بقول لك عندي سلم فيه سؤالين بس سؤال اول بالنسبة الموضوع الشبكة النيتوار بالوقتي اللي هي التعرضات اللي ممكن تعابلني وليكم مثلا انا شغال على خط ستور قابلتني مثلا مصورة داكتايل متعارضة مع البايبوس فانا عايز اعمل لها منشن على البروفيل عايز ازهرها على البروفيل اي نتوارك بقى متقاطع معايا تعارضات جاية معايا عاملها تعارضات مع الخط بتاعي عايز ازهرها على البروفيل بالمنسوب بتاعها مثلا اقول مثلا الجزء دا هيبقى عندي فيه تعارض ظاهر مثلا مع خط الستورم بتاعي دا مثلا وليكم بقى في اي مكان على البروفيل سواء مثلا انا شغال البروفيل بداية كيلو مص بس هي الفكرة بوس دلوقتي هي كله مصدى هناك البروفيل هيا انت في البروفيل بتعرض الشبكة نفسها ولا بتعرض الطريق وتحتملهم الشبكة لا انا بعرض الشبكة بس بعرض الشبكة بعرضها وبعرض المسافة لا فيش مشكة دلوقتي على سبيل المثال دلوقتي المشروع الضمن الأدوات المغفلان فتحه دا فيه شبكة معروضة هي حلو انا عايز ازهر الشبكة التانية على نفس البروفيل تختار الشبكة التانية سواء انت بتعملها من هنا بيختار الشبكة هاو بتقول له وبتختار البروفيل فيو فهتزهر معك الشبكة مباشرة تانية واخد بالك نفس الشي تقريبا لو انت عملت الانترفيلنس تشيك سواني كده ما بين الشبكة دي وما بين الشبكة دي وبقول له اوكي اللي هو ده واللي هو ده درو بارتس بروفيل فيو برضو التداخل يزهر معك فين؟ في الشبكة بروفيل فيو بارتس اونلي اه لا مش هيزهر معك بتاعها مش هيزهر معك التداخل عالشبكة هسوي على البروفيل استانى كده يشوفو لك ايو بروفيل انا عايز اظهر على البروفيل بحيس ان انا لما اجي اقدم يبقى مسلا اه حبان معايا كل حاجة كليرنس هل في مشكلة معايا لو انا شغال اخد بالك الحاجات اللي بتقابلني دي كلها اكزيستة مش شبكات جديدة يعني مسلا انا انا شغال يعني مسلا انا عملنا مسلا اكتر من محضر اجتماع مع شركة المياه مع بعض شركات الاقتصالات هم هلولي ايه لا هيقابلك مسلا في المنطقة دية ما بين منهل ومنهل عند استيشن كزا هيقابلك مسلا خط اه مياه السؤال معايش بتبقى كروسنج ولا ماشي معاك لا كروسنج كروسنج متقاطع فانا مسلا عايزة عايزة اسبق مسلا انا احطى على البروفيل بحيس ان هو بعد كده اشوف انا حل هل هم مسلا هيشفطوا الخط بتاعه او اولا هبطر مسلا انا اعدل في الانفيرت ليفل بتاعي هعمل دروب او انزل بالانفيرت ليفل بحيس ان ده هي لو كروسنج انا مسلا عامل كوندرول زد كده تقيني نشير بس دي معاك اسمة لو هي كروسنج انا اعتبر ان دي كروسنج حلو كده اللي هي زي كزا مثلا يعني اخد بالك ناسف انا كنت شفتها في درس كده عند ساعة بتبقى الظاهرة على شكل حلقة حتى في التمبر بسبب دي كده اللي احنا اللي احنا عملينها دي لو انت رسمت الشبكة سوري القطعة دي واحدة البيب دي لوحدها قلت له زرها لي على البروفايل فيو دي بس اهي هتظهر لك المفروض اين بس عشان انا مغير الستايل بتاعها بتصغير لك بشكل دايرة حلو او عشان بس عامل الستايل بتاعها اللي هو ده محيز اغير الستايل انا اسف محيز اغير اهي هي دي كده حلو بس عشان هي جاية بزاوية وان هي فعلا جاية كده بتبقاش الحلقة بتبقى فيها زاوية كده شوية اه بالزبط كما هي اصلا هي الفكرة ان هي فيه موقفها ايه من البتاع نفسه من اصلا هي بوس المشكلة كمان ان اللي هنا البتاع اواخد 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 او البروفايل اواخد ده معي اسمه ايه ده اوات اسكيل رأسي اه اه انا مثلا ان الاسكيل بتاعه ده خليناه واحد على سبيل المساول يعني بوس كده عشان هي جاية المساولة جاية بزاوية فعشان كده جاية لك كده ولكن هي زي ما انت بتقول بس يا دي دي دايرة دي بتزهر برضو هنا بشكل دايرة في حيات لو هو عمودي على الخط المستقيم بتاعمين بتاع ايه 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 اواخد بالك لو هي عمودي بالزبط عايتيجي كده غير كده عايتيجي لك بساوي شوية فميجيب لك هو هان هو بتاعنا تقريبا ده اه فدي جاية بميل شوية فهتحجب لك بنفس ميل واخد بلك فتزهر معيك بنفس الشكل ده في حل تاني اللي انت بترسمها زي ما احنا كنا عملناها حتى من كم يوم ارسم نقطتين عليهم. عملنا في الاخر الاخر محاضرة. ممكن ترسم نقطتين ها وتنزل النقطتين دول على الرسم. يعني مسلا على سبيل المسال. بس برضو هيعمل لك مش هيجيب بالك بتاعها. يعني المرة كان فيه زي مننا طلب انه كان فيه رفع عمود موجود فاحنا عملنا العمود لان العمود مثلا العمود هو شكل دائري اه ولكن رأسي هو اخد بالك. فقالنا رفع اربع نقاط اتنين تحت واتنين فوق ورسمهم من سريدي بولو لاين وهذه سريدي بولو لاين من الرسم. ضيفه على البروفايل فيو يعني ممكن اي سريدي بولو لاين تقدر تضيفه هنا. مجال ما تضغط وتقول له بروفايل فيو. فهيجيله هنا وجاله بالفعل شكل العمود شكل الرأسي. اه فدي نفعت هنا. لكن الشبكة على حسب اتجاه البايف. فالبايف زي ما انشاهدك هي زاوية في الاسف عادية عجلك بنفس الشكل دا جديد. هي مثلا الزاوية يعني انا مش فارق معي مسلا درجة الميل بتاعها. سواء مسلا زهرت بالميل او لا دا ما فيش مشكلة بس هي قصة كلها ان انا عايز ازهرها على البروفايل زي في نفسه بحيث ان انا اطلع لها مسلا ديتيلز او كده. اطلع لها مثلا. اطلع الليفل بتاعها مسلا على البروفايل بحيث ان احنا نقول لجماعة فيه هنا لا فيه يوتيلتي هتقابلنا او فيه تقطعات كروسين. وممكن يبقى فيه تعرض مبينة ومدني الشركة الطائفة. اهو بص صغير ان شانا قد تفاكر ان الفيب نفسها بسم الله الرحمن الرحيم اوطر وال اوطر وال لا كله هنا في الاوطر والي في السكشن وفيه تايم. لا ما برضو هنا جايب لنا الاوطر والاوطر 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 والا هنا جايب زاوية على الخط. لكن لو جاي عمودي بالزبط. بس انا كان جايب رب نجابها لو جايبناها عمودي بالزبط على الخطة اكمل ايه? يعني ما اعتقدش ان هي هتا هتا هتوزبط ابي. ايوه بارفن ديكولور. اسم الله الرحمن الرحيم. خط عمودي. انا هتشافتها دي. ديجي هنا. نسيب لود. نجول منتحول مع ذراكة انا هتوزبط معينا او لا أخذها سمك لها وليس نحن نضع نظام لن نعطينا سمك لها نحن نعمل في الاسطائل الانتجار 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 فايل يوز بارت والله هي ممكن تكون في الستايل والله بسم الله الرحمن الرحيم display أنا فاكرة والله هي على فاكرة بس أنا كنت تفاكرة في القطاع يعني هي بتظهر في القطاع مزووطة اللي هي لو على فايل لكن كابروفايل استنى كده هشوف راك بس بالخطاع حول انو حطو بس sample line سريع كده ما عليش على center line ده كلهم ما ينشي احنا عايزين واحد هنا كده يبني هي يبني center line فده لو انا اضطره همين دي القطاع ده رسمه لي بص هنا دايرة زي بينا لك دايرة مخبرة ايه ما هي اه يعني القطاع هنا واخدها با اه القطاع واخدها هنا اه وزهرة معا زهرة معا هي هي عملية style بس غالبا لان بص الدايرة اللي ظهرت دي دي شبكة لو انه قاله five style في الخطاع ده هي عمودية عليها خلينا التانية عمودية على المصار يعني التانية دي احنا خليناها عمودية عليها wall size wall size والله هي بص هي انا اعتقد هي حاجة في ال style على فكرة ان احنا مداما عدلنا كده اتبقى حاجة في ال style طيب هستغسين لك كده ابعدت لرسائل على الخاص في المتاعه انا ابحس لك انا وبقول لك ايها عطر طيب ماشي ماشي ربانا ابرك فيك انا بس الله ابرك فيك انا بس سؤال تاني بس اه بالنسبة للمناهل ايوان اللي هو شغل دوقتي هو حاكمني بحاجات معينة اصلا في ال network موليها هي كلها عمتا ديميتر يعني كلها اقطار طب انا دوقتي مثلا انا عندي مناهل مربعة هل ممكن اعمل حاجة كده تنبليت سموعية انا اقدر بنرسم بها المناهل مربعة وانا كده كده اصلا اه في مناهل مربعة اريد في الشبكات هل اقدر اتحكم في الابعاد بتاعتها اه اه اغير ابعادها الشبكات على سبيل المثال دي ولو جينا احنا هنا اتلاقي في حاجات مربعة هنا اه هل سمعيني كده انجونكشنز اه ده كده حاجة مربعة اه كده مجرد ما انت بتنزلها حل اللي هو الريكتنجلور اعتقل ده اللي احنا فتحناه اه اللي هو ده حل تقول له هنا بيتيجي الصيزات ال الويد الطول والعرض تمام؟ هنا اعطي لك مجموعة حاجات لو مش موجودة هتلاقي بص يعني اصلي لو المقاس اللي انت عايزه مش موجود هنا حلو كده اه ادخل على برنامج اصلي على الدرس بتاع اسمه خيارات متقدمة درس رقم تقريبا اتنين وخمسين حلو كده الدرس ده انا عامل فيه بحيس لو الحاجة بتاعتك مش موجودة كأنواع مسلا اعساب المسالك انت مسلا فرضا يعني في دلوقتي جي ار بي انواع تانية من البايبس ومشعالية مش موجودة في البرنامج انت ممكن تعمل النوع ده ونفس الشي الحاجة لو مقاساتها مش موجودة ممكن برضو تعمل مقاسات جديدة ولكن هو مبدئيا ان ده في حاجة مربعة اهو فيها مسلا بيبتدي من متر ونص لغاية اربعة متر انت عايز حاجة ستة متر ولا بتاع يبقى تخش زي ما امتلك على الدرس ده اكيد ان شاء الله عدتعي فيها التفصيلة دي ان انت تزود مقاسات جديدة او تزود انواع جديدة اسمه درس اخيارات متقدمة ايه طبعا عن دس اه استفصال بص اخير عن دس اه بالنسبة لامتحان السمر اه اه يعني اه اه امتحان كان سؤال اه وقت قد دي ايه بص هو مبدئيا ان انا كنت عملت الموضوع ده وقت قبل كده في فيديو قديمة عندي ايه سوري في تلات فيديوهات قديمة وفيها تفاصيل برضو انواع حبيت تعرف تفاصيل مبدئيا عن الموضوع طبعا لو في كورس جاي من الموضوع ده حبيت يعني تشترك فيه شو شكرا واتس احنا خلينا فبقوا ابو بلاش دلوقتي لعزا واحدة ها دي انشان فوزي انشان فوزي بسم الله اذا انا وصلت اربعين الف مشترك بسم الله وانشاء الله بص يا زيدي عنا نزل في نفس القناة اتلاقي حاجة اسمها اوتو ديسك هاي شايفة؟ اوتو ديسك دي انا متكلم على الامتحان بييجي ازاي وشكله ايه هو ما مدين يعني هو الامتحان عبارة عن بس طبعا الكلام ده كان قديم بس فينو عين من الامتحانات واكن الامتحان العادي بتاعنا ده احنا 35 سؤال بييجي في البرنامج ككل حلو كده كل الموضوعات وطريقة الاسئلة هو بيبقى حوالي 35 سؤال في ساعتين بيبقى كم نظري؟ بيبقى ثلاثة بس نظري والباقي كله عاملي تمام كده؟ وفيه تحديث الاحسن اللي هو الكورس التحديد ده تمام كده؟ انا اشرح فيه طبعا انا عامل كورسات عن التحديد نفسها ولكن جايب لك جزء برضو ايه من الامتحان ازاي السؤال على سبيل المسال نفتح هنا؟ ده شكل السؤال بتاع الامتحان بيجي كده مثلا لحظة واحدة حاجة شبه كده بس بيجي للكد وقالف مثلا افتح اللوحة الفلانية اعمل الخطوات واحد اثنين تلاتة اربعة وفي الاخر خالص اعمل مثلا ايدي للنقطة الفلانية وهاتلي الاست والنورس بعد المنطقة دي وتكتب له الاست والنورس كما هي بتاخدها كوبي وتحتاله بيست وما الى زر انا شرحت الكلام ده كله في الثلاث دول اللي هم حاجات اسمها وتو ديسك تحت كده هو اللي امتحان بيجيب كل المشروع لو حد دخل بالطرق بس هيخش يزبط يعني اللي لا هتركز على كله كله اخرج تسيب موضوع او اتنين زي بس الموضوع يكون مثلا يعني مثلا النيتورك ممكن تسيبها يعني بيجي فيها سؤال واحد بس فممكن تسيبها مفيش مشكلة الـ data shortcut ممكن تسيبها لانه هو سؤال واحد بس لكن ما نفعش مثلا تسيب السيرفي لانه السيرفي لها ثلاث مسلا اسئلة محددين انت المفروض هو المتحان خمس وثلاثين سؤال انت بتحل حوالي ثمانية وعشرين عشان تنجح اقل من جدا تسيبت فلو انت سيبت خمس او خمس اسئلة مش هتحلهم يبقى انت بتتكلم في ثلاثين يعني انت لو غلطت في سؤالين ثلاثة انت سيبت فانت بتاخد الموضوعات اللي فيها سؤال واحد وتلغيها من حسابات تاج الفيتشر لاين اساسي برضو الفيتشر لاين في الجريدينج ثلاث اسئلة الجريدينج ثلاث اسئلة السيرفي ثلاث اسئلة البارسلز ثلاث اسئلة هتلاقي كلام ده كله موجود لحظة واحدة كده لحظة واحدة ان شاء الله بايتمكن شوية لما يتمكن بس يعني انا مستنى ان انا اتمكن حتى بس مع الوقتة كورس السيرفي عشان يعني الواحد يبقى خلص واصل لمرحلة كويسة وبعد كده ياخد الكورس ولكن افضل والله للناس يعني عشان بس اي فتحة كلها الواحد لما دخل في الاول خالص كان بالنسبة له الامور تيه بس يا اندسة قبل اما الواحد ياخد الخطوة دي مش لازم يبقى يعني متمكن في حاجات معينة بنسبة كبيرة حتى في السيرفي دي مسالة بص السيرفي بس على سبيل المسال في الكورس انا جايب الثالث اسالة اللي بيكوا في الامتعان هما سابتين؟ نفس الفكرة بتاعتكم نفس المبدأ بتاعه هما راحو فيين فول كورس الفايلز تب ايه اصعب قسمة في الامتعان هندسة كلهم شاء بعض انت على حسب انت متمكن ايه مش متمكن من ايه بص يعني البيب مثلا ما اشتغلناش فيها خالص نقول لك البيب بيكون سؤال واحد ما تذكرهوش ايه دي الموضوعات في الستايلز بيجي لك سؤالين البيب بيكون سؤالين البيب ثلاث اسئلة السيرفز ستة اسئلة البرسل ثلاثة الالاين منت اثنين بروفايل كوريدور فمسلا على سبيل مسال او انت دخلت بالطرق بس يبقى انت كده مش هتاخد جريدينج يبقى انت نتورك راح منك هدى كده واحد واثنين هم ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يعني انت هتخش تسقط على طرق نخبلك السيرفي تلاتة هما بالتلاتة ستاندر بيجو حتى انا كنت شرح منهم واحد او اثنين بروفايل اثنين يعني انت ممكن تسقطهم على سبيل المثال بايب نيتورك الماناجينج ان شيرينج داتا والبلاندروداكشن ده كده اقصى حاجة تقدر ساقطهم انت كده تاخد بواحد وثلاثين بس لازم تحل تماما عشان منهم صح البلاندروداكشن اظن سهلا ايه سهلا ان شاء الله موضوع بسيط يعني انت جربها مرة واثنينة عمد هنو بص احنا طبعا في الموقع عندي عامل اوبشنز كثيرة ممكن فيه متحانات تدريبية لو انت عايز تخش تشوف المتحان تدريبي بتاع وكده كده المتحن اللي هنزلوه مع الكورس هيبقى فيها بس الو متحن اللي بتاع الكورس دوت هنزلوه لكم هيبقى في الحاجة اللي انا شرحتها بس في الكورس مش بيكة حاجة كلها